موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان اهلا مرحبا بكم ليلى من ليالي الف ليلى وليلى ليلى من ليالي القرى السمراء النهاردة تحدي الكبار ده العنوان الطبيعي للقاء كبار القرى الافريقية نهاردة نادي الاهلي العريق العظيم ونادي الترجي التونسي الشقيق قمة افريقية بتجمع بين كبيرين في القرى الافريقية طبعا الارقام في الموسم الخير بتقول كده احنا تعودنا على فكرة من سنة التسعين لحد النهاردة على السيناريو ده ان بقيت عادة ان الاهلي والترجي يتقابلوا في الادوار الاقصائية او يتقابلوا في الادوار النهائية لبطولة الكبار بطولة افريقيا قمة كبيرة بين المارض الاحمر وترجي التونسي قمة كبيرة في ملعب رادس اللي شاتت وجات كتير جدا للنازي الاهلي كثيرة ولو احنا فاكرين كانت عالمة فارقة باقدام اجيال كتير مختلفة من اول الفين مستة لو فاكرين مع بعض قدم ابو تريكا الزهبية في الصفاقسي التونسي الفين واثناشر باخدام السيد حمدي ووليد سليمان هو ده النادي الاهلي نادي الاهلي اللي عودنا دايما انه هو زي ما بيلعب بره زي ما بيلعب جوا النادي الاهلي بيلعب على الانتصارات وبس بيلعب على التدويق وبس النادي الماتش النهاردة بين ابناء شمال افريقيا قمة عربية بين شقيقين من مصر وتونس يمكن كلنا شوفنا مع بعض اليومين اخي خانيين ازاي المقابلة الحارة والاستقبال الحار اللي عمل ونادي الترجي للنادي الاهلي العظيم واحنا طول عمرنا طول عمرنا يعني متعودين على بقاء من الأشقاء التونسة ويمكن دايما النادي الاهلي ونادي الترجي التونسي طول عمرهم أشقاء بغض النظر عن نتائج الامبراد منهم من بعض أشقاء سواء جماهير أشقاء سواء لعيبة أشقاء سواء أجهزة فنية ومجالس إدارات اللي احنا عايزين نقوله ان النهاردة فعلا فعلا قمة كروية بتجمع بين اتنين من عظماء القارة الأفريقية يمكن انا كان ليا الحظ ان انا شرفت بتمثيل النادي الأهلي ففي اول لقاء افريقي جمع بين نادي الأهلي ونادي التراجي التونسي كان في تونس سنة 1990 وانتهى بالتعادل 00 توالك بعد كده المباريات بين الأهلي وبين التراجي التونسي الأهلي صاحب 9 بطولات دوري أبطال لو بدأنا هنبدأ من سنة 82 87 2001 2005 2006 2008 2012 2013 2020 ونتمنى ان شاء الله ان شاء الله العشرة تبقى 2021 تراجي تونسي صاحب 4 بطولات لدوري الأبطال 94 2011 وستنتين وثلاثين 2018 2019 2019 ماتشي النهارده مهم جدا 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 نادي الأهلي بيبحث عن التتويج بالعشرة ان شاء الله ماتشي النهارده عايز اقول لحضراتكم ان مش ماتشي الحاسم ماتشي النهارده مش ماتشي الحاسم اتعودنا دايما في ماتشيات الأهلي والترجي ان بعد سفارة نهاية المباراة التانية بتحسم الأمور ولكن النادي الأهلي مطالب ان شاء الله بإذن الله رب العالمين النهارده يعمل نتيجة إيجابية تريحنا شوية ماتشي العودة اللي هيكون عندنا يوم السابت الجاي بإذن الله تريحنا ما تحطش علينا ضغوطات مباراة العودة انما بغض النظر عن اي نتيجة النهارده الماتشي التاني هو اللي بيحسن مش الماتشي الأولاني ولكن بنقول الماتشي الأولاني ممكن يحط ناتيجته ممكن تحط ضغط شوية على الخصم اللي هو الترجي التونسي لو النادي الأهلي ان شاء الله بعوني للنهارده بإذن الله يحقق نتيجة إيجابية النادي الأهلي بصدارة الأعلى قيمة سوقية في أفريقيا قيمة سوقية في أفريقيا بالنسبة للعيبة للعيبة اللي عنده النادي الأهلي لو بصينا هنلاقي فيه نجوم كتير جدا والنجوم دول أسعارهم غالية على المستوى الأفريقية أسعارهم غالية نبدأ محمد الشناوي مجدي أفشا ومحمد شريف دول أسعارهم فعلا غالية يعني بتعدى محمد الشناوي لو كلمنا عنه أليو ديانج كمان أسعارهم غالية جدا لو بدأنا هنلاقي إن محمد الشناوي اتنين ونصف مليون يورو لو دخلنا بعد كده على أفشا اتنين مليون يورو واتنين وعشرين اتنين مليون وعشرين ألف وبعد كده وبعد كده دخلنا على أليو ديانج اتنين مليون يورو فالقيمة التسوقية اللي عيبة للنادي الأهلي قيمة عالية جدا 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 على مستوى أفريقيا تعالوا دلوقتي نروح لزميلنا فاروق صلاح من تونس ونعرف آخر الأجواء عنده إيه فاضر يا فاروق كل التحية لك كابتان أيمن وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان وبإذن الله يوم سعيد يكون على كل جماهير النادي الأهلي وعلى لعب النادي الأهلي طبعا المباراة الزهاب للدور النصف النهائي لدور أبطال إفريقيا احنا موجودين هنا في مقر إقابة تفريق النادي الأهلي يعني في هذه الأثناء مستر بيتسو موسيماني بيعقد المحاضرة الفنية قبل التوجه إلى ملعب رادس الأوليمبي اللي هستضيف أحداث اللقاء طبعا في المحاضرة فأنا بيتكلم مع اللعبين ويعلم من خلاله التشكيل خلينا أقولك أن بالأمس كان المران الرئيسي للنادي الأهلي على ملعب الأوليمبي برادس شاهد حالة من الندية والجدية ما بين اللعبين الجميع بيتصابق لنايل أنه يكون موجود في التشكيل الأساسي لهذا اللقاء الأمر بيضع مستر بيتسو موسيماني في حيرة من أمره من حالة الجاهزية اللي عليها كل اللعبين إن شاء الله أي 11 ملاعب هيكون موجودين في الملعب مستر بيتسو موسيماني قال في المؤتمر الصحفي أنا بصك في أي 11 لعب طبعا كان سؤل من جانب بعض الأوساط في تونس عن إصابة محمد مجد آفشا وهل هيكون موجود ولا قال إحنا بنكسب بأي 11 لعب أنا بصك فيه فريق النادي الأهلي في 11 لعب وعندنا طموح إن إحنا نحقق البطولة العشرة وبحترم فريق الترجي التونسي أيضا معين الشعباني قال إن هي مواجهة صعبة جدا بين الأهلي والترجي التونسي كل فريق طموح إن هو يحقق البطولة والتنين كانوا آخر بطلين للنسختين نسخة 20-20 النادي الأهلي وعشرين 19 لكن يعني من قارب الأوساط يا كبن أيمن قدرنا يعني نتحصل على التشكيل المتوقع لفريق الترجي التونسي لهذا اللقاء هيبقى معز بن شريفية في حراسة المرمى قدامه خليل شمام وعبد القادر بدران في اليمين حمد النجاز في الشمال إلياس شرتي في نص الملعب هلعب بتلاتة اللعب قليبالي ومحمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بالغيث قدامهم ثلاثة أنيس البدري وخالد عبد الباصط وحمدي الهوني من المقرر أيضا كابتن أيمن أن النادي الأهلي هيكون ظهوره بالزي الأزرق بينما فريق الترجي يكون بالزي الأحمر في الأصفر طبعا اللقاء هيدير التحكمية انتقم تحكم بقيادة الجنوب الأفريقي فيكتور جوميز هيعونه أيضا مساعد أول من جنوب الأفريقي زوسي سويلا والمساعد الثاني من لسوته فاتس واني والحكم الرابع مارتينيز ريدريجو وعلى تقنية الفار هو الحكم الزنبي سي كاسوي دي كانت كل التفاصيل كل الكواليس من هنا قبل الانطلاق خلال لحظات هيكون تحرك فريق النادي الأهلي كابتن أيمن إلى ملعب المباراة كل التوفيق إن شاء الله لفريق النادي الأهلي ويرجع إلى القاهرة إن شاء الله مقلل بنتيجة إيجابية وبالانتصار إن شاء الله ومن ثم إن شاء الله تحقيق النتيجة إيجابية في مباراة العودة والصعود إلى المباراة نهاية وتحقيق البطولة العاشرة بمشيئة الله من جديد تعود الكلمة لكابتن أيمن شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح وزي ما تكلمنا على القيمة التسوقية للعيب النادي الأهلي يوم الأعلى في أفريقيا نادي الأهلي الأغلى في القيمة التسوقية للعابين في موسم 2021-2022 القيمة التسوقية بتبلغ 26 مليون و45 يورو بينما الترجي 17 مليون يورو وتسعين ألف بطولات الأهلي سعد لمنصة التتويج 141 مرة يعني النادي الأهلي في جميع البطولات سعد للمنصة 141 مرة النادي الأهلي صاحب تسع بطولات أفريقية وإن شاء الله يتوج السنة بالعاشرة بإذن الله رب العالمي نادي الترجي صاحب أربع بطولات النادي الترجي على المستوى الأفريقي صاحب أربع بطولات أفريقية النادي الأهلي أكثر فوز بالبطولات النادي الأهلي 141 بطولة زي ما قلنا 42 دوري 37 كاس 11 كاس سوبر 7 بطولات كاس السلطان الحسين 16 بطولة دوري القاهرة كاس الجمهورية العربية المتحدة وكاس الاتحاد المصري وزي ما قلنا 9 دوري أبطال أفريقيا وغيرهم بقى كمان أربع بطولات أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس اللي هي الكونفدرالية وسبعة كاس سوبر إفريقي وكمان بطولة كاس الكونفدرالية وكاس الأفرق السوية وممكن كاس الأفرق السوية دي كانت أيامنا يعني أنا شاركت فيها كانت أيامنا ما نعملتش بعد كده وأربع بطولات للأندية العربية بتتكلم على النادي الأهلي العالمي النادي الأهلي صاحب الأرقام القياسية وعلى فكرة لما بنيجي نتكلم على صاحب الأرقام القياسية وبنتكلم عن النادي الأهلي النادي الأهلي لما بيحطم أرقام القياسية بيحطم الرقم اللي قابله اللي هو برضو لحساب النادي الأهلي يعني الرقم السابق بيبقى باسم النادي الاهلي برضو والنادي الاهلي بحاول يعمل رقم قياسي جدير يعني احنا وغدين الحمد لله رب العالمين النادي الاهلي واخد تسع بطولات في افريقيا بيبحث عن العشرة هو الاعلى وهو صاحب الرقم القياسي وعايز العشرة ان شاء الله وده رقم قياسي يعني تحتيم الارقام القياسية برضو من النادي الاهلي على حساب النادي الاهلي نفسه نادي الترجي صاحب 63 بطول النادي التراجع عنده 31 دوري 15 كاس 4 كاس سوبر تونسي 4 دوري أبطال أفريقيا 1 كاس سوبر 1 كاس قوس أفريقية 1 كاس الاتحاد الأفريقية 1 بطولة أفرو شمال أسيوي يبقى احنا بنتكلم عن فرقتين ممكن نقول النهاردة عنوان نقول صراع العمالقة واخد كمان 3 كوس عرب عندك أبطال وكاس سوبر عرب فالنهاردة بنتكلم على فرقتين تقال من العيار التقيل يمكن نقدر نقول عليه نهائي مبكر نهائي مبكر بين فرقتين تقال قوي وإحنا تعودنا الفترة الأخيرة كلها إن الأهلي والترجي حيقابلوا بعض فين مش عارفين مرت لهم في دور الستاشر مرت لهم دور المجمعات مرت لهم في دور التمانية مدور الأربعة تلاقيهم في الفاينال زي ما حصل في مباراتين مع بعض تلاقي الأهلي والترجي دايماً دايماً يلعبوا مع بعض في البطولة الأفريقية دا يدي انطباع فرقتين كبار فرقتين طبعاً النادي الأهلي لو اتكلمت عن الأرقام مفيش زايف وشوفنا الأرقام على الشاشة واتكلمنا عنها واحدة واحدة طبعاً تحتيم الأرقام زي ما قلنا القياسية النادي الأهلي بي نفس نفسه ولكن في نفس الوقت النادي الترجي فريق عريق فريق كبير له سولات وجولات في أفريقيا هو بعد النادي الأهلي واخد أربع بطولات في أفريقيا بين النادي الأهلي وبين الترجي كان فيه 18 مباراة على المستوى الإفريقي أبطال الدول 18 مباراة دول بيحقوا قصة قمة الأهلي والترجي التاريخ بيحملها الكثير والكثير من الجوانب اللي بتحمل تحمل قصة المنافسة بين النادي الأهلي ونادي الترجي على مدار 18 مباراة سابقة بين قطبي الكرة المصرية والتونسية التاريخ بيقول لنا إيه التاريخ بيقول لنا ان كان فيه قصص رائعة جدا بتخص مواجهات الفرقيتين. يمكن زي ما قلتوا لحضراتكم. انا سنة الف وتسعمية وتسعين كانت اول مواجهة بين الاهلي وترجي في تونس. وكان ليا الشرف ان انا لعب المباراة ديت وتعديلنا سفر سفر. على مدار تمنتشر سنة الاهلي بيتفوق على الترجي في تاريخ المواجهات. في دوري الابطال. بنتكلم عن دور الابطال. نادي الاهلي والترجي اتقابله تمنتشر مرة. نادي الاهلي كسب ست جولات. نادي الترجي فاز في اربع جولات. والفرقيتين اتعادله في تمن مباراة. نادي الاهلي ليه اتنين وعشرين هدف. نادي الترجي ليه خمستاشر هدف. حتى الارقام هنا برضو في صالح النادي الاهلي. النهاردة صراع فني كبير. بصوا فيه تكافؤ فني في مباراة الاهلي وترجي دائما. صراع الفني النهاردة حيبقى بين مستر موسماني ومعين الشعبان. اللي هو المدير الفني لفريق الترجي. النهاردة دي تعتبر مباراة فنية خارج الخطوط بين الاتنين دول. مستر بيتسو موسماني وبيتسو موسماني المدير الفني النادي الاهلي بيجيد اللعب مع الكبار. زي ما احنا شوفنا الفترة اللي فاتت. مستر بيتسو موسماني في اللحظات الصعبة وفي المباراة التقيلة بنشوف انه هو دايما بيتفوغ. مستر موسماني خاض مع النادي الاهلي السنة دي اربعة وثلاثين مباراة. كسب كام? كسب واحد وعشرين وتعادل في تسعة وخسر في اربعة. نقف بس هنا شوية. نقف شوية هنا. هتقولولي هو خسر اربعة ماتشات. اه بس الاربعة ماتشات اللي خسرها في ظروف غير طبيعية. في ظروف غير طبيعية. كلنا شايفين الضغوط الكبيرة اللي على النادي الاهلي من شهر اكتوبر لحد النهارده. الضغوط الكبيرة في تداولي المباريات. سواء في اه الدوري المصري في اه كاس مصر. لو نفتكر احنا نتكلم على السنة الفاتس من شهر عشر. شهر اكتوبر لحد النهارده. توالت المباريات على نادي الاهلي تقريبا كل تلات اربعة مباراة. التلات اربعة اعتين. ففي ضغوط جامدة جدا جدا جدا. فلما تشوف الارقام ديت لأ الارقام دي تقول ده كويس الحمد لله ان اللعيبة حققت الكلام ده تشوف الارقام تاني ارقام البطولات حجم البطولات اللي جابها النادي الاهلي هتتكلم عن اه دوري عام مصري اه هتتكلم عن بطولة افريقيا اللي هو اه في النهائي كان في النادي الزمالك وكسبنا بكرة افشة القاضية وبعدين تلعنا منه دخلنا على كاس مصر كل ده احنا بنتكلم في فترة زمنية بسيطة جدا جدا وبنلعب دوري ومكمليين وبنلعب افريقيا وبعدين تلعنا منها على برونزية كاس العالم الاندية محدش يقدر ينسى ده كويس تلعنا منها على دوري وبطولة افريقيا وبعدين على سوبر اللي كسبناه من نهضة بركان فبعدين رجعنا تاني نلعب افريقيا يعني كل كل ده احنا بنتكلم عن النادي الاهلي وايه يلعب النهاردة هنا بكرة يروح حتة تانية يسافر جنوب افريقيا يرجع من جنوب افريقيا على على قطر يرجع من قطر على مش عارف المحل المحل على اسكندرية كل دوت والمنافسين قاعدين المنافسين حتى لو بيلعبوا هنا بيلعبوا آآ ماتش كل اربع خمس ايام منافسين قاعدين والنادي الاهلي شغال رايح جاي رايح جاي رايح جاي ولكن اللي انا عايز اقوله ان النادي الاهلي النهاردة بيمثل مصر النادي الاهلي بيمثل مصر الارقام اللي انا قلت لحضراتكو دي بالعكس دي وسام على صدر اللعيبة دي او على صدر الاجيال دي او الجيل ده اللي حقق لنا تقريبا اربع بطولات في سبع شهور او تمان شهور نكمل نادي الاهلي جاب تسعة وخمسين جول دخل مرمى تلاتة وعشرين جول وحقق زي ما قلنا اربع بطولات وحصل على برونزير كسر العلم اندية هتقول لي برضو ما تعودناش قوي ان النادي الاهلي يدخل فيه جول كتير زي دي هقولك اه طبعا صح ولكن لو بسيت على الظروف لو تفتكروا حضراتكم من اكتوبر لحد النهاردة احنا في مباريات لعبناها تقريبا تقريبا بدون هيكل اساسي لفريق النادي الاهلي انا مش عايزة اقلل من قيمة بعض اللاعبين ولكن انت وانت مسك فريق كبير او بتشجع فريق كبير انت عارف ان فيه ناس اساسية وفيه عمود فقري للفريق دوت المفروض ان هو يكون متواجد في الملعب كويس لما لما بيقع منهم واحد او اتنين ممكن يكون مؤثر بعض الشيء فما بالك بقى لما تلعب مباريات ناقص خمس ست سبع لعيبة ناقص خمس ست سبع لعيبة احنا فيه وقت من الوقات بنلعب من غير خط الدفاع الاساسي وقت من الوقات بنلعب من غير خط الوسط الاساسي سواء الوسط الوراء او الوسط الهجومي والوراس الحرب احنا اوقات كتير جدا كده لو تفتكروا مع بعض من اكتوبر لحد النهاردة خدنا مباريات صعبة جدا 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 وكنا بنعاني وكنا بنقول في الستوديو مين اللي حيلعب مكان كزا مين اللي حيلعب مكان كزا طب مين اللي حيلعب نص الملعة طب مين اللي حيلعب فورورد طب اشتناوي لما غاب عن مباريات مين اللي حيلعب عايله في باله كتير يعني كنا عمالين كل ماتش نقول ربنا يكون فعون الجهاز الفني اللي هيحط الايمة بتاعة المباراة فانا شايف ان الاهداف اللي دخلت النادي لالي اه كبيرة شوية ولكن بسبب ظروف معينة تعال نشوف بقى معين الشعباني عمل ايه مع الترجي هذا الموسم معين الشعباني لعب مع الترجي سبعة وثلاثين مباراة السنة دي كسب اربعة وعشرين تعادل في ستة وخسر سبع ماتشات نادي الترجي احرز معاه واحد وخمسين هدف ودخل مرمى سبعة وعشرين هدف وحق ابو ثلاثين يبقى الارقام برضو في صالح النادي الاهلي هي عموما مواجهة قوية جدا 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 وساخنة بين موسماني وبين معين الشعباني كل اللي انا اتمنى النهاردة باذن الله رب العالمين ان النهاردة النادي الاهلي يوفق باذن الله في تحقيق نتيجة ايجابية طبعا مستر موسماني ومعين الشعباني اكيد كل واحد بيخطط للتفوق على الاخر عنده بقى اوراق ربحة كل واحد عنده اوراق ربحة وكل واحد عارف ايه الاوراق الربحة بتاعت الفريق التاني انا كمستر موسماني ببقى عارف انا هعمل ايه بالاوراق الربحة اللي عندي عارف نقط القوة والضعف بتاعت فريق الترجي فاكيد نقط الضعف هعمل على ان انا اوقف مفعول النقط القوة دي ايه مستر موسماني داخل الماتش وبيتسلح بحاجات كتير قوي عنده قوة ضربة كبيرة جدا في جميع الخطوط وعنده هدف تحقيق رقم قياسي جديد مع النادي الاهلي انه هو ياخد البطولتين واربعد في سنتين واربعد يمكن مش هكمل سنتين هو تقريبا مكمل موسم هيبقى مكمل اقل من موسم اقل من سنة يبقى واخد بطولتين واربعد مستر موسيماني واخد البطولة دي قبل كده مرتين مره 2016 مع سانداونز والسنة اللي فاتت مع النادي الاهلي الاوراق الربحة عند مستر موسيماني النهاردة هيكون في مقدمتهم محمد الشناوي حارس المرمى الكبير عندك في خط الظهر بدر بنون علي معلول هيبدأ ان شاء الله وبنقول له حمد الله على السلامة علي معلول المفتقدينه جدا 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 في المبارات اللي فاتت معانا كمان ايمان اشرف عمر السلية اليو ديانج محمد شريف معين الشعباني بقى بيتسلح بمين معز بن شريفية وخلينا اتكلم على معز بن شريفية شوي يمكن معز بن شريفية الفترة اللي فاتت الاخيرة ديت مش هو معز بن شريفية اللي هو بتاع سنتين ثلاثة اللي فاتت معز بن شريفية عنده اخطاء ممكن يستغلها النادي الاهلي النهاردة اخصان حيط التزديد والتفاهم بينه وبين خط تدفاعه عنده غير معز بن شريفية انيس البدري وحمد النجاز وفاكرين كلنا حمد النجاز لما كان بيلعب معه الزمالك السنة اللي فاتت وعارفين ان حمد النجاز ليه نقاط قوة وليه نقاط ضعف نقاط القوة بتاعته عارفين في التقدم على طول ويه لعب العرضيات وبيدخل جوه الملعب شوية برضه ودي برضه بتعتبر نقطة ضعفة عند حمد النجاز لان حمد بيغلب على لعبه الطبع الهجومي شوية ولما بيجي يرد بيرد بطيء ولما بيرد بيرد على جوة مش على بره فالحتة دي كلها بتبقى فاضية ان شاء الله ان شاء الله طبعا اكيد مستر موسماني شافر الترجي وتكلم عنها وتكلم على نقاط القوة ونقاط الضعفة مع اللعبة واكيد عارف النهاردة هيوقف ازاي نقاط القوة وازاي يستغل نقاط الضعفة بعد حمد نقص فيه خليل شمام وحمد الهوني الليبي وكلوبالي اللي بنص الملعب وغلان الشعلالي وخالد عبد الباصف ومحمد علي بن رمضان اللي هو هداف الفريق يبقى احنا بنتكلم عن قوتين كبار جدا 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 كل واحد يعني لو بصنا على الحصوص النهاردة هنلاقي الحصوص متساوية اللي انا عايز اقول له حالاتكم برضه مرة تانية اللي عايز اقوله لحالاتكم مرة تانية ونحطه في دماغنا مهما كانت نتيجة مباراة النهاردة مهما كانت المباراة تانية بعد صفارة الحكم النهائية هي اللي بتحسب الموقع مهما حصل النهاردة يعني الاهل ان شاء الله يعمل نتيجة ايجابية لا في عندنا مباراة تانية العملية ما انتهتش الماتش ما انتهتش بالعكس ممكن تقول ايه في افضلية شوية للنادي الاهل او الدغوط شوية هتبقى على الترجي صعب المباراة التانية ده لنا امالوز النهاردة ان النادي الاهل يحقق نتيجة جابية ولكن ما بتنتهيش المباراة النهاردة المباراة بتنتهي في مباراة العودة ان شاء الله في مصر باذن الله رب العالمين يوم السبت الجاي ان شاء الله الاهل وصل للماتش النهاردة ازاي بقى لادي الاهل لعب عشر مباريات كسب ستة وتعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراة واحدة النادي الاهلي جاب تسعتاشر جول ودخل مرمى ست اهداف وشباكه نظيفة كلين شيد بالنسبة للحارس المرمى في ست مباريات لو بصنا على فريق الترجي النادي الترجي يوصل للدرق بالنهاية برضو لعب عشر مباريات وفاس في خمسة تعادل في ثلاثة وخسر مبارتين جاب أربعتاشر جول ودخل في مرمى عشر اهداف وخرجت شباكه نظيفة في أربع مباريات ماشي الليلة نقدر نقول ايه كلاسيكو معتاد كلاسيكو تاريخي على المستوى الافريقي والعربي كلاسيكو اتعودنا عليه كلاسيكو بنكهة الكرة الأوروبية كلاسيكو الكبار كلاسيكو الكبار ده اللي تعودنا عليه إحنا دايماً الفترات الأخيرة بقول لحضراتكم من سنة التسعين لحد النهاردة متعودين على اللقاء ده ماشي النهاردة ان شاء الله اللي احنا شفناه الفترة الأخيرة لعبت النادي الأهلي كلهم ان شاء الله جاهزين للقاء وبإذن الله الماتشات اللي زي دي تبقى عايزة عدة عوامل عندك إصرار عندك رغبة إصرار تصميم تركيز وقبل كل دول التوفيق من عند ربنا قبل كل دول توفيق من عند ربنا علشان نحقق نتيجة إيجابية تساعدنا في لقاء العودة لإن شاء الله بإذن الله ان احنا نحسم الأمور نهائياً ماتش العودة تساعدنا على الوصول لنهائي البطولة العشرة بإذن الله النهاردة في حضور جماهيري لكن انا عايز اقول لحضراتكم حاجات كتير يعني في ناس بتقول ايه في قلق شوية من حيثة حضور الجماهيري حضور الجماهيري ده سلحزوا حدين حضور الجماهيري سلحزوا حدين ممكن الحضور الجماهيري كل ما بيتأخر الفوز كل ما بيعمل ضغط على الفريق صحب الأرض حضور الجماهيري ده أحياناً إحنا كلعيبة وإحنا تعودنا عليها في النادي الأهلي كل طبعاً لأن شعبية النادي الأهلي شعبية كبيرة جداً في أفريقيا وعلى مستوى العالم العربي وعلى مستوى العالم كمان فمتعودين دايماً إن إحنا نلاعب حضور جماهيري في المباريات الخارجية فالحضور الجماهيري ده بيزدنا رغبة لتحقيق نتيجة إيجابية مش العكس وكل ما بيمر الوقت والنتيجة في صالحنا كل ما بتزيد الرغبة أكتر وأكتر النادي الأهلي حقق بطولات قبل كده في وسط ملعب رادس وهو مليان بالجمهور لعيبة الأهلي آه بقى لها فترة متلعبش بتلعب من غير جمهور ولكن عندها من الخبرات اللي يجعلها تقدر إنها تتخطى الترجي بإذن الله رب العالمين وتتعامل مع الموقف بتاع النهار ده اللي هو حضور خمس خمس ثلاث متفرد إن شاء الله إن شاء الله النادي الأهلي قادر إن هو يتخطى الترجي وفي مجموعة المباراتين ويوصل ويوصل للنهائي إن شاء الله نهار ده محطة جديدة غير المحطات اللي فات لمسطر موسماني مسطر موسماني مسك من أكتوبر ولحد الوقت زي ما قلنا الأرقام جايب أربع بطولات مع النادي الأهلي كل يوم بتزيد ثقتنا في مصر موسماني في ناس كتبتهاجم وتقول بس الأداء بس وقلنا لحضراتكم النتائج حتى الآن في صالح مصر موسماني النتائج في صالح مصر موسماني مصر موسماني زي ما قلنا بيجيد اللعب مع الكبار بيجيد اللعب مع الكبار النتائج بتاعته مع الفرق الكبيرة كلنا فاكرينها انتهت بتفوق النادي الأهلي بقيادة مصر موسماني أكيد مصر موسماني النهاردة درس المنافس كويس وأكيد حيلعب بالطريقة المناسبة إحنا كل مرة يمكن مصر موسماني بيفجئنا كل مرة بحاجات كده يأما تغيير في التشكيل يأما تغيير في الطريقة وإحنا بنقعد حتى نقول في الستوديو طب شايفين إن الموضوع ده يمشي الكلام ده وتهال ممكن يمشي النهاردة طيب مصر موسماني بيلعب بثلاثة مثلا طب بيلعب بأربعة يعني بنقعد نتكلم ونشوف في الآخر الرجل في الآخر مصر موسماني هو اللي بيتفوق علينا سواء في طريقة الفكر أو طريقة درس المنافس مش عايزة أقول إن هو بيحفظ حتى اللعيبة المنافس اللي قدامهم بيلعب إزاي وبيعمل الطريقة المناسبة لكل منافس على حيدا شوفنا مثلا في سانداونس في مصر اتكلم لعب مع سانداونس في مصر بطريقة غير اللعب معها بيها في جنوب أفريقيا واتكلمنا على إن سانداونس عادتها بيحب بالاستحواز سابله الاستحواز وإحنا استغربنا إن هو سابله الاستحواز ولكن قدر لدغة هنا ولدغة هناك قدر يحسم المتش فميستر ميستر موسماني بيعرف يلعب مع الكبار بإذن الله إن شاء الله ربنا يوفق ميستر موسماني واللعيبة النهاردة ميستر موسماني في وضع الخطة المناسبة واللعيبة المناسبين لماتش النهاردة بإذن الله نأمل في التوفيق من ربنا ودي عفوا بإذن الله بعون الله إن شاء الله أول حاجة مفيش حد من لعبتنا يحصل له حاجة مفيش إصابات إن شاء الله رب العالمين وبإذن الله الندي الأهلي قادر قادر إن شاء الله على تحقيق نتيجة إيجابية تريحنا بعض الشيء وتدينا الأفضلية في ماتش العودة هنروح لفاصل وبعدين نرجع نستعبد يوفنا الكبار اللي هيشرفونا النهاردة كابتن علاء ميهوب وكابتن أحمد بلال كابتن أسامة حسني وكابتن عادل مصطفى أرجوكم انتظرون احسنة كابتن عادل مصطفى كابتن علاء ماتش النهاردة السيناريو بقى متكرر تفاكر ماتش لسنة 1990 لعبتن أول لقاء بيننا وبين الترجي في تونس ليك سولات وجولات مع الترجي سواء كنت لاعب أو كنت مدير فاني وتحس عاما بقى ديربي أفريقيا خلاص الأهل وترجي بقى حاجة بقى تمسلم بها كل طولة لازم الأهل وترجي قابلوا هقابلوا بعض وده دلين طبعا ما شاء الله النديين كبار جدا طبعا نادل أهل مش محتاجة كلمة ندي سايد أفريقيا أساسا نادل أهل سايد أفريقيا الترجي موجوز بطولة أفريقية على طول وفاس بها قبل كده ودائما تيفيل أدوار قبل النهائي النهائي هو ده الترجي دائما بيعرف يوصل لأيما مهما اختلفت الأجيال وكده بيعرف يوصل في البطولة دي كويس ما تشبط بقى حماسية جدا ودائما بيبقى محسول لها ألف حساب زي النهاردة مسلا تسعين دقيقة في تونس لسه تسعين دقيقة إن شاء الله في القاهرة هنا كل مدير فني بيرتب بس لأول شوز زي احنا بقولوا النهاردة صح لكن هو عامل حساب كويس قوي الفريق الفريق يعمل حساب بعد كويس قوي بغض النظر على أسماء حتى الأجيال بتختلف لكن تحس ان كل نادي عارف وبقابل مين يعني أفريقيا كلها عارفة نادي الأهل ما فيش حد في العالم كل ما عارفش نادي الأهل وما يجي قبل نادي الأهلي بيبقى عامل ازاي والساعدات ازاي نفس الكلام نادي الأهلي خدمة الاحترام للتراجي وعارف ان التراجي فريق قوي جدا فريق معروف في أفريقيا كويس قوي ده وبيوصل لها نهايات فاز بالبطولة قبل كده عشان كيها ده مباراتهم بتبقى تحس انه مبارات حساسة نادي كلها مستنية اللقاء ده يعني كله مستنية اللقاء الأهلي والتراجي ما بيسألوش مين اللي موجود هنا أو هنا لكن هم بيسمعوا بس اسمين اسم النادي الأهلي طبعا نحدث ولا حرج عليه لكن التراجي داخل على المبارات مشووخة جدا قوية جدا محسوب لها مليون حساب من طرفين فانت أمام مبارات النهاردة مبارات خوية كل واحد عايز يعدي بس أول شوط النهاردة باللي هو عايز أو اللي هو بيتمناه صبعا بنتمنا كل توفيه إن شاء الله نهاردة النادي الأهلي يا رب إن شاء الله إن أحمد بلال المواجهة صعبة جدا وتعودنا في ماتشهات الأهلي والتراجي مهما كانت نتيجة اللقاء الأول الأمور ما تحسنش يعني الأمور بتحسن بنسبة مش بنسبة كبيرة نهائيا في بعد صفارة الحكم في المرات التالية طبعا ناخد من كلام كابتن علاء هو بتكلم على التراجي فرقة كبيرة فرقة عندها إمكانيات فرقة عندها خبرات وده المهم في إفريقيا إنك بتلاعب الفرقة اللي موجودة اللي عندها خبرات دايما بتوصل لنهائيات يعني أفريقيا الأمور مختلفة شوية يعني ممكن تلاقي فرقة شابة عند أمكانات وعندها قدرات وتموحه وفي الآخر اللي بينتصر أو اللي بيعدي في أغلبية الأمور هي الفرقة اللي عندها خبرات التراجي ممكن يكون مش أفضل يعني حالة في النسخة دي ولكن فرقة عنده خبرات يمتلك لعيب لعبة نهاية قبل كده ودي اللي بيميز التراجي على فكرة في الماتشهات النهاية أو في بطولة أفريقيا ممكن يبقى مغنوب بره ملعابه 2-0 يرجع يعوض يكسب 2 يعني المباراة اللي في عوض ويكسب بركالة التراجيح فدي الفرقة الكبيرة مهما كانت النتيجة بره يقدر يعوض عنده عنده إمكانيات عنده خدرات عنده الخبرات العيبة اللي موجودة اللي بتلعب في أرض الملعب عندها خبرات المباراة النوكاوت المباراة الفصلة عشان كده هي فرقة كبيرة بتوصل للنهاية كتير جدا بتاخد البطولات يمكن انخذت بطولتين وربعة فرقة إمكانيات قدرات كبيرة بيلاعب بردو النهادي الأهلي فريق إمكانيات وقدرات حمل اللقب الماتش من وجهة ناظري هو نهائي مباكر من وجهة ناظري يعني تلاقي فرقتين هم عندهم الطموح للمكسا مش عندهم بس الطموح انهم يوصل للمباراة النهاية تلاقي فرقتين عندهم الطموح انهم ياخدوا البطول فبالتالي هي دي صعوبة المباراة كل فرقة من الاتنين بيبحثوا عن لقب جديد النهادي الأهلي بيبحث عن نقب العاشرة اعتقد تراجي بيبحث عن نقب الخامس أو السادس تقريبا فالنهاردة بتتكلم في فرقتين إمكانيات وقدرات تساعدهم وتؤهلهم لأنهم ياخدوا البطول مباراة النهاية لأني اعتقد ان المباراة دي برا ملعبنا بالنسبة لي ممكن تكون مباراة هتبقى جيدة بالنسبة لي هتعمل فيها تاكتيك مختلف هتلعب فيها بطريقة لعبة مختلفة هيبقى عندك مساحات هيبقى عندك إمكانيات هيبقى عندك قدرات في الملعب عندهم أخطاء كثيرة جدا عندهم نقاط ضعف كثيرة ممكن تقدر تستغلها ولكن برضو في النهاية عشان برضو من نسبها شرح حدث ونكلم عن التشكيل بعد كده انا بقول المباراة الصعبة مش سهلة هناك وفي القايرة أيضا لو كسبت هناك برضو المباراة هتبقى صعبة في القايرة حتى لو لم قدر الله اتغلبت هناك المباراة اللي هنا برضو هتبقى صعبة عليها وكمان في القايرة صحيح كابنو السامة يمكن نفتن أحمد بلاي تكلم عن إن شاء الله إن دي لا لي حقا نتيجة يجبينك ولكن الأمور لم تحصل انت كالعيد كرة أو كمدير فني مكان مستر مسلماني بتفضل إيه إن ماتش العودة يكون على أرضك ولا ماتش العودة يكون مر خلي بالك ما بقتش بتفرق بلغة الكرة دلوقتي بتلعب بره ملعبك كلها جوه ملعبك بنشوف السنة اللي فاتت في البطولة التاسعة الأهل بيكسب الوداد بره على ملعبه تنصفره بيرجع ببليل الارياحية والأفضلية في ملعبه ماتش عاد كتير روح نتوني السنك الصفاكسي الفين وستة بتحرز البطولة وانت بره ملعبك القطني الكاميروني فانت العملية النهاردة ما بقتش جوه ملعبك وكانت ملعبات الزياب بتعادل سلب اه طبعا ايه اصرنا واحدة على ملعبنا اتعادلنا واحد واحد النجم اصرنا النجم على ملعب اه كنا متعادلين لناك واحد واحد الفين وتمانية اه الفين وتمانية فانت النهاردة ما بقتش فرق خلاص لكن النهاردة لما بنتكلم عن الأهلي والتراجي الاتنين من أفضل الأندية الموجودة في أفريقيا لو بنكلم في آخر عشرين سنة هتلاقي دايما المنافسة محصورة الأهلي التراجي التونسي بنكلم على الوداد المغربي وممكن تدخل فرق رابعة من بعيد صح عندك سانداونز مرة تلاقي رجاء مرة أن ينبا مرة مازم بي انت كالعيد كان الأسهل لكن انت تلعب فرق من فرق شمال أفريقيا ولا فرق أفريقيا والله بص بالنهايات دي بلغة الكرة لما بنكلم نقول بطل بلعب أي فرق لكن دايما بتوع شمال أفريقيا بحكم بوبادير بشمال أفريقيا عارفين اللغة أو رأيبين من اللغة بوبادير دايما فيه حماس كبير عكس أفريقيا صمرة لما تلاعب سانداونز أو أن ينبا أو الفرق الأفريقية فرقة من غانا مثلا فبتبقى لها الأفضلية والمباراة أسهل شوي لكن لما بنتكلم عن الأهل والتراجي مباراة خارج التوقعات لما بنتكلم قبل المباراة لا الحظوص متساوية خمسين خمسين ما تقدرش تقول مين يقدر يكسب المباراة حتى لو الأهل والتراجي مثلا فرقة لها الأفضلية سواء في الدوري أو بطولة الكاسة أو البطولة المحلية وماشي أفضل بشكل أفضل لكن تبقى المباراة تسعين دقيقة حالة اللعيب وحالة المدير الفني النهاردة لما هنشوف اللقاء زي ما فيه منافسة داخل الملعب هيكون الخطوط النهاردة فيه مباريات ما بين خط الوسط أيضا فيه منافسة خارج الملعب النهاردة معيني الشعباني ومسماني اتنين مدربين كبار لهم خبرات كبيرة الاتنين أخدوا البطولة والاتنين دايما بيفجقوك داخل اللقاء يعني ما تقدرش تقول المسماني بيسبب تشكيل أو بيسبب طريق لعب لا النهاردة ممكن بيستخدم أو لا يغير طريقة لعب وشوفناها في مباراة لعبة أربعة أربعة أتنين غير طريقة لعب الناد الأهلي ممكن شوفناها في مباراة تنين اللعب ثلاثة في وسط الملعب برضو نفس الكلام معيني الشعباني ممكن النهاردة يفاجئنا برضو يبقى عنده توازن ما يبقاش فيه عنده اندفاع هجوم الأول عشان عارف أن الأهلي والترجي هي ماتشين من دورين صحيح مش النهاردة بس اللي يحسن من اللقاء لكن لسه متبقي مباراة أخرى لكن النهاردة مباراة داخل الملعب وهتكون أيضا خارج الملعب كابتن عادل الرغبة والطموح والإصرار المفروض دي عوامل بتبقى عند الفرقين قبل المادر الرغبة والطموح والإصرار والعزيمة النهاردة هتكون عند مين أكتر عند النادي الأهلي اللي هو بيبحث عن تحطيم رقم قياس جديد واللقب العاشر ولا هتبقى عند الترجي التونسي اللي وصل وتأهل لدور قبل النهاية بصعوبة برقلات الترجيح وكان قبع قوسينا وأدنى الخروج الرغبة متساوية عند الفرقين لأن ده أنا شايف أنه هو نهاية مبكر يعني لو طرفي المباراة النهاردة في مباراة الوداد وكايزر تشيفز كنت تتوقع عن الأهلي والترجي في الفاينل ده الجزء الأقوى في السيمي فاينل ده الأهلي والترجي ممكن يكون الترجي مش أحسن حاجة مش أحسن حاجة في العيبة مش أحسن أداء ولكن كخبرات المباريات دي الأهلي والترجي أعلى من الوداد وكايزر تشيفز لو الترجي موجوب مع الوداد ممكن يكون الوداد أحسن منه نسبياً أو فانياً جداً في الملعب ولكن الترجي بيعرف في دير ده بيعرف في دير اللقاءات الكبيرة معيني الشعباني معيني الشعباني بقى عنده كم خبرات كبيرة جداً برغم صغر سنه مندي البطولة أعتقد البطولة التالتة لي أو الرابعة وبيوصل لفاينل واخد بطولة وخسر بطولة واخد سوبر فعنده كم خبرات عالية جداً وبيعرف اتعامل مع المبارات دي اتعامل معها اتعامل يعني مبارات شبيهة مبارات يعني لعب مع الزمالك كتير بقى موجود مع فرقة كبيرة جداً في أفريقيا في الفترة الأخيرة فترة الأخيرة الترجي عطول موجود في السيمي فاينل دورة التمانية الدورة القابلة النهائي مرشد لعب نهائي فعنده خبرات الرغبة عند من أكتر؟ صعب الأهلي صعب تقول الرغبة عند الأهلي أكتر الرغبة عند الترجي أكتر لا الرغباتين متساويتين اللي هيفرق النهاردة هداء اللعبه جواء ملعب وتنفيذ التعليمات بس لكن غير كده لا تاريخ هيفرق النهاردة لأن الفرقتين بيعرفوا يتعاملوا جواء ملعب بشكل كويس جداً وبيتعاملوا برا ملعب بشكل كويس جداً وإن كان النهاردة هيبقى فيه الأمور مختلفة شوية لوجود الجماهير اللي احنا شوية افتقدناه الفترة اللي فاتت ممكن ده يكون عامل شوية لفرعة الترجي شوية ولكن ما يعملش ضغط نفسي كل ما الماس بيتأخر او كل ما احظى لهذا بيتأخر شوية هو الضغط النفسي على فرعة الترجي بوجود جمهور او بعدها بوجود جمهورها او موجود لان التأخير قدام النادي الاهلي وبالذات كمان لو نادي الاهلي سجل النادي الاهلي لو سجل هدف النهاردة اعتقد وانا يعني ان شاء الله براحة على ده ان الاهلي ينضر يسجل في المعلقة هناك في تونس هو ده مفتاح للصعود. مفتاح الصعود انك تسجل بره ملعبك. بإذن الله. يعني مباراة صفر صفر بحبهاش خالص. ما بحبش بره صفر صفر صفر. هتعدل واحد واحد. صح. ممكن لقدراته بقى نتيجة اتنين واحد. بس انا عارف ان انا هلعب عايز عايز سجل. لكن صفر صفر بتبقى دمه دي شوية. نتيجة آآ خادعة. مباراة كبيرة مباراة صعبة. صح. المباراة النهاردة تفاصيلها جوه جوه الملعب. صح. اللي هيقدر ينفس بشكل كويس جدا. تعليمات مدربه. والمدرب اللي هيبقى ياري كويس. التفاصيل اللي جوه الملعب. صح. هو اللي هيقدر يفوز باللقاء. على فكرة صفر صفر دي فعلا نتيجة كنا بنكرهها كلنا. في المباراة الزيب حتى لو بنبع بر. آآ يعني صفر حاسس ان انا كاني ملعبت في الماشي. طبعا. يعني انا افتكر اول ماشي اللي هي كان اهلي وترجي في تونس لو تفتكر آآ كارتنا علاء. تعديلنا سفر سفر. وفي ديها تسعة وتمانين. آآ كان في واحد بس مش موجود النهاردة. شال من على رجلي من على خط الجول. كرة زي مين لينة. سامع عرابي? لا مش سامع عرابي. سامع عرابي اللي عادة. لا يعني انت قلت مين? هو. لا سامع عرابي ولا شريك. يبقى انت عبد رحمه. لا صفر صفر. اكيد انك انت بتلعب مباراة. يعني هي مباراة واحدة. صح. بتلعبش مباراة بزهاب وايام. صحيح. 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 الصفر صفر. وانت بتلعب مباراة واحدة. فيها كل احتمالات. صح. كابتن علاق مستر مسماني. بيفاجئنا كل ماتش. سواء في تغيير في طريقة اللعب. او تغيير في التشكيل. تعاني اخد التشكيل. ونشوف مستر مسماني عمل معنا. هيبقى تشكيل النادي الاهلي. الشناوي لحرص المرمى. ناحية اليمين. هيبقى اكرم روفيق. ناحية الشمال علي محلول الاتنين اللي في القلب. ايمن اشرف وبادر بنون. قدامهم. خط وسط مدافع. حمدي فتحي. اليو ديانج. عمر السلاح. ووسط امامي وراس اربع. هيبقى. صلاح محسن وطهر على الاطراف. ومحمد شريف. راس حر. نقول لك ثاني. شناوي لحرص المرمى. اكرم توفيق. وعلي معلول. يمين وشمال كزاهرين. اثنين اللي في القلب. ايمن اشرف وبادر بنون. تلاتة قدامهم. وسط دفاعي. حمدي فتحي. عمر السلية. اليو ديانج. وسلاسي بخط الامامي. هيبقى. صلاح محسن وطهر على الاطراف. ومحمد شريف. مهاجم وحيد اوراس حربة. زي ما بنقول. اللي احتياطي بتاع النازل الاهدي. هيبقى. علي لطفي. ياسر ابراهيم. رامي ربيعة. محمود وحيد. مجدي افشة. محمود كهربا. بولتر بوليا. وليس سليمان وحسين الشحر. مستر مسماني النهاردة. فجئنا برضا. اربعة تلاتة. اي. هو دايما المباراة الخارجية. ابتداء مباراة سان دونز اللي فاتت. دايما بيحب يعمل تأمين في نص الملعب. كويس. حالتين. ايما بيلعب بتلاتة زي ما النهاردة. او بيلعب بواحد في نص الملعب. اكيد هو اللي بير طوام زي ما عمل مع ارامة ربيعة. اي. او بيحاول يقفل دايما المساحات في نص الملعب. لان هو المباراة دي ايما. كان عاد بيكلم بولك التفاصيل الصغيرة في المباراة. المباراة دي كلها بالضبط اللي بيديك التفوق فيها مادة كفائة وجودة نص ملعبك. في الحالة الدفاعية والحالة الجمهية. عشان كده هو عملت تأمين. تأمين الاول دفاعي. نص ملعب تلاتة. دفاعيا اخوية جدا. مم. قادة ان اللي كان فيهم ميزة حلو اوي. التلاتة ما يمسكوا الكرة بيعرفت الصرافه كويس. كويس. يعني مش مدافع. بدافع بس. ما تمسكوا الكرة تبقى عندك مشكلة لأ. التلاتة عندهم حتة دي عالية جدا. بتختلف من واحد لواحد. لكن اقل واحد فيهم بيديك الحاجة المضمونة. نيش. اللي هو بيعرف بيستلم بيستلم هو النهاردة. واضح نفكر مستر المسلماني عايز بيدور على حاجة واحدة. عايز استحوز على كرة اكتر فترة ممكنة في المباراة. استحوزك لكرة النهاردة ايمن. وفي موجود جماهير. في وجود ضغطة على فريق التراجن وبيدور على هدف بدري. مع النادي الاهلي. هو بيلعب على كل النقاط دي. هو كل كل موديل فني. بيبدأ يشتغل على المباراة في سهب. بيقول عايز سقول الحاجة. لا لا نكمل. بيشتغل على المباراة في سهب وظروفها. ابدأ مسلا باربع خمس سيامة. صح. ويبدأ يدور على اللي يقدر ينفس الفكرة اللي في دماغه. مم. يعني مسلا عندي اتنين عندي بلالة وعنده اسامة. بالسانة النهاردة محتاج نوعية اسامة. مم. فاهمني? فانا هابدأ النهاردة باسامة. عشان هو بيفكر في حاجة معينة. يعني التلاتة في نص الملعب النهاردة هو عايز يضمن حتة الدفاعات دي مقفولة كويس قوي. مش عايز يعمل كور صعبة كتيرا او خطر على خطة فاعلة ودي فكر كويس جدا. عشان دافع. مش عشان الدفاعي من خطة فاعلة. ده اول خطة فاعلة لك انت. مم. التلاتة اللي قدام. هم دول اللي بمناعه. لو حصل وتعذى الخطة ده. فانت عندك استطارة حديدية في نص الملعب. راتق اخوها جدا دفاعيا. مم. بيسلموا كورة كويس قوي. عندهم في يوم التلاتة حياة مميزة كويسة جدا. التزديد. برافة تبيده كويس قوي. اه. ديونج بيكمل نحليمين كويس قوي. بدأ يعملها حتى الانطلاق بيعملها كويس قوي. عمر السلية. مرسي الكلام. هو اللي كان بقيت شوية حمدي فاتحي. لكن واضح ان حمدي راجع لحالته البدنية تاني. وحمدي يعني حمدي ما تلاقش عليه فنيا. حمدي ما يبعد بس ايه تحضره بدنيا. بدنيا. بدنيا تحضره بدنيا. بس انا كان فنيا. لا اعتقد فنيا. حمدي فيش مشكلة فيه. عشان كده هو بيضور النهاردة على. اه. التزاق في نص الملعب. اه. دايما نقول لك. تشكيل وايس. معه. والنهاردة عامل كمان حاجة. ايه. انا عجباني جدا. اه. اطلت اتنين على الاطراف. سراعة جدا. اه. مهاريين جدا كمان. وهو. هو زاكي جدا. اي. ان هو حيطة الاطرافة عند التراجي. برافا عليك. فيها سنة بطل. فانت عايز النوعية دي. نوعية صلاح ونوعية طاهر. اتنين اخوة جدا. صراعة جدا. اي. عندهم الحالة الدفاعية. ملتزمين كويس قوي. واحسن حاجة عقباني النهاردة ان هو بدأ بصلاح. اي. صلاح موصن يا ايمن عشان تاخد منه احسن حاجة واحسن مستوى لي. حمل له مسئولية. اي. يعني صلاح صلاح فنيا. واصل لمستوى كويس جدا. حتى مع المنتخب اللهم كانت شوى غريب. اي. اه. الماتش وجايب جول. لأ. تحس ان هو الصخرة جعله كويس قوي. ما عندوش اي مشكلة خالص. وصلاح بس عايز تحمله مسئولية. ان انا بعتمد عليك انت النهاردة. لو انت مش لعيب اه نص ساعة او او شوت. لأ. انت النهاردة. لعيب عندي. ولعيب عندي مهمة زيك زي كل الناس الموجودة. لكن كنوا يبدأ بصلاح. وطهر انا البداية دي ممتازة. والكستوى محمد شريف. يعني التلاتة القدام عمان. عندهم حطة السرعة جامدة جدا. فنية كويسين قوي. في هم ميزة كمان. بيعرفوا تحركوا ويترفوا في المساحات الدايئة جدا. يعني في ثانية. ممكن شريف في خطوة. يعملك جول. على الناحي حاجة ده صراح موحش. لو ديت له مساحة. بيدي ده يتحرك. نفس الكلام عند طهر. التلاتة ملتزمين قوي. وهو بي لعب الحطة الاطراف مثل المسلمين كويس قوي. يعني هو نهاردة واستغنى النهاردة عن سنة للعب بتاعك او رقم عشرة اللي هو محمد مجدي. لكن هو عوضه بواحد في نص الملعب تأمين كويس قوي. ولعب تلاتة في الخط الامامي. بس التلاتة مش هابقوا على الاطراف اطراف. اه. دايما هتلاقي محمد شريف وفيرة صحاربة تاني معاه. على حسب اتجاه كورة. اما هتلاقي طار محمد طار او هتلاقي سلاح محسن والاتنين بيقضيها كويس. هو الاكتر ممكن يكون سلاح محسن. سلاح محسن. هو بيقضيها كويس قوي. وهي على فكرة هم التلاتة. حتى محمد شريف لو اطراف اطرافهم الاتنين بيقضيها كويس طبعا. آآ كابتن بلال آآ كابتن عليك كلم على وجود سلاحي النهاردة في نص الملعب لان آآ مستر مسماني عايز يمتلك نص الملعب. او عايز نصحوات. طيب. في في عدم وجود افشة ممكن نقول ان مستر مسماني يمكن اضطر انه يلعب كده علشان افشة مش موجود. بس هل لو كان افشة موجود. هو طبعا ما افشة برا. يبقى مش جاهز بالنسبة 100. يعني حايتبقى نسب بسيطة جدا. عدم وجود افشة هو اللي خلى مستر مسماني يلعب بالسلدة. او بالطريقة دي. من وجهة ناظري اكيد. لان يعني افشة لعيب انت بتعتمد عليه بشكل كبير جدا. البلاي ميكر بتاعك صنع الالعاب. بيقدر يسجل بيقدر يصنع علعاب. متواجد دايما هو اللعيب اللي بتصق في اللعيبة في الملعب. يعني فيه عندك اللعيبة بتصق فيه. بتدي له الكوره هي متطمنة. عارف انه هيصنع الفارق. عارف انه هيغير من من نتيجة المباراة ومن اداء الفرقة. لعيب عنده امكانيات عنده مهارة بيعرف يسدد. بعض الاحيانا بيبقى موجود في الثمنتاشر. في الكورات العرضية بيستغلها وبيساجل منها بعض الهدف. وشوف الكلام ده في الدور العام. فوجود افشة ده لاغين عنه. لكن النهاردة خلينا نتكلم من المسلمين النهاردة بيلعب بالترقية بتاعة ليفربول. انا بيلعب تلاتة في 96 ملعب. عشان اعتمد على التلاتة الموجودين في الخط في الخط الامام. النهاردة. لازم يبقى يبقى كل شغلك على السرعات اللي موجودة في الحتة اللي قدام. النهاردة مش الفكرة مش انتو تستغل. او تستحوز في نص ملعبك. النهاردة الفكرة انت ازاي تتنقل بسرعة. ازاي تستفيد من السرسل موجود في الخط الأمامي. كنت عالي تكلم من شوية. ممكن عالي برضو تتكلم من شوية وقال ان في بعض الأخطاء عند التراجي. فيه اثنين عندهم على طول طائرين. الاثنين الباكين على طول مش موجودين. وعندهم كمان حتة مشكلة كبيرة جدا في حتة التمركز. معظم العلاف اللي تسجلت في التراجي هتلاقي كرة بتتلعمل عرضية والسنتر بيبص على الكرة بس. ما يبصش على الفرود. تمركزه ومرقبته للمان فيها مشكلة كبيرة جدا جدا. من اضافة الاتنين اللي موجودين بتوع لطافين الريد باك والليفت باك دول عندهم مشاكل كبيرة لان هما دايما موجودين في الحتة الامامية. النهاردة السرعات اللي موجودة لازم تستغلها بشكل جيد. صلاة محسن وطهر محمد طهر لازم يستغل له قدراتهم. لازم يلاقي بتاعتهم السرع بتبقى نقل كرة سريعة والتحول من الدفاع للهجوم بشكل سريع جدا عشان تقدر تسجل الهداف. النهاردة الاهل يلعب زي ما قالوا كبات مش عشان صفر صفر عشان يسجل واحد صفر. فرقة كبيرة فرقة منظمة فرقة عندها امكانيات وخدرات لكن عندها مشاكل كبيرة في الملع. نهاردة بتلعب يعني يعني انا بشبه النهاردة الترجي يعني بالأسد العجوز. يعني هو فرقة كبيرة وتاريخ وفرقة عملاقة ولكنه عنده مشاكل كبيرة جدا من السهل النهاردة انك بالاعتمادك على اللايل اللي قدام انك انت تدرب الترجي كتير جدا. تدرب النهاردة تستغل المساحات الموجودة. الواحد الدواحد مطهر م محمد طايرت صلاح محسن يقدروا النهاردة ممكن يستغلوا الحتة دي بشكل كويس وقدروا يسجلوا هدف. فرقة السرعات اللي موجودة عندهم لصالح النادي الاهلي. فعايز اقول لي ان الطريقة دي مناسبة لفرقة الترجي. يعني في ظل عدم موجود افشة كمان. هي مناسبة للترجي. بتقف نص ملعبك بشكل كويس. نهاردة سولية وفتح يقول له يدوانج علوم دور كبير جدا لمساندة البكين علي معلول واكرم توفيق. هيبقى دور كبير جدا في المساندة لان ترجي برضو من الفرق. اللي ما بتعتمدش على في العمق الملع. بتعتمد على اللاب من الاطراف. من البكين ومن الترفين كمان. يعني حمد الهوني لقيب امكانات وخدراته رائعة جدا. وخالد عبد البسط لقيب برضو امكانات وخدراته رائعة جدا. لاتنين بيبتدوا من بره. ليش من جوه. النهاردة هيبقى دايما واحدة على اثنين. لو ما فيش مساندة من الاتنين نص ملعبتوها على كده. او في نص ملعب. سلو كان السولية او حمد فاتحي او ديانج مين فيما اللي هيبق على الترف ومين فيما اللي في القلب سوف تبقى فيها عندها. او معانا على الشاشة يا كم. هذه نص الملعب بتاع الترف. هتلاقي دايما بص هم باستلموا الكرة بيبتدوا يحضروا ولعبوا على ترف الملعب. عشان يستغلوا امكانات وخدرات الاتنين اللي موجودين على الترف. بس بس هتلاقي واحد يرتكاس نوص الملعب اللي هو كلبالي بس. كلبالي الوحدة. اه. كلبالي الواحد. هم بيعتمدوا على كلبالي. هم بلعبوا متفلدر واحد كلبالي واتنين وقدامه. تمام. التنين دول اوقات كتير رقم خمسة محمد اعتقد محمد محمد بن علي هو دايما اللي بيكمل على طول الكراس حرب بيخش التمنتاشر عشان الكرات العرضية وبيعتمون طبعا على الهداف بيسدد كويس قوي سواء كور سابتة او بره التمنتاشر هو بيجي فاضي يعني انت في نظم الاوات محدش مش مترائل بيجي من نص ملاق بيخش التمنتاشر الكرات العرضية بتبقى منسباله سهلة لانه هو بتحرك بدون رقابة فيقدر يسجل الهداف بس كابتن هما بيحضروا من تحت اول ما بيحضروا بس بس الترفين بس الظاهرين ما بيبوسوش للكورة بيفتاحوا اه طبعا على نص ملعب عشان يبقى فيه مساحة تدوا يشتغلوا ايه وزي ما اتفقنا ان هما بيلعبوا من على اطراف الملعب مش من مش من نص ملعب بس يا كابتن اه كابتن اسامة عايزين نبس بس على التحضير بتاع اه فرقة التراجي بس اول ما بيمسكوا بس حضرك حامدي النجاس فين بيفتح الملعب على طول نص الملعب من غير ما بيسلمش من تحت وبعمل كمان يعني بيفتح الملعب على الخطوط بره نهاردة ممكن ناد الاهلي برضو فوقت من الوقات هتلاقي فيه تراجع اكيد انت بتدافع عايز تطلع بنتيجة افضل فهو ممكن تلاقي النهاردة فاتح الملعب علشان يقدر يعني يشتغل من على اطراف الناد الاهلي لكن النهاردة لما بنتكلم عن مباراة الاهلي والتراجي احنا بنتكلم عن معركة وسط الملعب صحة زي ما كابتن علي قال دي اهم نقطة النهاردة اللي هيمسك نص الملعب هو اللي يمسك المباراة وتعال ارجع بالاركام النهاردة لما نشوف محمد علي بن رمضان هدف الفريق خمس اهداف عبدالرقوف من غير ده هدفين وبنرجع في النادي الاهلي طاهر تلتة اهداف ومحمد شريف تلتة اهداف وكان ما اكدفش هدفين فانتا النهاردة الهدف من هنا ومن هنا هدفين فريتين من نص الملعب مزبوط فالنهاردة تتكلم على نص الملعب بص بقى بلناس بيتانت لورى الظاهرين هي دي بقى اللي هشتغل عليها مسلمان النهاردة صلاح محسن وطاهر محمد طاهر التحول السريع النهاردة لما بتاخده الكرة وبتسيطر على الكرة بعد ما بتقطعها هتشتغل ازاي ده لو انت عارف هتشتغل زناد الاهلي ما بي فيه وقت من الوقت ما بستعجلش الهجمة بسرعة عشان ما يفقداش لا دايما بيجمد الكرة في الرجل راكله السيارة ويرجع نهاردة ده المطلوب بقى لا وبتدي له سكة كمان في الملعب انك قادر تتحكم في رتم المباراة ايه وقت من الوقت تاني لما بتقطع الكرة وعندك المساحة الممكن تلاقيه في ظهر حمد النقاز والياس شتي ممكن تشتغل في المساحات دي خاصة ان طاهر سريع صلاح محسن سريع وعنده الجرأة ان يروح على الجون ايه خلي بالك النهاردة اللي يشوف الناد لها ليقولك ان ممكن الناد لها النازل يدافع النهاردة علشان بيلعب تلاتة لأ ده النهاردة بتديك افضلية ان التلاتة اللي قدام يشتغلوا على السرعات ايه محمد شريف عنده عنصر السرعة وبيشتغل عندك طهر محمد طهر وعندك صلاح محسن النهاردة معينش الشعباني عمل تغييرة في خط ظهره ايه اللي كان بيلعب اتنين اللي في القلب عبدالقادر بدران وخليل شمامي خلينا نقول بالمناسبة تشكيل الترجي هيبقى تشكيل الترجي هيبقى معز بن شريفية حارس مرمى ناحية اللي مين حمد النجاز ناحية شمال اياس ستة والاتنين اللي في القلب عبدالقادر بدران ومحمد علي يعقوبي قدامهم كل بالي ارتكاز لعيب ارتكاز لوحده قدامه اتنين عبدالرقوف بن غيس ومحمد علي بن رمضان وده هدف الفريق والتلاتة اللي قدام حمد الهوني الليبي وويليام توجي طرفين وخالد عبدالباسد مهاجم صريح يبقى هو على الورق بيلعب اربعة واحد اتنين تلاتة هو باقي تغيير اللي اعمالها النهاردة في خط الظهر ايه خليش شميم هو اللي كان بيلعب المتشاة اللي فاس دخل النهاردة محمد علي اليقوبي علشان عنصر السرعة اللي موجود في نادي الاهلي حتة صلاح محسن وحتة طهر محمد طهر النهاردة المهمة في التلاتة بتوع نص الملعب بتوع نادي الاهلي أليو ديانج وحمد فاكح وعمر السلية ازاي شكلهم في الملعب هل التلاتة بتلاتة عرضي بالملعب يعني ناحية اليمين ديانج وفي النص السلية وحمد فاكح نادي الشمال ولا هيلعبوها واحد قاعدة واثنين قدامه وفي وقت من الوقات ابو اتنين وعمر السلية قدامه زي أفشة مثل النهاردة مجد أفشة عدم وجوده كان بيديك افضلية قبل كده في النادي الاهلي محمد مجد أفشة هو موجود في الملعب بيديك انه بيربط الخطوط بعض بيديك حتة السيطرة على الكورة الحتة الاستحواز مين اللي هيقوم بالدور ده علشان ما يبقاش فيه جاب ما بين خط الوسط تلاتة اللي بيلعب في نص الملعب وما بين الأطراف اللي طالع قدام حمد شريف وطاهر وصلاح محسن لازم حد يملى المكان ده اللي بيبقى موجود فيه كلبالي كلبالي خط وسط التراجي هو اللي بيبدأ الهجمة متاحه وهو اللي بيحضر في نص الملعب بس ما بيزيتش ما بيزيتش هوات على طول هوات بيأمن كورة بتعدي عليها عطوة اه لازم الاتنين اللي جنبه دايما هم بتقدم عام ده عليها هو هداف الفريق طب علشان كده النهاردة التلاتة تمركزهم الزافر المال ده هيفرل النهاردة صحيح عمر السلية وحمد فتحي وقاليو ديانج صحيح النهاردة لما بتاخده كورة مين اللي هيكمل التكملة مع السلاثة الأمامي لازم عمر السلية عنده الحتة دي ممكن يروح طب وقت من الوقت عمر السلية تاعب ممكن يوقف ديانج عنده السرعة انه بياخده كورة وبينقلك من الدفاع للهجوم انه عنده السرعة دي بيقدر يكمل في الكلام ده فممكن يعني يروح حمد فتحي انا بفضل انه هو يبدأ دايما ساب هو عنده الافضلية في حتة هو غالبا لا يستنى اه غالبا حمد يا باول ارتكاس اه وانا افضل كده انه عنده نواحد دفاعية اعلى بيعرف يجيد تحضير الهجمة من تحت ويقدر يغطي على الاطراف علي معلول لو اتضرب في كورة اكرم توفيه يقدر هو يطلع في الاماكن دي يغطي فيه لكن النهاردة اللي هيمسك نص الملعب هو اللي هيمسك اللي لافضلية في المرة النهار طب كابنعادل في ضوء التشكيل اللي احنا جايفينه قدام اعتماد مستر مسماني على سلاسي ووسط دفاعي عمر السلية مين فيهم اللي يقوم بدور صنع الالعاب لما النادي الاهل يمسك الكورة ولا هنا اعتمد على الكورات الطولية وراء زهراي الاجناب في الترجل طول الاول تركة في التلاتة اه الاخي التلام هو سامة ان انت هتلعب ازاي الاول دفاعيا كويس هجوميا قال انا بالنزالي معديش مشكلة فيها لان انت هجوميا فواء كتير جدا في الاتنين تلاتة واحد ساعات بتلب اربعة واحد اربعة واحد ماشي وساعة افشا بينزل بيسقط في نص الملعب عشان برضو يلاعب في فرقة فبقاوة كتير جدا متبه اربعة اربعة تلاتة او اربعة اتنين تلاتة واحد او او الديفندر واحد واقفشا بينزل على يمينه مسلا او سرعة رشمال بس دي النقطة النقطة كلها من اخر كلام اسامة التلاتة الدول هيبقى عامنين ازاي ولازم عشان ابدأ اهاجم كويس لازم اقف كويس كويس وبرضو بلالك كلم في نقطة مهمة نقطة عالورة فرقة الترجي فرقة خادعة تبدو ان هي ممكن تكون مش واحسن حالتها ولكن عندها لعبة جواب ملعب تقدر تصنع الفائق وكلامك وكلامي للكبات ان حمدي فاتحي هو اللي حيقفار هي القصة انا بالنسبالي انا مش عايز نلعب كده انت لازم تلعب اتنين وواحد وانت بتدافع لازم تلعب اتنين وواحد ليه نلعب اتنين وواحد لان انت اول حاجة حمدي لهوني وانيس البدري بيدخلوا جواب ملعب وبيحملوا باتنين زيادة كمان محمد علي بند رمضان وبغيلان الشعلان يعني بلعبوا في نص ملعب بلعبوا باربعة في الحتة اللي هي قدام رأس الحرب ويليم هو الهلعب النار والنار ده هيلعب ويليم سليم وعبد الرقوف غيس دول كل مش مهم الاسماء المهم ان هم دي طريقتهم بيدخلوا الوينجين جوا وبيحملوا عليهم باتنين كمان لعبية نص ملعب عبد الرقوف غيس ومحمد علي بالرمضان محمد علي برمضان من أحسن ثلاث لعيبة داخل القرى دلوقتي كصنع لعب وكلعيب عام من أحسن لعيبة فلا برضو لازم يكون ما بقاش وقت عنده عكورة كتير فدي نقطة مهمة جدا هل إحنا هنلعب بتلاتة تلعب بتلاتة معناها أن أنت ديانجو واستولية هيبقوا منفوق معنا كده أن أنت هتسيب منطقة جنب حمدي فاتح يمين وشمال هيدخل فيها لعبة الأجنح دي نقطة مهمة جدا لو أنت عندك دي فندرين دخول الأجنحة جوا هيبقى صعب شوية مش هيبقى بالسهولة اللي أنت عادل أنت عارف اللي هي حددها أنت هتبدأ إزاي ما هو ده اللي قصدي عليه أنت هتبدأ اتنين واحد هتبدأ هتقابل فين لا هو أنت طبيعي الاربعة التلاتة اللي موجودين دول لو أنت بتلعب باتنين واحد تقدر تقف زون تلعب زون كويس وتقدر تضغط كويس لكن هتلعب اربعة واحد اربعة واحد في الضغط هيبقى عندك مشكلة كبيرة لأن حمد النقاز بيطير وهتلاقي عندك وليام أو حمد الهوني موجودين اللي هيبقى ناحية حمد النقاز هيدخل جواب ملعب فبالتالي هيبقى عندك مشكلة بس هتضغط من ايه لا ما هو أنت بتلعب تلعب زون من دايرة وتبدأ تشغل طيب ده طبيعي لازم تشغل كده ما ينفعش تلعب ضغط عالي مع فرط الترجي في الترجي لإمكانياتك انت كمان انت برضو لازم تشوف انت ايه المشاكل اللي عندك مش عايزين نسكوها ولكن ما ينفعش ألعب ضغط عالي بره ملعبي طول الوقت هتلاقي حاجات في ظاهرة كتير لأن حمد اللي هوني عنده سرعات وهتلاقي إن خلد عبدالبست عنده سرعات فما ينفعش نعمل ده إنو هي القصة كلها بلالو أسامة تكلموا في نقطة هل هم تلاتة بالعرض هيعم تلاتة فلات ولا اتنين وواحد طب لو اتنين وواحد هنيفل آه طب المحمد النقاضي يطلع مين اللي هيقابله هل صراح محسن هينزل لاربعين خمسين متر دول كلهم ولا هتستنى علي معلول يقابله ولا لعيد نص ملعب يقابله هي دي التركة دي تفاصيل المباراة صحيح سلاسة نص ملعب وسلاسة نص ملعب في الاثنين جمدين جدا جمدين جدا في الاثنين بصراحة بيملكوا عناصر مميزة جدا ولكن التراجي النهاردة عنده عناصر الهجومية أعلى لأن رؤوف ومحمد علي بالرمضان بيهجموا كويس بيعملوا زيادة كويسة فانا شايف ان الاربع هتنين تلاتة واحد كويسة وجود صلاح محسن لازم يبقى ليه دور دفاعي كويس ماينفعش وحتى وماش هينفع ينزل الاخر يبقى ياخد ياخد علي معلول ياخد حمدي النقاض ولعيد نص ملعب يميل شوية على وليام توجي طيب هنروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا عن طريق التشكيل وطريقة اللعب الأهلي والترجي معا جمع كبار أرجوكم انتظروا يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختبارا صعبا عندما يواجه نظيرة الترجي الرياضي التونسي في ذهاب نصف نهائي بطولة دور أبطال إفريقيا مساء اليوم السبت على ستاة حماد العقربي برادس ويتطلع الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإيابي في القاهرة يوم السادس والعشرين من يونيو الجاري حيث يسعى بيتسو موسماني المدير الفني للفريق لمواصلة مسيرته الناجحة مع الفريق بعدما سبق وتوج بالنسخة الماضية 2020 على حساب الزمالك كما نجح في قيادة المارد الأحمر للفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي ويدخل الآن المباراة وهو يفتقد جهود محمد هاني الظاهير الأيمن لكنه نجح في استعادة محمد مجدي أفشا صانع الألعاب بعدما تعاف اللاعب من إصابة الكاحل التي تعرض لها في مباراة كأس السوبر الإفريقي وسعى بيتسو موسماني لتجهيز كل اللاعبين لخوض تلك المباراة ودرس كافة البدائل المتاحة في مركز الظاهير الأيمن كما أنه عقد أكثر من محاضرة مع اللاعبين وحرص على الحديث مع الجميع على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام الترجل وحرص موسماني على عقد عدة جلسات مع اللاعبين لتجديد دوافعهم وتجهيزهم فنيا ومعنويا لمباراة اليوم وعلى الجانب الآخر فإن فريق الترجل الرياضي التونسي يطمح إلى تقديم عرض قوي أمام الأهل في تلك المباراة خاصة أنه يعلم الدوافع الكبيرة لحامل لقب دور الأبطال من أجل الاحتفاظ باللقب وحرص معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجل على الدخول في معسكر مغلق من أجل فرض حالة من التركيز على اللاعبين ويرهن مدرب الترجل على قدرات بعض اللاعبين مثل خالد عبد الباصت وآنيس البدري وحمد الهوني وإلياس شتي ومحمد علي بن رمضان من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل القرن الإفريقي موسيقى نراحب بكم مرة تانية عزيزي المشاهدين كابتن علاء وجود صلاح محسن وطار محمد طار على الأطراف النهاردة عايزين نتكلم على الدور الدفاعي بتاعهم في حالة طلوع طبعا حمدي النجاز بيعملها هو مغمة أول ما يبتدوا من تحب حمدي ما يبصرش للكورة بيتقدم على طول هل في الوقت دوت هينزل معايا صلاح محسن طب لو نزل معايا صلاح محسن وإحنا قطعنا الكورة المفروض إن حمدي النقاز هو عنده قوة لما يتقدم ولكن نقطة ضعفة كبيرة جدا 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 في النواحي الدفاعي فإحنا أكيد حيكون محتاجين صلاح محسن على الطرف علشان تتلعب له ورا حمدي النجاز مين اللي هيحل محل صلاح محسن لو صلاح رجع مع حمدي النجاز وانت بص يا عيمن اللي هيحل كل النقاش اللي احنا كم نتكلم فيه في الفاصل ده انت شكلك الرسمك التكتيج زي في الملعب انت بالشكل ده مثل المسلمان هيلعب نص ملعب هيستنى نص ملعب هيبقى محمد الشريف على دارة السنتر كويس وهيبقى صلاح محسن ومطهر محمد طهر الشكل ده هيخف الحمل البدني على الاتنين على الطرف يعني باقي مجري بمئة متر دي كلها مع النجاز هيستنى في نص الملعب لو تقدم هو ملتزم به يعني صلاح محسن يلتزم مع حمد النجاز والنحاء التاني نفس الكلام معه طار محمد طار الى ان يوصل مسلا لحد علي معلول يعني مش ينفع صلاح محسن هيعد علي معلول يعني لو لو حمد يوصل لحد خلاص عن علي معلول هو اللي هياخده واحد من نص الملعب اللي هم الثلاثة في نص الملعب راح نتكلم عليه ده هياخد نص الملعب التاني هو هيتقدم ويبقى صلاح محسن مش هيوصل لحد المنطقة الدفاعية بتاعتك انت سلاح محسن هيبقى بعد فلص ملعبك. بحيث انك لو قطعت الكرة يبقى اسهل تلعب على سلاح محسن او على الجانب الاخر طار محمد طار. لا يحدد كل الشكل اللي هم نتكلم فيه ده انت شكلك ازاي وانت بتدافع. مبدئيا ما ينفعش بالشكل ده تقابل من قدام. طبعا. تقابل من قدام مش هينفع. لانك انت هيبقى الحمل على الاتنين الاطراف كبير قوي. خصوان هو بيعتمد على الاتنين البكات مش بيعتمد على حد تاني. الى جانب على محمد علي في التكملة بتاعته. وده يمكن اخطر واحد فيه وانتتكلم عليه من الوقتي معاه كرة او معوش الكرة. ده اللي عيب الخطط. اه. وشان كده في عندك سلاسة في نص ملعب لازم يترقب كويس اوي. لان ده اخطر واحد دايما يا ايمن مش اللي معاه كورة. اه. اللي جاي دايما من خلف الامام فاضي. واضح ان هو يلاقي بكورة كويس جدا. وبيعطي يجيب هدف كويس اوي. فلازم يترقب في النص ملعب كويس اوي. من مين من اي حد من التلاتة اللي كان بيتكلم عليهم بالليل الوقتي. اللي هو بيقول. هستقول حاجة? لا لا لا. اللي هو كان بيتكلم بالليل الوقتي انا بيتناقش على ان التلاتة هيلعبوا فلات. يعني حمدي اه عمر سولية وقالوا ديانج وحمدي فاتحي. التلاتة هيبقوا فلات مش هيبقوا واحد واثنين. عارفة كابتن بقى تركبتها بعيزنا حاجة. لو لعبوا فلات لعب الاثنين من جوا. اللي هو. لعب طاهر وصلاح. لعبهم من جوا. كوي. ولعب فلات وخرج الكورة من بره. في الوقت ده انت هتمنع حاجة. هتخلي الباكات هتجيلك دريبل بالكورة. بالظافر. مش هتاخد في دهر المدفع. لا لا لا. فبالتالي اللي هيطلع يقابل اللاعب له النص الملعب العكسي. دي سوء الحصرية للقناة الالية كابتن علاء. اه. اه. الباس واللعيبة رايحة الملعب ان شاء الله بالتوفيه بإذن الله رب العالمين. ان شاء الله. حيث ان فيه ثقة بالنفس وان شاء الله بإذن الله نتمنى التوفيه بإذن الله من ربك. اه رب ان شاء الله. فهو ايمن بالضبط يعني عادل كان نفس الكلام نتكلم فيه. انت عاملت زحمة في نص الملعب عشان ما يبقاش حملي بدلا كتير. او على صلاح محسن وعطار محمد طهر. انت دايما هتقابل من نص الملعب. بس هتقابل حمد النقاز. وهتقابل نحن نفس الكلام. وتقريبا كده احنا بنتكلم احنا مركزين او مع فريق التراجي. فريق التراجي اكيد عامل مليون حساب ليك يا ايمن. طبا. 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 وهو عارف ان هو عنده مشكلة. وعن فيه عنده مشكلة عنده الاتنين الزهراء الجنب الحتة الخال الدفاعية ووراهم. عشان كده ان صلاح محسن وطار محمد طار هو عامل مليون حساب. لان هو اكتر قال النهاردة فريق التراجي ان الاهل يجيب جول فيه النهاردة. هو ده شغل الشاغل. عشان كده برضو هتلاقي فيه حرص. وهتلاقي فيه التزام كويس قوي. لكن ممكن تعد كورة. اصلا الملعب التسعين دي انت مش تبقى ملتزم. مش هتقابل لعب. طبيعي جدا. لكن هو الزكاء انك زي تتعامل مع حمد النقاز عادة بكورة. عادي. 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 بتصرف الدور المصري هنا. ان اي يبك بيعدي. لكن هو دايما الهي بنتكلم عليه. ما بعد كده. ساعة. حيثت دايما الرقابة كويس قوي. واكتر واحد بيتراك كويس قوي. كورة عكسي هو محمد علي. انه هو اختارهم. يعني كل ما احنا نتكلم فيه. ده اهم العيب. ده اهم العيب. ده اهم العيب. طب مين يستلمه? واحد من التلاتة. واحد من التلاتة. مش لازم مش لازم مش لازم. مش 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 مع يعني مش مع بلاتة. انا اقرب واحد ليه. بس ضفت لك ايه مش معان تو ماني ايمن. اه. اه. وبعدين انت عندك ميز انه سلاس نص الملعب عندهم حتة دفاعية عالية. عشان كده لو عايز اقول ايه. لا تطحس ريه بقولك من القناة النادي الهالي والعيبة رايح على الستاد. وفكرنا بأيام زمانة كبنا علاقة فاكر لما كنا بنبقى بيبقى فيقى قلق وتوتر شوية ولكن لقلق والتوتر ده ديبقى فيه ثقة بالنفس. يعني تحس ان ان شاء الله باذن الله باذن الله هتعمل نتيجة ايجابية. ان شاء الله. باذن الله رب العالمين. ان شاء الله. زي ما احنا بنتكلم عفرية التلاج كده ايمن هو اكيد مليون في المية. عامل حساب لكل اللعيبة عندك. وعارف ميزة كل اللعيبة عندك. وازاي هيلعب وازاي هيدفع كويس او ازاي متقتل عكسية هو الان منك. طول ما هو بيلعب على ملعبه هو الان. لان لو جي هدف ان شاء الله يا رب العاميل اهلي جيب هدف. الامور عنده هتبقى صعبة جدا جدا جدا. واي حد من الثلاثة اللي قدام دول عنده الصرة وعنده المهارة وعنده حتة التهديف عالية جدا. كويس. بس انا بقول لك انا. منحتاني في الطراج كويس اوي. ونلعب على مفتاح اللعية بتاعتها كويس اوي. لكن دايما هو الاخطر اللي من غير كرة. اللي هو زي ما كانت متكلم عادل الوقتي محمد علي هو اختارهم. اختارهم دايما بيجي من غير الكرة. من غير الكرة. دايما على المنطقة العكسية لازم يتتلاجب كويس اوي. مع مين انا محبش هحدد اسامي. لكن دايما اللي عنده كرة زي ما كانت بكلم بلالو اسامي الوقتي اللي نحيط الكور هو اللي التزم محمد علي. ساعد كمان هم بيعملوا ايه. يعني شفت لهم اهداف كتيرة بي بسجلوها. اي. يفضوا كل الحتة اللي في الطرف. اللي اتنين لباكين. وكله يخش التمنتاشر. تمام. يبقى عندهم زيادة عادية برا وجوه. يعني في الحتتين. يعني جوه عندهم مسلا تلاتة اربعة. او بالزبط. او بالزبط. او بالزبط. تلاتة واتنين مباراة. نستأذينا كابتن بلال معلش نروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب مباراة. ونعرف منه اخر اجواء واخر تطورات اللي في المباراة. فضل يا فاروق. كل التحية ليك يا كابتر ايمن. والتحية لديوفك الكرام. كابتن علامة يهوب. الكابتن احمد بلالي. الكابتن عادل مصطفى والكابتن حسني. والكل مشاهدينا مشاهدي متباشر. فأنا في ملعب بلالي في كل مكان. عايز اقولك احنا موجودين دلاتة كابتن ايمن في قلب ملعب براضي. طبعا في بعض الاحتكاكات ما بين افراض الامن والجماهير. لان اعداد الجماهير هنا تتجاوز اكتر من عشر تلاف ده غير اللي موجود خارج خارج الملعب كابتن ايمن. يعني الاعداد كتير جدا عن العدد المسموح دي. كابتن سيد عبدالحفيظ. وكان واقف مع مشؤول الكاف والكابتن سامير عادلي بيتكلمه عن هذا الامر. وان الامر يعني الكاف بعد اه فاكس بخمس تلاف متفارج. الاعداد اللي موجودة اتزامنا دلاتة يا كابتن ايمن. تتجاوز العشر تلاف خمستاش ايمن. ده غير الاعداد اللي موجودة برا. طبعا كان فيه بعض الكامل المسيلة اللي تموها حاول ان الامن يضربها. طبعا من الهات النابل الاني لما نزلت لارض الملعب. ما قدرتش انها تكمل عمليات الاحباق من شدت الغاز المسيل. ايضا حاكم النقاء بكتور جوميز نزل لارض الملعب. ما استهرتش اكثر من عشر ثواني او خمستاشر ثانية وغادر ارض الملعب. يعني باين على وشه علامات الاستياء. استدعى مسؤولي الكاف. وبيتكلم معهم داخل آآ غرفة آآ غرفة آآ غرفة الحكام. من بعد مسؤولي الكاف. وقفين دلوقتي حاليا مع الكابتن سيد عبدالحفيز ومصدر ربيتس ومسيماني. لكن يعني بدأت يعني في الوقت اللي انا بكلمك في دلوقتي يا كابتن آآ آآ ايمن حد تتمع. بدأت يعني الجماهيل كمان تتوافض بعد استكسرة على المدرجات. طيب هل النادي الاهلي ممكن يتكلم في موضوع ان هو ملتزم بالخمس الاف منتفرج. يعني ممكن انت بتقول لي على الاقل في عشر تلاف منتفرج في الملعب. هل النادي الاهلي ممكن يعتارد على كده ويقول انا خمس الاف منتفرج بس اللي يكونوا موجودين ويطلعوا الباقي. يا كابتن ايمن خلينا اقولك ان من البداية كان من الاجتماع الفني الكابتن سيد عبد الحفيف. يعني شدد على هذا الامر مع المتفرج. قال لو العدد تجاوز الخمس الاف متفرج. ايه اللي هيسم. آآ دلوقتي الكابتن سيد بيتكلم مع نتفرج. نازل هاني بيطالب بالامتزام بالخمس الاف متفرج. لكن انا بقول لك الاعداد جوه الملعب. طبعا بتتجاوز العشرة خمستاشر الف. يعني دلوقتي انا باكلمك الاعداد بدأت تتزايد كمال على خمستاشر الف. في هذه الاسناء كابتن آآ آآ ايمن كابتن سلعب الحفيف. كابتن سامير عادفي. طبعا اللي ايضا داخل جروب خلق الملابس. دون اجراء عمليات الاحماق. وقفت كابتن سيد. عمال طبعا تستشف ببعض الفيديوهات من ارض الملعب. آآ كل الامور دي الكابتن سيد هو اسمح لتقول للمساب. اللي طبعا شايفين الامر. نتل ايضا على بكتور في الي نزل الارض الملعب شاف الصورة وشاف البشكر يا كابتن عيمن بدأت عليه علامات الاستياء. وغادر ارض الملعب. كويس اويء. في اللقطة التي قدامك دلوقتي حاكم المباراة ممكن يقول انا مش عايز خمس سلاف متفارك في الملعب او مراب المباراة يقول انا مش عايز خمس سلاف متفارك في الملعب. ايه الحل في التوقيد ده؟ هو بالفعل يا المساء اللي حاكم اللي قدموا اللي كذلكفسنا من المسؤول الكاب الذي حاكم المباراة طالب المسؤول الأمني الموجود من الكاف وقال له أنه العدد المسؤول فيه خمس آلاف وتفرج دلوقتي عشان تقدر تحسن الأمر يا مشاورات دلوقتي داخل الغرف ما بين مسؤول الكاف وطاكم التحسن. تاقد أن فيكتور جميز رافض تماماً وشايف أن الأمر بنزاله يعني أنا ما خدش أقول لك يا كابتال أيمن عشر ثواني وغادر أرض المنعم وهو بيستدعي مسؤول الكاف وعلى وجه علامات الاستياء من المشهد والاشتباكات اللي بتحسن ما بين أفراد الجمايير وأفراد الأمن يا فاروق أنت بتقول لي أن فيه زي يوم برى الملعب نصف يا كابتال أيمن وإحنا داخلين الأعداد أكتر من اللي موجودة بالملعب خلي بالك ده ممكن يعمل لهم ألأ ومشكلة برى الملعب أكتر من جوة الملعب كمان يعني حتى حيبقى فيه خطورة على لعبة النادي الأهلي أو بعثة النادي الأهلي أعتقد حضرتك تتمع معنا بعض أصوات القناة القناة بالمسؤول للدموع طبعاً أيضاً يعني أنا بدأ دلوقتي الأمن يعني خليني برضا عارضك لمسؤولة أكتر وذلك كان بتعليمات من المسؤولة الكاب أن بدأ الأمن يخرج بعض الجمايير من من أرض الملعب من المدربات عشان يكونوا واضحين في كلامنا بدأ الأمن دلوقتي مع مسؤولة الكاب أعتقد أن مصر فيستر جميل حاكم النفاق طالب بها هذا الأمن بدأ الأمن أنه هو دلوقتي يعني يكون موجود في المدربات يفرق الجمايير وهيبعد الجمايير ما بيتمري بقى أن العمليات تقصر للججاجات على أفراد الأمن من جمهور التراجي التونسي طب هل هي مسؤولة تنظيم المباراة ومسؤولة تحديد عدد الجماهير مش لازم يكون فيه مسؤول من الكاف مع المسؤولين اللي هم تبعوا التراجي التونسي إن فعلا يا كابت ناهي من كلام حضرتك يعني فحيم بدون في المئة وأيضاً بيبقى موجود مسؤول أمني مسؤول الأمني يعني بالمناسبة كان الكاف نسايد وهو بيتكلم معاه في هذا الأمر قاله يعني بالعرب كده أنا أنا شاكبر عد الجماهير واحد واحد أيوة بس بتبقى ملحوظة يعني حتى من غير ما يعدها بتبقى ملحوظة أيدي بالضبط يا كابتل أيمان هي دي اللي لاحظها لبيكتور كوميس اللي حاكم النفاة اللي أول ما نزل شايف إن الأعداد متجاوزة بكتير جداً الخمس تلاف متفرج ودلوقتي قلات الأمن بدأ إن هو يبحث الجماهير ويخرج الجماهير خارج الملعب لكن أنا أعتقد يا كابتل أيمان إن الجماهير مش هتخرج برم مش هتخرج برم ماشي لحظة إنتjes بتقول لي بيخرج الجماهير هل بيخرج كل الجماهير ولا بيخرج إعداد زي ده لا بيخرج إعداد زي ده يا كابتل أيمان بس برضو ل spiraling الجماهير بتقرب بتروح على المدرج الثاني لأن المدرجات تقرب متروح على بعض طب معنى كده معنى كده إن الماتش مش هيتلعب معها في الوقت يا كابتل أيمان بدأ اللي هو فيكتور جميز ينزل ثاني لأرض الملعب معه مسؤول بيعاين يشوف عدد الجماهير. هل يطوفق مع الخمس تلاف ولا لا؟ لكن لا في الوقت ان انا بكلمت فيه الاثنين المساعدين مارتينز رودريجو وفوسينتي وقفين بيتابعوا وبيشوفوا عدد الجماهير. لكن اعتقد انه ممكن بذات المباراة تتأخر يا كابتنا عيما عن الساعة الخميسة بتوقيته فاضل يا سيد. يا فاروق انت في الملعب دولتها يا فاروق احنا موجودين بالفعل في الملعب طيب دلوقتي فيه قنابل مساعدة للدموع الامن تعامل بها دلوقتي مع الجماهير دلوقتي حالة. بالضبط يا كابتن اسامة ويعني مع شدة القنابل لقيت النابل الآن ما ادريتش انها يعني تجري عمليات الاحماق خاضرة ارض الملعب. كان في بعض الاحماقات السريعة لكن يعني تم يعني تضارت الامور سريعا والنعيبة خرجت من ارض الملعب والتوجه لغور في خلق الملعب. اه يعني هو لسه قدامنا فترة ان اللعيبة تنزل مرة تانية وتعمل اه اجراءات الاحماق. يعني ممكن ال 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 كمان المباراة ما تتلعبش في معادة. دعم يا كابتن ايمان. بقولك اللعيبة دخلت انت بتقولي دخلت قط اللبس تاني. معنى كده لما يبدلهم الحكم الامر ان هما يرجعوا تاني يعملوا اجراءات الاحماق هتاخد فترة. فباستالي المباراة مش هتتقن في موعدها. بالضبط يا كابتن ايمان ده كلام صحيح 45 دقيقة هتبدأ لسه بفترة الاحماق من بداية نزول اللقابين لارض الملعب. لقيت الاهل لفترة ارض الملعب دون اجراء عملات الاحماقية. وايضا لقيت الترجل لفترة ارض الملعب دون اجراء العملات الاحماقية. ويعني وقت المباراة يا كابتن ايمان اكيد مش هتبدأ في الساعة الخامسة. لان الحكم كان مشدد بالامس اللي مفردة التسخين لكل الفريقين او في الاجتماع الفاني اهل انها ستكون خمسة واربعين ديال. لا تتكلم دولات يا كابتن ايمان ان احنا الساعة دولاتي بتوقيت تاتوني في اربعة ومص وخمسة. اعتقد لا يعني اللعيبة عبالماتين ذن الارض الملعب دقوع دياله ممكن يوصل للساعة الخمسة والنصف. اه يعني في قدامنا يمكن كمان ساعة كمان. طب العمل اعمل تشيك على الفر الحكم. خلاص فاروق راح من الصوت ولكن طبعا اه اجواء صعبة شوية كابتن عليها. جدا طبعا يعني. يعني تحس ان هي مش تحت السيطار. لا واضح ان اللي تقول الجماهير كان. بس ازاي ام انا محدد خمسة تلاف يوصل لأقطة من خمسة انا عايز اقول لك حاجة. دي ممكن تحصل اه لو انا لوحدي المسؤول. لو انا لوحدي المسؤول. مسؤول نادي التراجي. ولكن فين مسؤولية تتكفل لحظة. عشان كده حكم نزل الملعب ايمن وصمم على الخمسة تلاف بس. بس خمس تلاف بعد نازمة دخلت انت تتكلم في حاجة صعبة جدا مش تفصل. صعب. صعب. فيهم خطر. اه. صعب تفتحصوها. صعب تفتحصوها. صعب تطلعها. هي هتوصل في الاخر ان هو هيسجل. هيسجل. هيسجل عامل في العدد. حتى لو طلعت عدد. اه. مش طعب. بيقولك بيمشي بروح مدرجات مفتوحة على بعض. هو الغلط من الاول يا ايمن. اي. زي ما تتكلم على التراجي وعلى مسؤول الكافي ان ازاي يخش العدد ده كله. اي. انت محدد ثلاث تلاف او خمس تلاف. ما انا بقولك عشان دي لا بتكلم. بلت لازم بالعدد معين ايمن وخلاص. لكن هو وضح ان الجماهير عايز تحضر من وراء النادي الاهلي. ويتمثل ضغط على الاهلي. بالزبط. وتمزيل ضغط عام يعني مش من يعني. اهي الصور معنا كابتنا على بعدين خنابل موسيقى دماء دي كمان صعبة جدا. الاجواق صعبة. اجواق انت كده بتنقل. اه. وبالك الحاجات دي برضو وارد نهاية تكون مقصودة. انك بتنقل للعيبة ده. اه. بتنقل التوارد. ده اللعيبة زي ما حصل في 2017 و 2018. ما هي رادس. للأسف. للأسف دايما مباريات التراجي على ملعبها. كده برضو. دايما مباريات رادس يا وسامن وانت فاكر كان نفس نفس الاجواق دي. لازم فيه ارهاب فيه. فيه لازم فيه حاجة بتعامل يعني. بص تأثير تأثير حتى الغاز لمسالة الدموع على اه وشوش اه وليد سليمان واشيناوي. هم هم بقولنش هتأثر بحاجة. الهمور هيخرج. وهرجع تاني. لكن اللعيبة هتأثر. اللعيبة ده ضغط. ده ضغط. اعتقد ان هو ضغط ممنهج على اللعيبة. بيحصل متكرر دايما. ده ضغط ممنهج على اللعيبة. كل مباريات تونس بيبقى مباريات اللي بتونس بيبقى فيها اجواء فيها ضغط. طيب. طب. غير مباشر على اللعيب. هل الابواق دي بتأثر نفسينا على اللعيبة النادي الاهلي? لا هتأخذ من تفكيرهم طبعا. هتأخذ من تفكيرك. وانك تأجل اللقاء شوية وانك تشتغل تخرج وترجع تاني. لا حاجات بتأخذ من تفكيرك طبعا. مجارد خروجك. بالزبط دي كل حاجة بتتعمل عشان تأخذ من تفكير. لا لا لا. هم بلال. احنا برضو بلال. كل سيناريو بتاع ازاله 2017. اه. وشان محمد. اي. طب ما السيناريوهات دي معصودة. اي. واللعيبة واللعيبة خافت. واللعيبة كتت خايفة. لا والفار هالفار دلوقتي برضو. شغال ولا مش شغال. لا المفترض يستغل. لان كابتن معمود الخطيب اصر على وجود الفار. ممكن يقول لك دلوقتي الفار باز. انزح حكم القراري افروكيا. فالنهار ده هو. في النهائي. في النهائي مع الودادة كابتن. اصلا. المفترض انه ما كان شغال. بعد المباراة تشوف انه ما كان شغال. بعد المباراة. يعني ممكن حكم يعدي يقول لك خلاص وعدي وخلي الامور. وفيه حكم يقول لك لا. ما لازم نزل. استنى ونزل وطبق اللايحة اللي موجودة. ياسر وبكا مش قادرين طبعا. ده قدامه. قدامه على القال. ده شريف. اه محمد شريف. ده على القاله قدامه وساعة. ده ياسر. محمد شريف. محمد شريف. محمد طول الوقت. كل المجارات اللي خرج ملعبك في التوقيتات دي بالذات. مجارات الفاينل والسيمي فاينل. لازم تلاقي فيه حاجة بتحصل. وده وده برضو احنا 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 برضو تعودنا عليه. انا شايف ان احنا اتعودنا خلاص على الحاجات دي. ان شاء الله ما ياخدش من اللعيبة من تفكيرهم. بس غاز بعانك خلاص ما انت جيت. وعمل انت يعني يعني انسست نفسك هتلعب في وقت معين. مجارة هتأخر. طبيعي هتاخد منك. على طول. هتاخد منك طبيعي جدا. اه. فده شيء وكمان شوية الجمهور هيدخل. هيروح مدعم فرقة التراجي فهم هيدخلوا في الجيم خلاص على طول. اي. فاينت هتاخد منك شوية. اي. فأتمنى ان احنا يعني يبقى انا كنت شايف في البداية المجلس دارة كله موجود وكابتخطيب مع مع معجوب مع اللعيبة وبيشد من ازرهم. ده واضح ان في مشاحنات بين رجال الامن والجمهور نفسه. اه. يعني انا يعني انا كلاعيب نادي اهلي بلع في الاجواء دي. انا بتأثر نفسيا. طبيعي. انا ببقى مهتز نفسيا. اتمنى بقى الاتحاد الخريقي بقى ليه تدخل بقى. حلو. موالتحاد نبطيك كابتن اسامة. بص المنظرة كابتن يا اسامة. اه. بص الامن. يعني انت النهاردة انت هي مش مجرد مراد كرة قادة. نتتكلم عن قرة بالنظام فيها بالتحاد فيها. فلازم النهاردة معاد مباراة كمان بيبتدي وفي عندك لوائح. لازم الاتحاد الافريقي يكون ليه حاسم ويقدر يطبق اللوايح. خاصة. حلو. اسامة بص اسامة انت وصلت المرحادي ليه? لان البداية من الاول غلط. غلط في غلط في غلط وصلت المرحادي. الغلط في الاول ايه? ما التزمتش بالعدد. اه. بس انت متخيل لو انت التزمت بالعدد بالخمس سلاف. مش هيحصل المنظر هشال فيه ده. طبعا. بس واضح لازم كان قايا بيتكلم على المسؤولين يعني سابوا شوية الجماهير. ساب 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 لقى المنظر حكم فيكتور طبعا حكم هايل بيقول لك بصفت قاعد اربعين سنة في الملعب ايه يا اسامة وخرج. يعني خرج من شكل الجماهير. ما ينفعش خمس ثلاث يبقوه. انت قبل. يا فارول هو بره خمس واشر الف. اه. قبل من الكلم انت بتقول لي هيوصله عشرين. خلي بالك انت كده بتوسق واقع. بالضبع. بتوسق الحدس اللي موجود. حلو. دلوقتي كابتن اسامة انت بتقول لي ان الاتحاد لأفريقيا هيعمل ايه? حلو اه. انا الاتحاد لأفريقيا خلي بالك كل الحاجات دي بتأثر على لعائبة النادي الاهلي قبل ما ينزلوا الملعب. اقصى حاجة الاتحاد لأفريقيا هيعملها غرامة. عقوبة ملية. عقوبة ملية. صحيح. انما الاجواء دي. لقدر الله لقدر الله. ممكن تخسرني ماتش. ما هو ده بقى دور بقى كابتن سيد النهاردة وجاز الفني ليهم. موضور ايه يقول مش حلو بالماتش مسلا. ازاي ما يدخلش اللعبة في الاجواء دي. ما يشنش اللعبة في الاجواء دي. افصل. موضور ايمن. مفيش حد فينا كده هنا في الستوديو ما عاش نجواء دي. ما عاش نجواء دي. صحيح. وحتى لعيبة دي. حتى كابتن عالا ايمن دي. وكلهم كمان. لكن هو الزكاية يا ايمن انك. تخرج ازاي من الجو ده. تفصل. اكيد. موضور كابتن سيد. في لعيبة عن داخل برات. يعني في لعيبة كبيرة عن داخل برات. في لعيبة اكيد حد تتقصر. كويس. انت بقى الوقت في اللحظة اللي احنا بنتكالف فيها دوما الناس في غرفة زي ملابس. اكيد كابتن سيد مستر مسلماني واللعيبة الكبيرة. بيهدر امور خالص وبيفصل عن اللي بيحصل بره. في الاخر يا ايمن بعد كل اللي بيحصل ده. انت هتنزل ملعب. حداشر لعيد دي حداشر لعيب. حتى لو اللي استاد ده كله مقفول. لو الحاجة التانية يا كابتا عليا. تفهمني يا. اللي يفصل فيها لما يكون عندك حكم شخصيته ضعيف. زي الرجل. حكم النهاردة. حكم النهاردة نزل. يعني تحس ان هو صاحب قرار. عنده شخصية. اربعين ثانية. قال لك اللي برامة لعيبش وخرج بقى. طيب نستأذلك يا كابتن قسامة بعد ازنك. ممكن نروح برضو لفروس الاح مرة تانية من ملعب المباراة. ونعرف اخر مستجدات. اتفضل يا فاروق. انا الجديد في جديد في صحيح يا كابتن اللي انا نزل جيوفة في كل مشاهدين. انا كنين اعرفة صعب من الاحداث دلوقتي. اتفضل جميل. اللي حاكم استطاع. اللي هو اتفض على فقد وقت. يعني. 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 يمينتين من السمرار عليه. حاكم المباراة. يواصل استطاعاته مع. ما تقول. ايه. المنشان. ويرفض من جوزة عرض الملعب. يبقى. في الوقت. انا ما كانوا ملكي حالية. مجرد عليهم. من امر. ايضا. اتفضل المجراني. احدى. اتحرك شوية فاروق. السامعين كواسة فاروق. حاكم بيتصل بالمسؤولين في الكاف. بيارض عليهم الموقف. كويس. ايوه حبيب. بقول لك اتحرك شوية كده عشان الصوت اه يعني مش واضح بسهولة. طيب ماشي. ممكن نتصل تاني بفاروق. واضح ان اه حكم المباراة. طب. بص اهم حاجة نهاردة في اللقاء زي الاهل والترجي. انا عايز اقول لك حاجة بصة كابتن سام. اه. اعتقد دي شماريخ. دي شماريخ. وخلي بالك الامن مع الموقف وزيئة الجمهور بكلام المسؤولة الدموع. حتى وصلت للعيبة. لعبة الاهل ويابتعمل امليات الاحماء. اه. فمن الواضح ان عدد الجمهور زاد عن الشكل المتوقع بكتير كمان. اه. لما بتكلف خمس تلاف. وخليبات بالشكل ده ممكن العدد وصل اكتر من عشرين الف. لذول خرم. لذول شكلون في ناس خرم. غير برا المالعة. غير برا المالعة. فاروق بلا دخل اسنان الماتش نفسه. في ناس هتخش اسنان الماتش نفسه. صحيح. يعني مع ده المعتاد. فانت النهاردة كان ممكن حكم ييجي في الاجواء دي والضغط الجماهيري. يقول لك عايز اطلع بالمباراة لبر الامان. والعب المباراة واسيبه الجمهور. طيب. هنروح تاني الفاروق صلاح ونعرف منه برضو اخر مسجد. فضل فاروق. من جديد ده كل التحالي لك يا كابتن ايمن ونضيوفك وكل مشاهدينا. يعني ده اقول لك في هذه الأسناء يا كابتن ايمن اللي فكتور جوميز بحكم اللقاء. آآ يجرد في طوات حاليا مع مسكولي الكاف. ورافض المسلول لارض الملعب. بسبب يعني تجاوز اعداد من الجماهير والحنافل الغازي للغازة مفتلة للتموع. ورافض تماما. وبيجرد في طلاطه بيعرض الامر على مسكولي الكاف. بالنقطة ثانية ان حمد المؤذب رئيس مجلس ادارة نادي سراجة تونسي نزل لارض الملعب. يعني للحاجة للشغف الجماهير والاحتكاكات اللي بين الجماهير ومشؤولي الامن. ويتطرق قوات الامن للدفع بقوات اضافية. قوات من الامن اضافية لارض الملعب لقوات الشغف الجماهير. ايضا الكتور احمد ابو عادلة طبيب النادي الاني اجتمع معه المسؤول الامن من المسؤول السبب للاتحاد الافريقي. وهي اجبت انه في حالتين اخماء من جانب وليد سليمان وعم هارس. اللي يعني حصل يعني دي اه في الشعب الانوائية. ورفض تماما واخد وعد من مسؤول الكاف والمراكب الصبي. وبعدم من مسؤول لارض الملعب. ان لما رايحة الجلزة تتلاشى من ارض الملعب. دلوقتي اللي انا بكلمك فيه اجتماعات دلوقتي حكبت الايمن ما بين زيتور جميز. مسؤول الكاف ايضا يعني يحاول يرصده. ويوصفوا الامور الموجودة في ارض ملعب بالطوطة والصورة. دي كان كل المسجدات حاليا من الملعب الوليمبي براضي. طيب يا فاروق بالنسبة للي هيحصل بعد كده. يعني احنا بنتكلم على حاكم المباراة مش عايز ينزل دلوقتي. اللي هيحصل بعد كده. هل بيبقى الاتحاد الافريقي بيغرم الترجي بس? ولا بيعمل في حاجة عقوبة اخصى من كده? اعتقد يا كابتل ايمن يعني تبقى يعني سؤالنا المسؤول الكاف لو استبر الامر على 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 هذا من الممكن المباراة مصدقت لايبش تزل هذه الافواء وتبقى بعض الامور اللي بيالجا بيها يستند لها النادي الاهل ان ممكن المباراة تتفقل من من ملعب راضيس او من تونس بسفة عمس. طيب احنا شايفين دخول بعض الجماهير بشماريخ كمان. بالضبطة كابتل ايمن في دخول بالشماريخ ويعني آآ وايضا ببعض الادوات وآآ يعني نتكلم في شماريخ وبعض الربور اللي هي ده البرشوفتات اللي هي تبقى حدفة الجماهير على على الامن. دي كلها مسموح فيها في فعرض الملعب. وده وصف على فكرة فيكتور جوميز ويهي مسؤولي الملكاب في آآ في ارد الملعب. والجهاز الفني واللعيبة موجودين في قوت اللبس؟ حاليا الجهاز الفني آآ واللعبين في آآ اش ينصل له آآ ارض ملعب حاليا ايضا لعاب الطريجي كمان. ما قدروش ان هم يستحملوا آآ الموجود او موجود او الجهاز الموجود في آآ الملعب وتواكهوا سريعا لكن من ال من الامور المهمة زي ما اقول كبتل ايمن ان فيكتور جوميز يعني ما ما استفرقش الامر بالنسبة لعشر عشرين ثانية وبدأت عليه على مات الاستياء وحاليا زي ما قلنا بيجرد صلاته وبيستدع أكثر من فرد من مسؤول الكاب الموجودين في أرض الملعب هو واخد يعني بيته جميز واخد قرار يعني النسبان والأمر في يعني المواقع الثاني في المباراة في هذه الأجواء هو رفض تماما. طيب هل قدامك انت دلوقتي من ملعب المباراة هل ابتدى العدد يقل ولا برضو زي ما هو? هو العدد الموجود يا كابتن ايمن في الملعب يبتدى الجماهير موجودة بعض الأماكن مع انطلاق صغيرة البداية هيتجمعه مرة تانية وانزوله هم موجودين داخل حرام الامر فقط صغيرة خلاص عشان اكون واضح معاك موجودين فهو حرام يعني مازال العدد يزيد عن الخمس تلاف كمان بكتير طيب ماشا فروح هنتابع معاك أولا بأول وبرضو يعني تقول لنا المرة الجاية ان شاء الله أخبار يعني بإذن الله تبقى مسجعة شوية بص يا ايمن انا قالك ايلك يا كابتا عليا ابن المباراة بربع يعني بقى كذا ساعة هو ده السيناريو المتوقع من قبل الترق خمس سلاف جمهور وفي الخمس سلاف ده افتح افتح وزود العدد ولعب بجمهور يبقى داعم ليك بص يا ايمن تلوقتي دخلت يا فيه المشكلة اكبر في ايه ان حتى لو الجمهور كان بتكلم فيها بلال الوقت لو الجمهور حتى فضى مدرجة يا ايمن وبعده وايس وايه حتى وايه مبره ما تبدأ ان شاء الله هيجاعها ما فيش حد يخلق من الاستادي يا ايمن خلاص انا بقول لك هي الاول المشكلة حصلت من الاول لأ ده فيه حاجة كمان يا كابتن علاء اخطر حتى لو نجحوا ان هو يطلعو من باره الجمهور ده هيفضل في الاستاذ من باره هيمس الخطورة كمان على الفريتين اللي جو او على الال لعبة النادي الآن. مش هطلعوا بره. ما اعتقدش هم هطلعوا بره. ما ممكن يفضل مدرج ببعاوده شوي. لكن وقت مباراة تبدأ خلاص هيرروح رجعين تاني. هي المشكلة بدأت من الاول ايمن السيطرة عليها مع الجماهير في الملعب. بقت صعبة. انت ممكن تسيطر على كل حاجة. يعني فيكتور جيميز مش هيبدأ المباراة. يقولك لما الجماهير تطلع بره. ماشي. ورئيس النادي التراج طلب قوات امن زيادة. كمان واضح ان الموضوع صعب اوي. خارج. اه. يعني ان العدد زاد. يعني بص المنظر. يعني حتى بص شكل سيد متأثر اوي. اه. ما عرفش صورة دي امتى قبل يعني بص المنظر. يعني ده كل ده قبل المباراة ايمن. يعني بص. ممكن. ملا عفودي كمان. ده انت بتكلم على ساعة قدام على الال. انت فاهم? ده بالزبط. يعني ساعة عشان يبدأ المباراة. لكن هو الشكل هيبدأ بيه ازاي. هو الوقتي هي مشكلة على فاكة مش مش سهلة. الحاكم هيبدأ المباراة دي ازاي. بان الشكل. زي ما هو عايز كده. هيطلعوا الناس بره. بس زي ما احنا 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 هيحصل كده. ووقت المباراة هينزيل. بص يا شامس عليك. احنا دايما اعتدنا على الشكل ده. دايما مباراة الترجل. شوف الترجل لما بيوصل الفاينال ولا سين الفاينال. شوف فار بتعطل. جماهير بيتدخل. ضغط على الحكام. دايما المشاة ده معتاد في برات ترجل. النهاردة لو الاتحاد الافريقي. ابراحة اللي حاوي يزور كوته مش هتشوف الشكل ده ولا منزر ده دايما في مرض الترجل. المنزر دا اعتدنا عليه في اخر عشر سنين. دايما بتلاقي مباراة. الشمريخ الحاكم بيتأثر بياخد مباراة با. انا اتمنى كمان يا كابتن اسامة في الاجواء دي. الفار ما يعتالش. يا دايما هو ده الشكل اللي اعتاد معاليف مع الترجي في موراكو لا بس اول حاجة لا بس في حاجة في حاجة كان بخطيب يعني كان بركز على الموضوع ده اوي اوي الكلام ده كان من امبارح كتير جدا لان لبعت من فترة اه ما فترة لازم الفاري موجود في موراكو ازاي يتأكد ابن الماتش؟ هما اكيد تأكد ابن الماتش اه بص يا كابسن ايما طول ما انت عندك حكم نزيه او تلقش طهاردة لو الجماهير دي بالعدد ده واحد غير فيكتور جوميز يطلع بالمباراة ويلعب وبعد كده مرايب المباراة يكتب التقرير بتاعك وعد بالمباراة بس بص يا سامي المشكلة مش فيكتور جوميز اللي هيجيله ايه؟ ممكن يجيله امر انه يلعب بالمباراة؟ لا مش قصدي انا فيكتور جوميز هو بيحكم المباراة اي دي حاجة تانية اه حتى لو يقدر يحميك يحميك اه يقدر يحميك او على اهل مش هيبقى ضدك في حاجة يعني هو راجل هيبقى فير مش هيبقى في حاجة عليك او مش هي ايه؟ انه يقدر نقول انه هو ايه؟ يستسلم له ضغوط من بره انه هو إلعب الماتش في الأجواء دي لا هو اعتقد هيلعب ما اعتقدش خلينا ما اتفق ان هي دي الأجواء دي ممنهجة حاجة ممنهجة هتتلعب في الأجواء دي هتتلعب مؤقتا هيبس هدوا الأجواء شوية لكن في الآخر هتتلعب هتتلعب الناس اللي موجودة هيخرج شوية الجماهير حكم يصفر يلعب الماتش يخلص الماتش غرامة على الترجي وخلص كالعادة اوه انت ازاي بقى تقدر تلم نفسك ازاي تقدر تلم نفسك بعد الأجواء دي بالضبط وتاخد وقت انك تاخد وقت هتلعب تلعب امتا دي نقطة مهمة جدا انت ممكن تدخل قودة جوة وتدخل قودة اللبس وتستنى لمشاورات كتير جدا ممكن تلاقي نفسك وممكن تلاقي طرف عارف هالمباراة هتلعب امتا يعني ممكن تلاقي طرف عنده موعد المباراة الحقيقي وممكن طرف تاني ما عندوش فدي برضو نقطة مهمة جدا لازم احنا برضو نبقى بص يا احمد الولوقتي الكل اللي بيحصل دي والمشاكل اللي بتحصل في تونس طبعا اهم حاجة الوقتي غرفة لعبة النادي الاهلي بس هو ده صح بالضبط هو ده كسبك من كل اللي بره ده لكن هو ان شاء الله غرفة النادي الاهلي مركزين ومستنيزة بقول عادل هيلعبوا موراه امتا هم راحين عشان تساني اهم حاجة دلوقتي يا كابتن علاء قط اللبس بالضبط يعني هنطلع لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع انجومنا كبار ارجوكم انتظروه نرحب بيكم مرة تانية اعزائي المشتدين كابتن علاء في الاجواء دي ايه دور طب قبل ما نتكلم مع كابتن علاء معنا زملنا فاروق صلاح على الهاتف خير اتفضل يا فاروق قولينا الاخر الاجواء عندك جيدة مجادة استحايا دي تكتبا ايمن الكل بنقلط كل مشاهدينها في الوقت ان اتكلم حضرتك اجتماع حالا بيتم مبين المشكل سارع بحديث ممزل المجداني ورواز مجد المجداني ومراقب المباراة ومراقب التحكيم وحكم المباراة بكتور جنيس اتخاذ بشأن اتخاذ قرار من اصالة المباراة من عدمها من عدمها اه حاجة بيتم هذا الاختمال اتخاذ القرار بشأن قامت البجوء المباراة من عدمها طيب ماشي يا فاروق هنرجع لك مرة تانية وتقول لنا القرار اللي اتاخد بقى ان شاء الله كاب نعلاف في الاجواء اللي زي دي دور الجهاز الفني مع اللعب نافيش ما يزاي بقول لك الان لازم منتهى الهدوء في قط الابس منتهى الهدوء ما يفكرش بحاجة خالص غير نهم هالعبوا مباراة حتى لو بدأتكلم احتمال ممكن المباراة تتاكيل لا 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 هو مركز ويتكلم لعبته ان المباراة هتتلعب ويخليه في تركيزه في قطه بس باعده كل البعد هو ده ده دور يا ايمان ده دور جهاز الفني وجهاز الإداري وان اللاعبها الكبيرة اللاعبها المؤسرة إذا كان وليد، إذا كان الشناء والناس الكبيرة دي، لازم كل الكلام اللي هو تقوط اللبس، هدوء خالص، إحنا هنلعب مباراة، جايين نلعب تسعين ديه، ملناس جعب كل بحثة لبرة، لكل بحثة لبرة ده، مش في صالح لعيبة تونس، يعني مش في صالح لعيبة النادي الأهلي، إن كل الكلام ده، آه وبعايش يضغط عليك وكده، بس واضح إن الموضوع دخل منعرك تاني، يعني بقول لك هيلعب مباراة أو لا، يعني فروس طباح بقول لك، تماع الوقتي هلعبو أو لا، واضح إن فيكتور جيميل، زي ما كان بكلم عنه إسامة الوقتي، إن هو جداً، ومصمم يلعب بنفس المعايير اللي قال له هيلعب مباراة، غير كده مش هيلعب مباراة، ودي أحسن حاجة نهاردة حصل، أحسن حاجة حصل، دي صورة من ملعب المباراة حالياً دلوقتي، الآن، الوقتي؟ آه، من ملعب المباراة، بس، عالشكل ده؟ لا، يبقى ممكن يتلعب المجاعة، عالشكل ده طبعاً هيتلعب، لو الشكل ده الوقتي حان الصورة دي، يبقى اعت طيب، لو بدأنا بالشكل ده، ومرة واحدة دخل زيادة في عدد الجماهير، حيعمل ايه؟ دي بقى، حيوقف مباراة، حيوقف مباراة، ده ح Judge أقول لهم صورة دي حالاً؟ هما بيقولولي أن الصورة دي حالاً، أنا حاسب الصورة دي مش، السورة دي دلوقتي على طوب هو الحكم وقف براه علشان النهار دا الاتحاد الافريقي بعت للترجي خطابات رسمية قبل المباراة مرتين علشان يؤكد على الخمس تلاف بالاجرات الاحترازية. وشدد على الترجي النقطة دي. حضور خمس تلاف فقط زاد الاجرات الاحترازية. حاجة في صالحة كنت او اسامة دي. اه طب. دي حاجة في صالحة كنت. ما انا كنت بقولك. انا كل ما بيحصل دلوقتي انت ما عندكش ضرر في حاجة. ده في صالحة كنت. انا كنت ده على الترجي. بس عندي عندي ضرر نفس يا كابتن. بص عيمن. اللعبة دي برضو خبه لك معه. دي صورة. دي صورة حالا. ده انت جايب لي صورة فيها 3 تلاف. ده دي حالا. لو دي حالا. لو حالا والصورة اللي فاتت. يعني لو الصورة دي والتانية اكيد المباراة تتلاعب. دي صورة حالا. حالا يبقى اعتقد ان الأمور يعني الجميع خرجت. اعتقد لو الصورة اللي فاتت جات لنا لوقتي حصري. اعتقد لو 5 تلاف وصورة جات دي. بص يا كابتن. ده ده أكثر من خمس صرف تمامًا، أكيد، ده جنب واحد على فكرة، وفيه جنب التأي وفيه جنب جبام الصورة، يعني دورة الجول بس، وفيه ممرارات كمان جوهات جاية جميل وقفة فيها، أيه، أيه، تفضل يا كتب، لا تفضل يا سلام، تفضل يا سلام، تفضل يا سلام أكمل كلام، يعني أتمنى إن شاء الله يبقى فيكتور جوميز ياخد القرار الصح، اللي شايفه هو النهاردة، وهم نقطة في الموضوع كله، ممكن المباراة تتأجل ساعة، ممكن تتأجل ساعة ونص ممكن تتلعب، يعني أنا بكلم على الوقت الحالي القريب إنها ممكن تتلعب بعد ساعة أو ساعة ونص، يبقى النهاردة الأهم عندنا قط اللبس جوه، اللعبة تحتفظ بتركيزها، لكن من خلال الصور اللي احنا شايفينها، الموضوع يعني خرج عن السيطرة وفاروق قال لنا إن الاجتماع بيقول، الحاكم هو صاحب القرار، لا، غير إن حاكم صاحب القرار، هو حياخد القرار بإنه يلعبها أو لا، ما هو صاحب القرار يعني، مزبوح، الحاكم هو صاحب القرار، حسب رؤيته أنا هي أجل، يعني نص ساعة، تلت ساعة، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، أو تأجل يوم، أو يأجل، لا، ما هو ممكن يقول، مش هلعب على النهاردة، آه ممكن تتأجل لتاني يوم مثلا، آه، هلعب بكرة، آه، هلعب بكرة، آه، مرحب بالك على حسب برضو الأجواء اللي هتحصل في ملعب خلال النص ساعة اللي احنا فيها دي، يعني لو الجمهور فضل موجود في ملعب، لو قدروا يتعاملوا معها، لو خرجوا من الأستاذ، ممكن خلاص يلعب المبارد بعد نص ساعة مش هلعب فيها أزمة بالنسبة للحاكم يعني، إنما النهاردة لو فضلت، يعني بالشكل ده، وانت عندك جمهور لسه منتظرة كمان، هتلاقي قدام الأستاذ، وكل، ويعني فيه ترقب ان هم يدخلوا، أعتقد يعني واحد زي جميز بشخصيته، ممكن ما يوفيش ان المرات تتلاقي بالشكل، طبعا، لأن ده في خطورة على العاية النادي الآن، مش مش خطورة، ده قانون أسخة خطورة يا جب، فيش خطور، يعني نوع عشرين، نحن لقى يعني جمهور بلعب الدم مئة ألف، مش الفك مش خطورة، بفكرة تطبيق اللوايح، فيها عندك لايحة بتقول خمس تلاف، أنا كحاكم هتطبق لايحة لمش هتطبقها، هسمح بدخول ما هو ده، لأن انت النهاردة في مصر انت برضو عندك خمس تلاف، نفس الموضوع، أعتقد يعني وكان بقوله ثلاثة وبعدين خمسة، عندك خمس تلاف، أو بص ده، ده فرحات أوب الشمروخ اللي داخل به، هتتعامل بنفس النظام ولا لا؟ تمام؟ نهاردة لو في عشرين ألف واحد داخل من عند التراجي، ببقى في كده في ظلم على النادي الأهل، ط صوت بيدغطوا عليك، بيشجعوا التراجي طول المباراة، فأنت النهاردة عندك مشكلة، بس زي ما قالت كابتن أسامة هي اللايحة هتطبق، فاللايحة بتقول ايه؟ هتقول لك غرامة ما ليه؟ آآ ممكن، يعني ممكن، يعني لو لو الجمهور خرج وبعدين بتبقى تخطي، بس أنا عايز أقول لحكا، مش عايز أتكلم فيها بس يعني أنا شفت السيناريو ده بل كده، كلنا شفت يا كابتن ايمن، أنا اللي مطميني النهاردة غير المباراة اللي قبل كده، هاي، الحاكم اللي كان أس كان في 2018، كان فيه أجواء يعني صعبة قبل المباراة، وكان فيه يعني تحامل ضد النادل أهلي، اللي مطميني النهاردة إن حاكم زي الجنوب أفريقي فيكتور جوميز هو اللي موجود النهاردة، هو اللي هيدير اللقاء، حتى لو المباراة أخرت ساعة ونص أو ساعتين أو تلعب التاني يوم، لكن عندك حاكم عنده شخصية حاكم نازيه، حاكم أمين، يقدر يدي النادل أهلي حقه، فأرض الملعب هو ده اللي مطميني، يقدر يكون الفار موجود، مايلعبش من غير فار، هو ده اللي مطم علشان كده حتة حاكم اللقاء هو ده اللي مطميننا، شوفنا قبل كده كان فيه لغة كتير في السين اللي فاتت في مباراة الأهلي وترجع والترجع والفرقة التانية بسبب التحكيم، لكن ده اللي مطميني شوية حال بالك كابتن السامة، احنا بنصف في كل الحكام، ولكن انت بتقول إن فيكتور جوميز يعني قراره حاد، يصمم على قراره كده إن هو مش عايز يلعب المباراة غير بيستوفى بعدد الجمهور الموجود واللايحة والاختباط الرسمية لراحت لاتحاد الأفريكي للترجع، فبيطبق النهار ده اللايحة فده حاكم عنده شخصية، حاجة تانية والأهم بقى، خلنا نتكلم فيه الأهم، هو لعيدة النادي الأهلي لازم تستعد لأي وضع من الظروف، المباراة لعبت بعد ساعة، بعد ساعة ونص تاني يوم جلنا راسبي دلوقتي يا كابتن أسامة، المباراة أجلت لمدة نص ساعة نص ساعة، يبقى النهاردة الأمن بيتعامل مع الجمهور الموجود، إزاي يقدر يفضل ملعب علشان يكون بس موجود الخمس تلاف حنعرف أكيد من مراسلنا فروس صلاح لو اتكلم كمان شوية يبقى تركيز اللعبة داخل قط اللبس، ده المهم والأهم، إزاي موسماني مع كابتن سال عبد الحفيظ، يبقى اللعبة نزلة في هدوء، نفس التركيز مفكودش التركيز بتاعي والهدف بتاعي اللي هو الأكبر، إزاي؟ أحا نتيجة إيجابية تضل تسعيد لمباراة العودة كابتن عادل قط اللبس فيها إيه دلوقتي في النادي اللحي؟ الدكتور دلوقتي لأ، إحنا متعودين عادة، وفيه كم خبرات كبيرة من الإداريين، إزا كان بداية من كابتن عبد الحفيظ والجهاز، واللعبة كمان، لعبة كمان ليها دور كبير جدا، وكمان الدكتور لازم قال ليه دور كمان دلوقتي إزاي بقى الدكتور؟ الدكتور لازم يقول ليه دور دلوقتي إن مباراة أجلت شوية، ممكن تدي سوايل، ممكن تدي حاجات أكل برضو صغيرة لإن الوقت اتأخر شوية، ممكن يتدخل في ده، الحاجات اللي فيها اختناق، مثلا التنفس، ممكن برضو تديك حاجات تزود لك الأكسجين في الدم، مش عايز برضو أروح لحاجات تانا مش متأكد منها، بس فيه يعني فيه أدوية تتاخد بتزود لك ده، يعني لو فيه حالات اختناق أو حاجة كذا، فدي ده دور الدكتور، دكتور لازم يقول ليه دور مهم جدا دلوقتي، والأكل والسوايل والحاجات دي، لو فيه حاجات الموز والحاجات دي، حاجات مهمة جدا، ده دور، لكن الناد الأهلي متعود على حاجات دي وقدر يعملها، الخوف بس أنا بالنسبة لي إن حد يبقى من اللعيبة وصله إن اللعيبة المبورة هتأجل، فيه مشكلة، يروح شوية مرايح، فهنا هياخد وقت إنه يرجع تاني، بس الأكثر الجود الأغلبية في القوضة لا، كابتنا عادل خلي بالك الحاجات دي بتاخد أحيانا من تركيز اللعيبة؟ طبعا هتاخد هتاخد، لا ما هتاخد دلوقتي بالشكل ده تاخد من الطرفين، إلا إذا في طرف عارف إن فيه مشكلة هتحصل، دي حاجة تانية بقى عشان مش عايزين برضا ندخل في النواية، بس إلا إذا إن فيه طرف عارف إن فيه حاجة هتحصل، يبقى أنت كده بتحمل على طرف تاني، فأعتقد لا، في التين دلوقتي هيدخلوا بنفس الشكل، بنفس الشكل، وإلا كانت علاق كمان قال نقطة، ممكن بقى التلاج كمان عنده مشكلة أكتر كمان إن يبقى الآن إن الجمهوري يعمل لقطة بواز المباراة، وارد، قبل المباراة ولا أثناء المباراة؟ هو المباراة، أثناء المباراة، أه، إنت ممكن تبقى الأمور ماشي بشكل كواس جداً وتلاقي حد بوازلك المباراة، بنسبة للترجي، فأعتقد لا قدت اللبس، بس بالحالة دي فيه لوائح بتتطبق وأعتقد إن فيها عقوبات قاسية، والله كابتن أيمن يعني يعني إحنا شوفنا فيه موطشات كتير جداً يعني فيه وقع قبل كده في الترجي والأ أهلي برضو ألفين وسبعتاشر أو طمانتاشر ما حدش عمل حاجة، الترجي المباراة خلصت مشي التمام، أنت خب بالك أزارة واقف في المباراة دي بفيديو، لا وماتش السلبة السنة بعدها مع الوداد، وماتش الوداد في كابتن حسامة أعتقد صح؟ لا ده مع الوداد السنة بعدها، معشان كده بقول لك الشكل ده للأسف اعتدنا عليه دايماً في مباراة الترجي، فعشان كده لازم مع تغيير تحدي أفريق ومع مرسلبي، رئيس الجديد، لازم يشدد على تطبي، رئيس اللايحة، علشان نهاردة أنت بتلعب باسم كرة، وده شكل مباراة هتتلاعب قبل سيفي فاينال، وإنت مأكد على حضور الجمهور تعرف يا كابتن برضو، الأفضل حاجة حصلت هو تحديد معاد لبدء الماتش، يعني أنت النهاردة كنت قد قد قلت من شوي، آه طبعا، لأنه يخد أنت كلعب، خد بالك أنت برضو قاعد بتسمع، لا الماتش هيتلاعب، لا الماتش مش هيتلاعب، لا هيتأجل، لا مش هيتأجل، فأنت ممكن تخرج بكل تركيزك على فكرة، فيه لعيب ممكن يقض يروح بقرار أن المبرامج هتتأجل، فخلاص فيخرج بكل تركيزه برا عادي، فيه لعيب تاني ممكن يقولك لا أنا هستنى في تركيز الحدي، آه، لكن على حسب اللعيب نفسه، لكن أفضل قرار أنه هتطلع قرار رسمي أن المباراة تتلعب بعد نص ساعة، هتلاقي أتدخل كل اللعيب في الأجواء مرة تانية، خلاص المباراة تتلعب فأنت هتخش في الأجواء مرة تانية، هتخش في التركيز مرة تانية، محتاج شوية وقت أو محتاج شوية وقت، لكن إنه مش هتخرج برا تركيزك برا تركيزك، برا تركيزك أنت كالعيد، فأعتقد من وجهة نظر ده كان أفضل قرار في الوقت الحديد، إحنا زي ما بنقول يعني إيه ما نقدرش نفتي ومالك في المدينة، فمعنا صاحب الخبرة كابتن ناصر عباس خبرنا التحكيمي المتميز، سأل خير يا كابتن ناصر، مساء خير يا كابتن أيمن تحياتي الحديثة في تحياتي اللي نجوم بك الكبار، كابتن علاء وكابتن أحمد بلال، كابتن نسان عصني وكابتن عدل مصطفى، كابتن ناصر، حتى مع كل الجماهير، ندل آل في كل مكان، وكل متابعة قناة ندل آل، حلو، إيه ما رأيك في الأجواء دي يا كابتن ناصر؟ احنا عفين احنا قبل المباراة في اجتماع فني بيضم مندوب النادي الأهلي، مندوب النادي التراجي، كوميشنر ماتش المراكب العام، فيه الكوردينياتور اللي هو موجود المنصق، فيه المنصق الأمني، كل الكلام ده موجود في حضور الاجتماع، تعمل بلان كده كابتن أيمن، بيتكتب بيه كل الخطوات اللي بتتم من أول، تحرك لده الأهلي من الفندق للوصول الملعب الساعة كذا، التسخين الساعة كذا، خروج الساعة كذا، بيبدأوا إزاي المباراة بتبدأ؟ كل هذا الكلام بيبقى موجود في الاجتماع ما تم قبل المباراة، اللي حدث النهاردة كابتن هو الهدف به، اعتقد من وجهة نظري، هو التأثير على لعبي النادي الأهلي، على الجهاز النادي الأهلي، وهو ده الهدف من اللي حدث هذا اليوم، من غير معقول فيه النهاردة بنعك نص نهائي في دوري الاتحاد الفريقي، ويبقى النهاردة للأمن مش موجود، أو الدخول الجمهيري اللي هي موجودة بأكثر ما تم إعداده فيه خليني معاك واحدة واحدة يا كابتن ناصر، أنا مع حضرك، إن ده اللي اتعامل ده غرضه التأثير على لعبة النادي الأهلي والجهاز الفاني، ماشي، كملنا بعد كده وتلعب الماتش، هو اللعيبة أوريدي تأثرت، نفترض لقدر الله إن الأحداث دي فعلاً أثرت على لعبة النادي الأهلي، والنتيجة كانت سلبية، أقصى عقوبة بتتعامل من الاتحاد الأفريقي، على نادي التراجي غرامة مالية، الضبط كابتن هو غرامة مالية يقام نقل مباراة خارج الملعب، ولكن النهاردة هنا النادي الأهلي استفادية كابتن أيمن، يعني النهاردة أنت النهاردة من البداية بتضعت علي، أعتقد فيه لعبة، أعتقد تأثرت بالجهاز المقابل المباراة، نفسياً وصحياً، كل هذا الكلام مفترضي النهاردة، يعني أنا بلوما كنت نظري، وحكم يلاقى بار عليه، حكم كبير جداً جداً جداً، هو اللي بيقدر النهاردة كابتن أيمن هو له القرار الأول وأخير يلعب أو ملعبش، هو اللي حاسس بالأجواء، هو اللي حيكون فيها، خلي بالك الموضوع مع السهل، لأنك أنت يتعامل الكلام ده قبل المباراة، فزل وجود مباراة كبيرة من التحاضر الفريقي، طبعاً زي ما قلت الأهدف هو التأثير على لعب النادي الأهلي وعلى جهاز الفاني، طيب في حاجة تانية كابتن عايز أكلم حضرك فيها، الوقت الأنباء اللي جات ل هنا مؤخراً أن فيكتور جوميز قال لك حنبدأ بعد نصف ساعة من الآن، حتتأخر نصف ساعة المباراة، كويس أوه، نفترض أن إحنا أن إحنا من ستة لستة ونصف، أن إحنا وصلنا لحد ستة ونصف، ومقدرش برضو الأمن يسيطر على الموقف ولا يطلع الزيادة بره، بالضبط، إلي ممكن يحصل؟ هو نفس الشيء كابتن، كابتن أسامة كانت تكلم الفترة، ممكن تتأجل ساعة، نصف ساعة، ممكن تتأجل ليه؟ غداً لأن دي أحداث مقبل المباراة كابت يعني أحزت لو حصلت أثناء المباراة، هنا فيه قرار لابد أن الحاجة يجبه، يعني هل ممكن يكون فيه اجتماع تاني برضو دلوقتي؟ أكيد، هل فيه اجتماع تاني لو اتأجلت لتاني يوم، أكيد الكاب يبقى موجود، وأعتقد أن كل مسؤول الكاب موجودين في هذه المباراة كابتن أيمن، وهيأخذوا القرار لأنه ممكن برضاك السيطرة ما تبقاش تقدر تسيطر على الجمهور الموجودة، بكتور جوميز بيتكلم في عدد الجمهور الموجود في الأحداث، هو من حقه كحاكم براه وهو الوحيد المنود دكتن أيمن بسلامة وأمن اللاعبين في داخل الميدان اللاعب، صحيح، هو المسؤول فيكتور جوميز عن أمن وسلامة اللاعب داخل الميدان، لو أنت النهاردة يا فيكتور، ما قدتش توفر الحماية الأمنة والبيئة الأمنة اللاعب نادي الأهلي النهاردة، من فضل أخذ الكرار ورغي المباراة، كويس، أنا دلوقتي يا كابتن عارفين إن المباراة دي لها ظروف استثنائية، إيه ظروف الاستثنائية اللي فيها حضور خمس ثلاث مدفار، يبقى الوضع الطبيعي مش هيبقى التنظيم من نادي الترجي بس، أنا علي مسؤولية كالتحاد أفريقي، إن لازم يكون فيه مسؤول مع مسؤولي نادي الترجي يتحكم أو يشوف العدد المتواجد داخل المدرجات، إزاي أكتر من خمس ثلاث يخش، كابتن أنا قلت كلام ده في الداية ما دخلته قلت إيه؟ ما حدث قبل المباراة هو مخالف تماماً 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 لما حدث في الاجتماع الفني اللي بيتم كابتن أسامة قبل المباراة، صح، بس مش مسؤولية الترجي بس، بيبقى مسؤولية التحاد الأفريقي في هذه المباراة، لأنه هو قاسم مشتركة هو منظم كمان المباراة، حدث في كي هو منظم مباراة، هو مش رفع عليها، التحاد الناصر مش مسؤول أن يدخل الجمهور عن تنظيم المباراة، تنظيم المباراة ده من الجانب التونسي مع الأمن، نتكلم على التنظيم التنظيم المباراة كشكل عام، ولكن من ناحية الأمنية ودخول الجمير ده طبعاً الأمن التونسي، بيش كلام، ولكن ده ما قلت حدثك كمان الاتحاد الفريقي لازم يبقى لي دور، لما أنت بتشوف الكلام دوت، أنت متفع على أعداد معينة، وشفت الكلام ده، لازم بيقلك دور، ولازم بيقلك رد فعل يا كابتن أمن، لأن اللي حصل النهاردة ده دي مش عايزة أقول مهزلة، لا، اللي حصل الآن ده حاجة مش قليلة، لابد أن يكون في حساب كبير جداً 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 لنادى التراجي، أنا النهاردة لا أضمن نهاردة اللي عايب نادل الآن نهاردة هيكونوا إزاي في بداية المباراة، فيه دخان وفيه قنابل ونسلة دموع وفيه كذا وكذا وكذا، فيه لعبة صحياً، فيه لعبة بتتأثر، في جهاز فاني النهاردة خرج عن التركيز كابتن أمن، ممكن نهاردة، كل اللي عايب خرج عن التركيز كابتن أمن، أنا نهاردة كلاعب نازل مسخن ومركز، لما يبقى الكلام ده موجود، أنا خرجتني كله عن التركيز خلي بالك وكمان دي بتأثر في نتيجة المباراة؟ جابتن ده فيه مشكلة تانية، إيه؟ إيه؟ اللي لم يكن النهاردة كمان كحاكم مباراة، ممكن يتأثر، طبعاً يعني النهاردة، أنا حاكم مباراة أسامة، آه هو حاكم كبير، ولكن بالأجواء زيت، أنا مدار شرع في جو، فيه ضغور جماهيرية، وفيه كل الكلام ده، لابد أن التكاف يأخذ القرار كابتن أمن، نهاردة النادي الأهلي أنا أقول إن هو تضرر في البداية بهذه الأحداث، نوجة نظري يعني بقول يا رب، نعف هنا كابتن، النادي الأهلي تضرر، اللوايح بتقول إيه؟ من عودة حديثة قوات الأحداث دي، قبل المباراة كابتن أمن، قبل المباراة عادة هيبقى فيه، يا تأجيل النهاردة نصف ساعة أو ساعة، أو تأجيل ممكن غداً، وهيبقى فيه عقوبات، وهيبقى فيه عقوبات سواء في عقوبات مالية أو نقل المباراة خارج ميدان اللعبة طيب إحنا كابتن جالنا دلوقتي إن تأجيل المباراة لمدة ساعة، ده قرار رسمي، معانا بعض منا فاروق صلاح من ملعب براء يقول لنا آخر المستجداد هناك، تفضل يا فاروق من جديد لكل التحالي كابتن عيماً، ولو ضيوفك وكل مشاهدينا، بالفعل يا كابتن عيماً، المسؤول الإنتجاهز بعد اجتماعهم، يعني استخدوا قرار بتأجيل المباراة لمدة ساعة وقامت الساعة السادسة، والأمر حالياً بيعرض، يعني بيتمي فيه مشارات على الجميع، لكن المسؤول الإنتجاهز خدوا القرار بتأجيل المباراة لمدة ساعة لتقام في الساعة السادسة، لكن الأمر بيبحث حتى الآن هو المفروض الذي عندك في تونس الساعة كام يا فاروق؟ حالياً في تونس، الوقت الحالي في تونس كفريمان، الساعة خمسة وربع خمسة وربع، يبنائس خمسة وربعين دقيقة الفرق مي، يعني مصر السيت بق تونس بتوقيت ساعة، يعني الساعة عندنا في تونس يكون ستة، في مصر يكون ساعة سبعة كفريمان طيب، حد من الفرقتين نزل يسخن في أرض الملعب دلوقتي؟ ولا أي فرض من كلا الفريقين، سواء لعاب الآن أو لعاب الثراج التونسي، حتى حاكم المباراة الحاكم الرابع، مارتين لوردريجل، الحاكم الأنجولي، نزل لأرض الملعب، برضو يتابع ويشوف الأعداد الجماهير، برضو مستغرقش الأمر بالنسبال وثواني وأم خارج، وبتابعوا عليه على مدل السياق مرة أخرى برضو؟ يعني لسه الأعداد زي ما هي يا فاروق؟ بالضبط يا كابتنا، الأعداد اللي موجودة داخل الملعب، تتكاوز للعشر ثلاث خمسة شرق متفرجة طيب، في حالة عدم السيطرة، هل ممكن ياخد قرار إن الوارة ما تتلعبش النهاردة؟ أعتقد، ده واحد من الحلول، يعني من الحلول المسروحة، لكن بيتم من التشاور، حمد المؤكب رئيس مجلد قدرد ندل سراج السلسي، مثل أرض الملعب، أحاول أن يسيطر على شغب الجماهير، لكن الأمر، شغب الجماهير موجود يا كابتنا، يعني مستمر يعني مازال شغب الجماهير مستمر حتى الآن؟ في الزافيا كابتنا أيمن، حتى الأشياء، يعني الجزء اللي خرج من المدرج اللي هي الجانب الأيمن، توجه إلى الجانب اللي هو متوسط، الدرجة الثانية على الجانب الآيسر، يعني الانساء لو أنت موجود للأشهر على الجانب إحنا قلنا هنا نفس الكلام، الجمهور هيمشي من هنا، هيروح من مدرج الثاني في الزافيا كابتنا أيمن هو ده اللي تم، أعداد الجماهير هي الموجودة في أرض الملعب، وأبتقى بعض، العدد اللي يقرب من الجانب الأيمن، يدخل من الجاب الثاني، يدخل في الجانب الأيسر، الكوات الأمن بتضاعف مع عدد من قوات الأمن مستطرة على الأمر حمد المؤذب، مثل الأرض الملعب برضو كتابتوا عليه على مثل الانسياء، من الحركات والشغل اللي موجود من جماهير الترجي، طبعاً مسؤولي الكاف، ولكن في الوقت كلمة فيه نزل لأرض الملعب بيوجد عمليات الإحبائية، معجب الشريفية، وفاروق من مصطفى حريثي الترجي، لكن حتى الآن مفيش ولا لقاف نزل من النادي الآلي، دكتور أحمد أبو عبنة بيتفتض الملعب مع المسؤول الطبي للكاف، برضو البحث في كاملة الأمور الطبية، وانتلامت وأمان لأبو النزلات، أيها فروغ، طيب فروغ، احنا خلينا معاك لحد ما تعرف لنا في الآخر، إيه القرار النهائي، هل المباراة هتلعب فعلاً متأخرة ساعة، ولا هيبقى فيه حاجة جديدة؟ ماشي كابت الناصر، فضل، كابت الناصر، الوقت اللي بيحث الآن هو النهاردة هو منح فرصة للأمن، يعني نهاردة حكم وراء موجود، هو بيدي فرصة نهاردة الأمن للسيطرة على الموضوع، وهو ليه شروط، يعني لو الأمور ما تمش السيطرة عليها، أكيد من حقه يلغي المباراة، وتقام في وقت تاني، هو الذي بيدي ساعة، وبينزي يشوف هل اللي قاله للأمن اتحقق في الملعب، لأنه زي ما قلت لك هو وظيفة فيكتور جوميز، الحكم الجنو أفريكي، هو توفير الحماية، وتوفير بيئة أمنة للعابين، لو حس أو استشعر أن مازالت الأمور مش تحت سيطرة، هو من حقه أن هو يلغي مباراة طبعاً والاتفاق مع الاتحاد، فاللوايح بتقول إياه كابتن في الوقت دوت، ينتظر إيه؟ يعني فيكتور جوميز قال المباراة بتأخر ساعة، جينا بعد ساعة، لقينا الوضع زي ما هو عليه، هل ممكن يأجل نصف ساعة تاني؟ ساعة تاني؟ أو لا؟ كابتن أيمن هنا في حاجة مهمة جداً، ويمكن لكابتن أسامة زي قلت عارف، هنا عندنا في المراكب العام، اللي هو فيه تواصل مع الاتحاد الفريقية يا أسامة، الرفير الأساسور اللي هو مراكب الحكام نفس الشيء، الكوردريتور الأمني اللي هو المنسك الأمني موجود، كل دوت مع الاتحاد الفريقية، هم اللي بياخدوا قرار كابتن أيمن مع الحكم، خلي بالك الحكم، يعني مش عندنا في الدورة، لو فيه ماتش في الدورة، ممكن الحكم يأخذ القرار، بقول لك يا كابتن، دلوقتي لعبتي التراجي نزل سخنه في المرحة، بالضبط، هم ينزلوا سخنه في المرحة، عشان يدوا إحقل الكل، إن الأمور ماشية كويس، ولكن يعني لعبتي التراجي مش هي اللي حتقرر الماتش يتلعب، ولا ما يتعبش، اللي هيكرر المباراة تلعب أو ما تلعبش هو الحكم فيكتور جميل، ما قلت حياتك هو لي طلبات لو ما تحققش من حقه إن هو يلغي ويلغي عن قناعات لإن هو من أجل سلامة لعبي النادي الأهلي في هذه المباراة، اللي أعتقد إن هي بدايتها غير مطمنة كابتن أيمن، ضغوط على اللاعبين، ضغوط على نازل فني، كل الكلام ده يعني الهدف منه التأثير على اللاعبين عشان نتيجة المباراة، كابتن، السيناريو ده شوفنا قبل كده، وعادةً بيحصل كثير في الترجي، يعني كابتن سامة أقول لك على حاجة كابتن أحمد، كابتن علاء، كابتن عائد، تعال نروح للنسخة اللي هي حصل فيها الفار، صح؟ ودي كانت كارسة، لما النهاردة أنت فريق بيلعب إن الفار موجود، كابتن أزامه ماشي الوداد، والفار مش موجود، هل ممكن يجي يقول لي في الأحداث ديت إن الفار مش هيشتغل؟ لا، كابتن، لا، هو نادي الأهلي النهاردة برضا، نادي الأهلي النهاردة خط خطوة جميلة جداً جداً، إن هما تأكدوا تماماً، تماماً إن الفار كله بمحتوياته، بمحتوياته، كابتن، خلي بالك، خلي بالك الماتس اللي إحنا بنتكلم عليه، برضو كان المفهوض إن الفار شغاه، المفهوض حاجة، أنا ما التأكيد حاجة تانية، الأهلي خاطب الاتحاد الأفريق وبعت عشان يؤكد على العمل، بص هرجع وأقول لك، يعني أنا متطمن علشان واحد زي حكم نزيه، حكم أمين، والنهاردة بانت أمانته ونزهته، وشخصيته، والنهاردة عدم اكتداء المباراة، لو حكم تاني يا كابتن ناصر وانت مو كتفي معايا، هيشوف الوضع، عايز أخرج بالمباراة البر الأمان، ألعب المباراة ومرايب المرايبة بالتقير بتاعه، كابتن أنا متطمن لبيكتور جوميز، بس أنا برضا زي ما قلت حاجتك، هزي الأحداث تؤثر في أي حد، خلي بالك كابتن سامي، ما هو نفس الشيء، ما هو أنا كحكم منازل مركز، أنا منازل سخن زي اللاعب، وعندي هدف وبعمل استراتيجية أن أنا أدير مباراة، لما بنزل خلي بالك، هقول لك على حاجة، خلي مورا بدأت وحصلت أحداث، هزي الأحداث كانت ديمين وسنوع عنها، ما هو حكم مباراة، فكل الأمور هدية كابتن أيمن هو بيفكر فيها، لدي شخصية كابتن علاء، أعتقد حضوره النهاردة، كابتن ناصر مع الأحداث اللي هي قبل المباراة دي، وإن شاء الله يعني المباراة لو تلعبت، أي حاجة في المباراة، في المباراة صغيرة، ممكن تعمل لك حدث كبير جدا، هو البداية كلها غلط، ناعدك بتقول البداية مش مباشرة، أنك تطلع المباراة سريع معها، مجهد فيكتور جوميز، كابتن بعد إذن حالك، ممكن نروح لزميلنا فاروق صلاح مالعمبرا، برضو نعرف آخر مستجدات هناك، تفضل يا فاروق، مجهد فيك التحية كابتن لعين، أنا بضيوفك تقول للمشاهدينها، في هذه الأسماء نزل لعب النادي الأهلي، والعب للترجي، خلاص، لإجراء العمليات الإحماقية، وتقرر إقامة المباراة في تمام الساعة السادسة، بتوقيت سونس السابعة، بتوقيت مصر، نزل لعب النادي المسؤول الكافة، نزل أيضا في عمليات التفقد والتجديد الأمني على أعداد الجماهير، لكن نزل من خلاص، فيكتور جميز أيضا نزل لأرض الملعب، في هذه الأساب يجري العمليات، ولعب للنادي الأهلي، نزلوا للتسخين؟ بالضبط يا كابتن عيم الأهلي، في النادي الأهلي نزلوا لإجراء العمليات الإحماقية، معهم كابتن سامي مصان، وكابتن سابعة بالحفيظ، وكيفر جونسون، جونسون والمستر بيتسو موثيماني في الغرف، بيجتمح مع كابتن سمير عازلي، والكابتن مهار عزيز، لكن خلاص يا كابتن، من العديد دراسي موجودين في أرض الملعب، وقت تقام المباراة في حنال الساعة السابقة، والأعداد أخبارها إيه؟ نفس الأعداد، نفس الأعداد، وهقول لك موطة مهمة كمان، مع انطلاق سافرة المباراة، هتلاقي الأعداد، موجودة برقة، هتلاقي الأعداد، هاي، هاي، انت بتقول لي إن فيه بره أكتر من اللجوه، بالضبط يا كابتن عيم، هناك أعداد كبيرة منقودة في محيط الأستاذ كلهم حوالين الملعب، كان عدد كبير جداً، شوفناه وإحنا داخلين، وفاجئنا بالعزد الموجود داخل أرض الملعب، لكن مع انطلاق سافرت، وانطلاق المباراة، لا لأعداد مهج جنبات أستاذ راضي، طيب يا فاروق، بنشكرك شكراً جزيلاً، ولو فيه أي جديد عندك، بردو بلغنا كابتن ناصر، نحن بردو عندنا ثقة واتمئنان في الاتحاد الأفريقي، وعندنا ثقة واتمئنان إن الاتحاد الأفريقي، حيطبق اللواية، تمام، كابتن عيمان نهاردة بس بطلب من الحكم، رسالة للحكم فيكتور جميس، من فضلك لو سمحت، نهاردة هتبدأ المباراة خلاص، من فضلك وفر الحماية قبل وأثناء وبعد، لو أنت ما عندكش القدرة أنك أنت تعمل الكلام ده أثناء المباراة، لأن كابتن أنا أقول له هو، لأنه ممكن أثناء المباراة النهاردة يحصل أحداث، طبعاً، هل هذه الأحداث تؤثر عليكم ولا متؤثرش؟ لا، أنت الأدرة، طبعاً، وأنت اللي عارف، أنا ما بطلبش منك غير أنك أنت من فضلك كابتن فيكتور، احمي النادي الأهلي، والعيب النادي الأهلي في هذه الظروف، اللي أعتقد غير طبيعية، لو ما عندكش القدرة من فضلك، خد قرارة كوية الغير. هو قبل وأثناء فهمناها، بعد إزاي؟ وبعد كابتن النهاردة، إزاي تأمني أنا كالنادي الأهلي، هو ليه دور، ليه دور، الحكم ليه دور، إنه هو يبقى متواجد كمان، ويأمن اللي عيب النادي الأهلي، والنهاردة مع المرائب العام، ومع المنصك الأمني، ومع كل السلطات، إنه يقدر زي إنه هو يوفر الحماية، لأن هي زي ما قلنا، كرة القدم كابتن أيمان هي، كلها بتقوم على إيه؟ على حماية أمن وسلامة اللعبية، النادي الأهلي طبعا من حقه يقدم احتجاج رسمي باللحظة، كابتن ده أكيد، ده من غير محادي، يعني كل الأحداث دي، كلها، اللي عالم يشوفها كابتن أيمان دي، أنا بقول، يجب إنه هو ما يتمش، إحنا نهاردة بنلعب في دورة أفريقية، ودي مباراة، لص نهائي، ما يجب أن يكون هذا الكلام موجود، يعني إحنا نهاردة بنوصل رسالة لكرة القدم الأفريقية، لابد إن هي تكون رسالة جيدة لكل العالم، ولكن زي ما قلت، أنا اللي همري كانت أيمان، هو أخذ القرار بإنه هو العبرة، صح، طب إنت قدت القرار، من فضلك أنا بطلب منك، لو إنت ما عندكش القدرة، كحكم شجاع، وعندك الشجاعة، إنك إنت خلال التساين دي أتديني حقي، وتحميني، من فضلك ما تلعبش، وأكيد حيقدم تأريل باللحاصر، كابتن ما هو نهاردة بيقدم تأريل، ومرائب العام بيقدم تأريل، مرائب المباراة يقدم تأريل، وكابتن ناصر مكلم على الحالة دلوقتي، حالة المباراة، كل شاحة نهاردة كانت أيمان، بسي ما قلت الحدث هيطلعت، زي ما قلت، أنا كل تأكيدي، خوفي إن يحصل حدث أثناء المباراة، هو يتأثر بها كابتن أسامة، يعني، وإحنا كلنا عارفين الكلام، كابتناصر بالشكل ده، بالشكل ده، أي حاجة في المباراة حتى لو فاول عكس، هتحصل مشاكل، بالزبط، طيب يعني، يعني، يعني الأجواء غير عادي، الأجواء من البداية، الأجواء مش طوال، أنا قلت إيه، الأجواء مش طوال، لو أنتك حكم ما عندكش القدرة، وعندك ثابات مفعال، وشخصية قوية جدا، خد القرار، هو الحاجة تأثر عليك من الكاف، إنك أنت تلع، مع ديزة حضرتك، هو الراجل ده، أو ماليز الموراء، قال لك لها الأعداد كبيرة، وحصل اللي حصل، طيب ليه وافق إن المورات لها؟ نفس الأعداد، وهتزيد، زي ما كانوا يتكلم الوقت، كابتن، الموافقة دي بتيجي نتيجة المسؤول اللي موجودين في الملعب، مسؤول الكاف، اللي هما أصلا، اللي هما حضروا الاجتماع، ممكن يقول له إن الجمهور مش أكتر، الأمور ماشية، جمهور مش أكتر، ومش شافي العدد؟ طبعا، مش هؤلاء، هو يأخذ، هو يأخذ، يأخذ، يعني اللجنة بتبقى موجودة، إلعب، وعلى مسؤولتنا، هو يأخذ يلعب، مقدرش هو الملعب، هو بيعرض، بالضبط كده، هو بيعرض، كابتن ناصر، بعد إذنك، هو دلوقتي الأمن التونسي قدم، لو سترد، يعني الحلال، ده جمهور كده زاد، زاد، الأمن التونسي دلوقتي يا كابتن ناصر، قدم إقرار لمرأب المباراة، وحاكم اللقاء، إنه مسؤول، مسؤولية كاملة، عن سلامة وتأمين لعب النادي الآن، دي أهم حاجة، دي أهم حاجة، دي أهم حاجة، هو المسؤول، لأن كابتن أنا بقوله هو، مثل هذه المرة، ممكن تحصل مشكلة، أنا مش عايز أقول كلام، يعني إن شاء الله، الأمور تمشي بشكل كويس، والمرة تلعب، والأمور تمشي بشكل يدي، ولكن أنا لا أضمن، في ظل ظروف الحادثة قبلة، إن الأمور تمشي كابتن أحمد خلال تسعين دقيقة، ما أنت النهاردة ممكن فرقة تجيب جون، فرقة تجيب جارك الجزاء، هتلاقي مشاكل، هتلاقي مشاكل، كابتن ناصر، ده أنا أتكلم عليه، أي حدث ممكن يحصل بوراه، حتى لو الأمن هي، الأمن هي أمنك برا الملعب، برا لكن، أنا أتكلم على أثناء سير المباراة، ضربة جزاء، إن شاء الله الأهل يبقوا لأي حاجة، أكيد في حاجة تحصل، بالضبط، هو ده أنا بتكلم عليه، أنا بتكلم على بيحصل في التسعين دقيقة، مش بتكلم على اللي يحصل بعد الموراه، بعد الموراه، أكيد الأمن طبعا هيقوم بواجبه أكثر، لكن أنا بتكلم على التسعين دقيقة نفسها، هو تأكيد لك، لما كابتن على من اللي يقدر يضمن الموراه، ويقدر إن هو يقودها بشكل قوي، هو الحاكم، وأنا رسالتي كانت الحاكم قلت إيه، لو ما عندكش القدرة تحمي، لاعبي وجهاز النادي الأهلي، صحيح، مش بس قبل، لا ده أثناء دية، كروت صفرة، كروت حامرة، ركلات جزاء، اللي فرزت نفسه، ممكن يعمل مشكلة كابتن وضعصة، بعد ذلك كابتن نروح ناخد فاروق صلاح، وحيقول لنا آخر المستجداد، اتفضل يا فاروق، من جديد يا كلام حالي، يا كابتن نايمان وضيفة الكرام، بدأت أعداد الجمايير بتتزايد، يا كابتن نايمان، تتزايد؟ بتتزايد، أعداد الجمايير، يعني الجمايير بضوحية، البأسة من كل مكان، أعداد الجمايير، سواء في المدرجات الدرجة الأولى، أو الدرجة الثانية، أو الدرجة المؤسرة الأمامية، أعداد الجمايير بتتزايد، وزي ما اتفقنا كابتن نايمان وقالنا، مع صلاح صفرة بجاية اللقاء، أعداد الجمايير هتتضاعه أكثر من كده. طيب، يعني الحكم نقدر نقول إنه هو ارتضى بالأمر الواقع؟ نعم يا كابتن نايمان، نقدر نقول إن فيكتور جوميز ارتضى بالأمر الواقع دلوقت، بالضبط يا كابتن نايمان، ارتضى بالأمر الواقع، وموجود في طائد الملعب، عداد الجمايير الحالية في الملعب تتجاوز الـ 15 أو الـ 20 ألف تفرج، يعني إذا إلى جانب عن طلاق تفرج البدرجة، نقول إنه أتلاقي الأعداد أجد من كده يا كابتن نايمان، هل حد من مسؤولي النادي الأهلي اعترض مرة أخرى على زيادة عدد الجمايير الآن؟ يعني في الوقت اللي حد تتكلمني فيه الكابتن نايمان عبد الحفيظ، الكابتن سمير عدلي مع مسؤولي الكاف، يعني فيه مشوارات تدخل، يقدم الكابتن سمير عدلي مع مسؤولي الكاف، لكن خلاص الحاكم قرر إقامة الجمدراف تماماً لتاعة السادسة، لأدت الضاد الآن بتجري الأعمالات الإحماية، أيضاً لأدت من نايمانات التراج التنفي، أنا أستضر إن شاء الله يا كابتن نايمان، يعني من هذه المواقف والأمور الصعبة دي، بتظهر شخصية لعبت النادي الأهلي، شخصية النادي الأهلي إن شاء الله تكلل بالانفتار المهاردة، وتحضر شخصية لعبت النادي الأهلي في أرض الملعب، ويكون الأمور دو كلها دافع، ونقبة جابية لعبت النادي الأهلي في بشية الله، أنا سمعت إن الكابتن محمود الخطيبة عقد اجتماع سريع مع سيد عبد الحفيظ برضو؟ بالفعل، كان فيه استماعنا مع الكابتن سيد، إن شاء الله رب تتمنى ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن المحمود والمخطيب، تمت في أكثر من مرة أجتماع مسؤولي الإنساف مع مسؤولي الأهلي، ومسؤولي تقيق البراجي اللي تنتي، لكن خلاص الأمور بلوقتك والجميع موجودة في أرض الملعب، سواء لعاب الأهلي، لعاب البراجي، لكن زي ما قلنا كابتن نايمان إن شاء الله، إن شاء الله دفع إيجابية ومعنوية مهمة جداً لنقات النادي الأهلي إن شاء الله في هذه النقاط. بإذن الله رب العالمين إن شاء الله، والمواقف ده يعني قابلناه كثير، وبيدي زي ما أنت بتقول كده، بيدي أثر عكسي بالنسبة للفريق الضيف، اللي هو النادي الأهلي، ده أكيد حيديهم دفع معنوية عالية جداً 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 جداً، بإذن الله كل التوفيير النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله، شكراً يا فاروق، فضلك كابتن ناصر، تاني بنقول طبعاً هو مفترضي بردك النادي الأهلي نهاردة بيقدم اعتراض، أكيد مفيش كلام إن هو على إحداث اللي حصلت، يبقى عشان يحفظ حقك أيماً، ده فاروق قالك الأعداد بتزيد، بتزيد، خلاص هو ما أخده قرار في اللعب، بس أنا نهاردة بردك بقدم اعتراضي على الموقف اللي حصل والأعزة الحزر دي، لإني أنا لقي حق المفترض النهاردة أنا أخذه، بنقول تمان، لو المباراة هتلعب، نرجع تاني يقول اللعبين يركز، اللعبين تركز، ومحدش أبداً يعني خلي بالك زي ما قلت الهدف من ده كله، يخرج خالص خارج نطاق الكلام اللي يتقلوا من خلال المدير الفني، كل هذه الأمرة كابتن أيمن يقول خلاص، هتلعب، ركز في الإحماء، ركز في اللي يتقل لك، إلعب مراقوية، ما تخافش، أعتقد إن الحكم يعني ربنا يوفقه، ويقدر إن هو النهاردة يقود المباراة، وزي ما قلت، فيكتور ما عندوش حسابات كابتن أيمن، وما بيخافش، وما بيعمرش حساب لحد، هو طاقم التحكيم نزل ودرنا كابتنا، اسمه كحكم، أتمنى، أتمنى من الحكم، وتمنى أيضا من غرفة الفار، بكلادة جاني سيكازني، حكم الزامبي، بقول، من فضلك لأت تدخل في القرارات التقديرية لحكم الميدان، حتى لا تؤثر على القرارات، تاني يا كابتن هو بقول، من فضل غرفة الفار، هناك فيه بروتوكول، وفيه أخطاء تقديرية لحكم المباراة، من فضلك تركها، خلي الأمور تمشي بشكل طبيعي، طيب، لا تتدخل فيه، طيب، أنا عايز أسأل سؤال دلوقتي يا كابتن، هو دلوقتي فيكتور جميز هيلعب الماتش، هل ممكن يقول في تأريره بعد كده، إن أنا اضطرت اللعب المباراة، حفاظا على أرواح اللعبة في الملعب؟ كابتن الكلام ده هو مش بيقوله، هو زي ما قلت حقيتك، اللي موجود النهاردة هو المرائب العام ده، هو مسؤول عن كل حاجة، خلي بالك، فيكتور ما قدرش يلعب، كابتن أسأل ما خلي بالك، ولا يقدر ياخد قرار، ألا المراقب، ليه المراقب ده كابتن ما؟ هو ده عامل اتصال مع المسؤول الاتحاضر الفريكي، ماشي، هم بيقولوله، من فضلك يلعب، من فضلك يلغي، وبالتالي هو بيبلغ حكم المباراة، إلعب أو ما تلعبش، إذن النهاردة في مراقب العام، اللي هو المراقب اللي هتلاقيه موجود، ده هتلاقي موجود داخل مدان اللعب، هو اللي بياخد القرار، سواء إن هو يلعب المباراة أو ما يلعبش، صحيح، مع ذلك، بيكتب أيضا تقرير وكابتن، كل واحد بيكتب حكم بيكتب تقرير، المراقب العام، المناصق الأمني، الحكم اللي هو مراقب الحكام، كل الكلام دوت بيحصل في تقرير، وبيبقى اللي يتحدثيك على طول، في نفس الأحداث، وبعض المباراة مرشرة، بس الأحداث دي، ما ليه؟ ما ليه؟ ما ليه؟ ما نقول كابتن، وهو عادة، هتبقى العقوبة، أعتقد هتبقى الغرامة، طبعا دي متيش فيها كلام، هتبقى ممكن نقل لمباراة أو مباراة خارج، مباراة من دور جمهور، أو بدون جمهور، طيب، بس نفترض، نفترض يعني فرد كده اعتباري، إن ديكتور جميز قال إن أنا لعبت المباراة، علشان أحافظ على أرواح اللاعب، هل ده ممكن الاتحاد الأفريقي ياخد قرار في تغيير نتيجة الماتش، مهما حصل؟ ده بالاتفاق مع المرأة بمباراة كده، بالاتفاق مع المرأة بمباراة، مع المرأة بمباراة، مرأة بمباراة، وحفاظاً على اللاعب النادل أهلي، تاني، كلام دي نخلي بالك مش هنبعد بعيد، بيحصل عندنا في المشاط المصري، أنا رايح ملعب في جماهير، كويس، تمام، وأثناء المباراة حصل الشغب، لو أنا لغيت كابتن علاء، هيحصل مشكلة كبيرة جداً، وممكن الأمور تطفاقه، مزبوط، فباخد القرار مع مرأة بموراه، أنا من لحظة دي أنا لغيت، حفاظاً على لعبي، الفريق اللي هو اللي جاي، وبالتالي بكتب تأدير اللي هي إتحاد المصري، وبياخد طبعاً نتيجة المباراة، بفوز الفريق اللي هو اللي ما عملش، والقرار النهايي هيبقى الاتحاد لأفريق، بالزبط كده كده كده، بالزبط، شكرك شكراً جزيلاً كابتن ناصر عباس، أمتعتنا، شكرك كابتن أيمن، وتمنى طبعاً، وتمنى زي ما قلت، تمنى من الحكم، رسالة بقولها له، قدم مباراة طريق باسم فيكتور جوميز، صحيح، قدم مباراة طريق باسم حكم كبير، خلاص، أنت النهاردة حاجة أربعين سنة، بتخرج من الباب الكبير، أفضل منك أنت تخرج من الباب الصغير، مضبوط، شكراً جزيلاً كابتن ناصر، كابتن علاء، إحنا بقى مش عايزين الأجواء تاخدنا، بس برضو، هنروح لفاروق، وبعدين نطلع من الأجواء دي، هنروح لفاروق، سلاحظ منا في الملعب رادس، نعرف منه آخر مساجدات مرة أخرى، فضل يا فاروق، جديد يا كابتن علاء، كل سعي لكم، كل بلسك الكرام، وكل مشاهدينا، يعني على نفس النظر، كابتن أيمان، أعداد الأفراد الأمن، بتتضاعف وتتضاعف داخل الأرض، الملعب طبعاً من وجهة الشرب الجمهيري، وأعداد الستمهير، طبعاً، أعداد الأمن، وأنت داخل ملعب، كانت أقل بكثير من الوقت الحالي، كانت أعداد الأمن، توجد أمن مكسر في كل جنبات الملعب، أفراج الأمن، بطلبة الدفع دي، قوات أيضاً إضافية، موجودين أيضاً في المدرجات، موجودين في أرض الملعب، نظراً طبعاً، الأعداد الموجودة من الجمهير، وأحالات الشغب اللي موجودة من جانب أمور الترجمة، هي، أعالات اشتغب، ما زالت حتى الآن؟ من الشغب مستمر، كابتان، أي من الكثام الشماريخ، قط الزجاجات على أفراد الأمن، المث الأمر مستمر، أعتقد أن الجمهير كلية، ما عمد كبير من الشماريخ، هنشوفوا بعد بداية المباراة، والأعداد ما زالت تزيد برضو يا فروه؟ بالضبط، الأبواب مفتوحة، كابتان، نخلينا نكون متفصيل على أمر، الأبواب مفتوحة، الأبواب الجمهير، تدخل من الجمهير، جميع الأبواب ليسا أبواب مغلقة، جميع الأبواب مفتوحة، يكون الجمهير، في الضوابات اللي حد أتكلمين في هذا، يعني في الضواب الأمامية، اللي تطبع في المدرجات الدرجة الثلثة يمين، الأبواب شايفين عدد من الجمهير تدخل للأرض الملعب، أيضا المدرجات العليا، أيضا الضوابات بدأتها مفتوحة للجمهير، تطبع الأرض للدرجات، نعم، أقول إن مع انطلاق صفرات البداية، ما تلاقي عدد كبير من الجماهير موجود في مدارمات استاد رادس الأوليب. أكتر من كده فاروق. يعني لو الحد كده كابتن ونكمل تبقى على خير إن شاء صحب. يعني احنا نتمنى طبعاً إن لعبتنا ما تتأثرش وما يحصرش لأي حاجة يعني التأمين مهم جداً 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 بالنسبة للاعبة وبعثة النادي الآلي. النقطة دي مهمة جداً يا كابتن آيمن ودور كابتن السيد عبدالحطيس مع النعبين. مشخصيات. عبت النادي الآلي خلاص انت تعرضت الكثير من المدين الموقف من قبل. دور الكابتن فيه bereد الحفيز الكابتن في النانصار. يعني التدفع المعنوية يدي دفع معنوية والمليعة على المحل. لا لا أنا ما متكلمش عن نحية دي يا فاروق. لا أنا ماisexual عن نحية دي يا فاروق. أنا بتكلم على حتى عنصر. عنصر الأمان لعبة النادي الأهلي وبعثة النادي الأهلي. لا مش متوفر يا كابت الناج. مش متوفر؟ وقتلط يا كابتن العي. ربنا يسر يا فاروق. عشان نكون منصورين يا كابتن أين لا لا مش متوفر يبقى تمنى الحاكم منغي المباراة ربنا يسر ربنا يسر وتعدي الأمور على خير بإذن الله يعني نتمنى الوضع يقلق شوية طبعا الأجواء تقلق كتير ولكن نتمنى إن شاء الله إن الجميع ما يحصلش لي حاجة والجميع إن شاء الله تنتهي المباراة على خير شكرا جزيلا لزمنا العزيز فاروق صلاح تفضل يا كابتن أعلي بص أيما الأجواء تؤترت من الأول خالص ما قبل الأعداس بتحصل مع الأعداد الجمهير اللي بتدخل للوقت لكن واضح إن حصلت فإن العدد الأفراد الأمن هيزيد في الملعب كتير قوي بس ده معناه إن الأمور خارج عن سيطرنا ما أنا هقول لك هو هو بص أيما نحن متفقين هما إن مستحالة تخرج الجمهير فدي خلاص دي نقطة انتهت مستحالة تخرج الجمهير فواضح إن الكلام كله عدد الأمن زادت أو في الملعب وتأمين في الملعب من فيكتور جميز لعبة النادي الأهل أنا هم حاجة عندي في كل بعد إذا كابتن عايمان ماشي هنروح للفاروق صراحة تاني علشان عنده جديد برضو اتفضل يا فاروق يعني في الوقت كابتن عايمان فيكتور جميز بيراجع بنافسه هو الأمور الخطة بتطنية الفار وبيشدد عليها يعني أنا عايز أقول لك إنه هو فيكتور جميز غير راضي عن الأجواء غير مراضي عن الصورة غير مراضي عن الأحداث الموجودة في أرض الملعب عليه نووات قدام من الشاشة الخطة فيه تطنية الفار بيراجع بيتطمن على اجتماعات بيراجعوا بيتكلم مع الموجودون في غرفة البار دلوقتي خلوة لعاب المجل آني لجرف خلق الملابس يعني صوت الزجور عفاق ده يدل على العداد الموجودة بدلوقتي بيخرج لعاب المجل آني من قاعدة الملعب بعد إضراء العمليات الإحماية تواجه لغرف خلق الملابس بكتور جميز بيراجع خلاص مع الموجودون انت بتقول يا فاروق غير راضي يعني هل هو مجبر على لعب المباراة يعني بصنا كابتال ايمن ما اللامح الوجه بتباني يعني فيكتور جميز وهو خالد من الملعب بص على مدرجات الجمايير وبدت على وجوه على مدرجات الابتياق مرة أخرى يعني شاف العدد وشاف انه انا برضو مش عايت اقول انه هو اجدر على تكمال المباراة او بداية المباراة لكن الأمور وقت يعني باين على فيكتور جميز عدم رضاها التام عن الاعداد وعن الأجواء الموجودة وعن الأحداث عن الشجب عن التواجد الأمني الموجود المكسر في أرض الملعب يعني طبيعي انت عارف ان الحكم بعد عمليات الإحماق بيقرب من الملعب تلقائي على الغرف لا تصمم ان هو يتواجد يبص على أعداد الجماهير بدأت النظرات الأحاديث ما بينه ما بين أفراد الفاكم التحكيم توجع للشاشة بتاعتنا الانفار الموجودة وقف يتابع وبعد ما خلص المتابعاته وحديثه مع المسؤولين في غرفة رجع تاني في حديثه مع المسؤول لفقم التحكيم المساعدين ثم حاليا تواجه إلى غرفة خلق الملابس الخاصة بالحكم احنا معنا على الشاشة فهنا دلوقتي يجمز وهو بيتابع آخر التطورات وبيتطمن على الكاميرات بتاعت الفار بالصبت بكثير يا كابتل أيمن يعني في أفادي الأسناء برضو فيه بعض الزبع في قصص المتاجات من الجماهير السراجي السلطي على مسؤول الأمن على بعض العاب النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله رب نكتب الخير على بعض العاب النادي الاهلي يعني على بعض العاب النادي الاهلي داخل الملعب ولا فين بر الخارجين من الإحماية حسنا أيمن بعض من أفراج الأمن يعني يشيل الزجاجات يعني يضعها في جانب الملعب لأسناء النادي آخر لا بيبقى خارج من الملعب حاليا هو مصطفى شبير بعد إجراء العمنات الإحماية وإيضا من الأربع العجين الشغب الجماهيري ده متوسق بالصوت والصورة أكيد يا كابتن أيمن كل الأمور المتوسقة كل الأمور يعني على مرأة ومصنع من مسؤول الكاف ومسؤول التحكم والمراكب المباراة ومنصق المباراة والمراكب الطبي كل الأمور يعني صوت والصورة ووصع للجميع شكرا جزينا لنزمنا فارو سلاح وحنبدأ المتواصل معك علشان كل حاجة جديدة عندك في ملعب المباراة تفضل يا كابتن علاج مرشان خلاص هو الموضوع المباراة ده نتوتر معلش المباراة خلاص يعني المباراة تلعب هتتلعب خلاص تركيز اللعيبة باك تعال يعني الموضوع خلاص كده يعني اللعيبة نزل ملعب وي خلاص انت هتتلعب مباراة المدرجات ده النهائي والجمهير النهائي وأكيد فيكتور جمبيز مع استياء وعدم استياء هو قادر على استيطرة على الملعب ووضح انه هو هيد لسيطرة على الملعب ان شاء الله والحيات انه راح تطمن على الفار دي قبل البداية المباراة طبعا متياز طبعا هو بيأكد ووضح ان الراجل يايما فامج جيم اه بزبط عاد وخاد المباراة اللي هو يعني اري السيناري التحدي ليه هو اساس خلاص هو بيأمن ملعبه بيأمن الفار كويس وهو هي تتحكي في الملعب وساب حيث التحكم برا في جمهير لي الامن الامن الازال كتير قوي كل اللي ما اتمنى ان شاء الله مباراة تطلع مباراة نظيفة ان شاء الله رب العمي باتمنى طبعا السلامة فترة دي في اللحظة دي هل هيتكلم في نواحي فنية ولا ممكن يكلم في نواحي نفسية لا اكيد النواحي نفسية اتكلم فيها قبل بداية اللعيبة التسخين النهاردة انترازل تسخن هو يتكلم في النواحة نفسية بها اللعيبة نفسية خلاص ان ادخله جوه الأجواء المبرارة خلاص ستتلاعب يتكلم كل واحد من لعيب للعيب تاني فده الأمر مختلف لكن دلوقتي في الوقت الحالي اكيد فيه يعني يعني حاجات بسيطة فنية يعني وهيعيد التركيز على بعض النقاط وضع طبيعي ان المحاضرة ابتدت لعيبة خرجت طبيعة وطبيعة الحال انك ترجع تتكلم عليهم في بعض النقاط الفنية ده وضع طبيعي لان خلاص لما انت بتخرج تبقى محتاج ان حد يذكرك او يفكرك لان انت خلاص خرجت برر التركيز بتاعك الماتش هيتلعب الماتش مش هتلعب الاجواء كانت صعبة بالنسبالك وانها زي ما قالوا الكبات اجواء عادية وبتحصل كتير جدا في الملعب كتير جدا والمفترض ان اللعيبة الموجودة قدامنا في الملعب خلاص خدت على الاجواء دي خلاص هو الوضع طبيعي كل اللعيبة تسعين في المية او تسعة وتسعين في المية من اللعيبة دي مروا بالاجواء اللي بتحصل في ملعب النهار النهار المديل الفني خلاص انت باقي ربع ساعة تقريبا او تلت ساعة على بداية اللقاء فاعتقد ان هيبقى فيه بعض التسكرة لبعض المهام الصغيرة مثلا مين التلاتة بتوع نص ملعب هيدغطوا ولا مش هيدغطوا هيتأخروا ولا الاهل هيبتدي يضغط مين هيقود الضغط من بداية المبراءة هل التلاتة اللي قدام هيبتدي انزل نص ملعب وتبتدي تقفل وتشتغل من نص ملعب ولا هتشتغل من قدام الحاجات البسيطة الصغيرة دي او التركات الصغيرة هي دي اللي ممكن يكون مستر موسماني يبتدي يتكلم اللعبة فيها كويس لكن اعتقد اكتر من كده مش هيد اللي حصل لكابتن قسامة هل ممكن يغير من فكر مستر موسماني يعني مثلا ده استحالة ما انا هقولك ازاي فكر الفني داخل ملعب في الساعة دي مش في اختلاف طريقة اللعبة انما في التنفيذ يعني مثلا هو يكون حاضط في اعتبار ان هو زي ما بدأ ماشي الودات ان هو هيدغط عليهم من قدام ولكن بعد ان شاء الله ربع الساعة نقدر نجيب جول ولا حاجة حيرجع لورا ويقف النص ملعب ويعتمد على القرات الطولية في المساحات اللي فاضية ممكن يبقى فيه اثر عكسي لو لعبت ضغط عليهم من قدام هل ممكن يغير من استحال اتغير في الساعة انت النهار ده يعني برضو من الحاجات الكويسة ان المباراة ما تأجلتش تأتيت اربع ساعات فدخلت فاللعيبة فقط التركيز بشكل كبير لا انت لسه اللعيبة ما زالت عندها الحماس عندها عندها الدوافع ساعة يعني الامور تلمت بسرعة هناك يعني علشان اللعيبة تنزل الملعب المباراة دايما الناس بتقارن ما بين 2018 وحداث 2018 ودلوقتي صح لأ النهاردة لما بنتكلم عن رقم واحد في حكم نزيه حكم جنوب افريقيا حكم عنده شخصية حكم ادار لقاءات كتير ويعني وكان ويتها الفار برضو في كلام لما حكم بيروح للفار فتأكد ان الحكم عنده شخصية الحاجة التانية لعبة النادي الاهلي مكرنة من 2018 ودلوقتي لأ عندك لعبة لعبة في كاس عالم اندية عندك لعبة خدت مطولة التاسعة عندك لعبة عندها شخصية البطل فلما النهاردة تقابل ظروف ما فالنهاردة ان شاء الله لعبة النادي الاهلي قادرة على ان تعدي بالمباراة وتطلع باللي احنا ان شاء الله عايزينه موسيماني يكون محتفظ بتركيزه اللعبة محتفظة بتركيزها والكلام دلوقتي هيبقى كله فني كله حماس ودوافع لللعيبة كله لما يتعامل معنا كده ونتحط في كده فبيظهر بقى شخصية اللعيب ورجولة لعبة النادي الاهلي في احداث زي دي فلكن النهاردة لما بتكلم في كل الخطوط عندك لعبة عندها شخصية عندك لعبة دولية فالنهاردة هتظهر خبراتها في مباراة زي دي وبرضو بقى سك في التحكيم الافريكي خاصة في فيكتور مميس في مباراة زي دي لكن بقى الاتحاد الافريكي بعد المباراة التراضي صحيح بصوا دي الصورة دي واصلالنا حالا دي المدرجات اللي قدام المقصور فما بالك بقى بالمقصورة واللي جنبها لا دي مش حالا دي دي لسه متحطش اللقماعة بتاعت الاحماء الصورة دي في الاول خاصة الصورة دي مش حالا الصورة دي دي مش دي قبل الاحماء لا لا الصورة دي بعد الاحماء الصورة دي بعد الاحماء الصورة دي بعد الاحماء رؤيتك بقى لبداية المباراة في الظل الاحداث اللي جاري دي. الاستغلال بقى الفترة اللي فاتت دي فعمل نفسي شوية. ازاي? انا بالنسبة لي انا اللعيبة ممكن تكون جالها حالة استرخاء شوية. فلازم بداية اللقاء انا شايف ان اول عشر ده لازم لازم اضغط على فئرة التراب. جالها حالة استرخاء ولا لا? الاتنين. استرخاء ده طبيعي جدا انك وقت اتأخر بتاع المباراة فطبيعي بتاخد منك بدل التركيز العالي جدا. كويس. بيقل ده بالطبيع كلنا. كويس. حتى لو انا مش متأسر بالاجواء. صحيح. ايه؟ ده جوز. فالجوز ايه ده لازم انا شايف أنه لازم الناهاire طبقا تدخل في منبارا بسرعة. تدخل منبارا بسرعة بدغط من البداية. لازم على الاقل لأول. بدغط من البداية. اول عشر دقايق لازم ابقى فيه ضغط في البداية. او للعيبة. لازم اشتغل في الوقت اللي هم بين الخلاص خرجنا. للوقت تتأخر. الكلام الفني مش هيبقى قليل. ما انت خلاص كده 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 العيبة شبه حفظة لان العيبة اعتقد بقى لها فترة طويلة بتحاول تنفس في التمرين. دلوقتي نفسي. دلوقتي الشغل ده نفسي. ازاي يبدأ من البداية. ازاي يستغل ده. ان انا الاجواء دي ما اتعطلنيش. الاجواء دي لازم تخليني اقوى من الاول. لا. بداية لازم انت بقى اقوى من البداية لنا. يعني استغل اللي حصل ده تأسير ايجابي. انا شايف انه لازم بقى فيه ليه تأسير ايجابي. انا وجهة نظري ان لازم من البداية بقى فيه ضغط عالي. اول عشر دايق. احساس ان انا لأ انا جوا الجيم. انا ما اتقصرتش. اه. ولو الكرة معايا ابدأ اشتغل والعب كرة طويلة واخد الكرة تانية. ما عنديش مشكلة خالص. هنقل الضغط عليه. دي وجهة نظري. فانا شايف ان ده جزء ممكن يبقى ايجابي اللي عبتنا دي اليهني. ويحسس فرقة التراجي ان انا ما اتقصرتش بحاجة. ده دي يعني اتمنى ان ده ممكن ان ده يحصل في بداية الشغط التاني. طيب. 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 كابتن علاء. دلوقتي. مستر موسماني. يضغط من قدام. ولا يلعب من نص ملعبه. ويعتمد على الكرات الطويلة. انا بكلم على البداية. بكلم على البداية. ولا ممكن يلعب بتوازن دفاع هجومي شوية. في حرص. لا ولا فيش حرص. هو البداية اللي كان هو هيلعبها هيلعبها. يعني اللي هو كان هيلعب ضغط من الاول. كان هيلعب ضغط من الاول. لو احنا ما اتفقنا نلعب نص ملعب بطريقة لقبه. الفترة دي اي من اللي حصل والشغب وكل الكلام ده ما بغيرش فكرة المدير الفني. خالص. كل اللي بيعمله ان هو يهدي لعبته ويعيد تاني نفس الكلام اللي هو اتفق عليه. بس. وليه اللي حصل ده كله على فكرة فيه ضغط اكتر على فريق الترجي. كويس. انا كمدير فني للنادي الاهلي مستر موسيماني استغل اللي حصل ده لصالح فريقتي ازاي? ما فيش استغلال يا ايمن. كل استغلالك انت بش استغل حاجة. الحاجة الوحيدة اللي في صالحك ان الجماهير هتعمل ضغط على فريق الترجي. الجماهير الزيادة دي على فكرة يا مش ضدك. الجماهير الزيادة دي هتعمل ضغط على فريق التراجي اللي هو يعني هو عارف يلعب مين? وعارف ان هو نازل مضغوط من غير جماهير. وعارف ان هو الام لعبة النادي الاهلي. اللي هو في قرارات نفسه ايمن هو عارف النادي الاهلي اعلى. ايه. جماعين وفردين وكل حاجة. بالعكس ده فيه قلق على فريق التراجي. كلما الجماهير بتزيد ما 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 فيش قلق على عبتي النادي الاهلي خالص. كل كل الوقت الضغط انت نقلته على التراجي. الحاجة الوحيدة للمسل من رسولاني كان يتكلم فيها. لازم لعبته تركز في الكلام اللي قاله. لكن مش هيتغير. الكلام اللي قاله تركيز نركز يا رجال نركز يا رجال انا ايه التاني ونتكلم هو ده كلامة الف قط لبس الفترة دي. لكن الا من وجود جماهير حاجة لا. مفصل انا خالص كل ده. بالزبط خالص وافصل انا اسامة. وبعدين في حاجة مطبئنة في مورا. الحكم بيطم لعبة النادي الاهلي. يعني وجود فيكتور بيطم لعبة الان اللي هم هيخدوا حقوم. ما عندوش مشكلة في حاجة خالص. برا الملعب لقى فيه تأمين تاني والدنيا تختلف كل حاجة بكويسة. ان شاء الله واللعب الان لان ترجع سليمة. لكن تغيير في الكلام. تغيير في طريقة اللعب. انا استبعدها. انا استبعدها. انا هو يا غار كلامه. انا. المجدير فانيا بغارش طريقته على الاحداث المباراة. ماشي. ماشي. لكن كل كان بيتكلم فيه ما كان عادي بالكاللوقتي. عادة تركيز بيفصل على الاحداث اللي برا. مش اكتر من كده ايمن. كويس. بس ده اللي عامل مسلم السيماني. ولما سيطلع اتكلم اكيد رجع لللعيبة. وقال لهم على الاجواء برا ازاي. ورجع هدى اللعيبة تاني. واكله تركيز. وزاي اللعبتك تنزل هادية. الاجواء دي او يا ايمن. عايزة حداشر اللعيب. اعصابه هادية. انت احسن. انت احسن في كل حاجة. ايه. لازم تبقاها ضعصابة. كل التوتر وكل الضغط على لعبة التراجل. ايه والتراجل. على لعبة التراجل. ان الجماهير دلوقتي كلها تطالب بيه ايه? جول مبكر. اه وعايزة جول مبكر. وعايزة نتيجة كبيرة. على فريق. هم في قناة نفسهم. نادي الاهل اعلى. اي. الحمد لله اعلى في كل حاجة. مباراة هنا في مصر. بالزبط. الاجان في حاجة ايمن. ده دي المباراة الاولى هناك. اه. يا جماعة ما انا انا عايزة اكلمكم في النقطة دي يا جماعة. انا عايزة اكلمكم في النقطة دي بالذات. كده عدم تكافؤ فورس. عشان الجماهير. طبعا. انا فاهم. عدم تكافؤ فورس من بداية المباراة. احنا خلصنا بموضوع ده ايمن. المباراة تتلعب. اصلا ما قدرش تخلص منه لو النتيجة كانت سلبية. انا بص ايمن. في كل الاحوال اللي حصل ده هيتكتب وهتصور وهتوسق احنا انتهينا منه. احنا الوقت كوني نتكلم فيه بدايتك في التسعين ديئة. ماشي. تأدي تسعين ديئة ازاي? تركيز بهدوء. انت طول ما انت مركز واهدف الملعب. انت هتبقى احسن في كل حاجة. يا ايمن تخيل انت شكلك بس كده ان شاء الله بداية المباراة. زي ما كنا عادي بتكلم مسلا كرة طويلة وخدت كرة تانية وشدت كرة عجل وجبت كرة. تخيل الشكلة بعمل ازاي? مع وجود الجماهير اللي احنا. احنا الحاجة التانية يا كابت سعلا. يا كابت انا اتكلم فيها لكادر امو ممكن ان يدخل فيك هدف. ايه? دوارد. ما دكورة يا جماعة. ما تلسة عندك المباراة تانية. بزبط. زي ما يدخل فيك هدف هتتعامل مع المباراة وهديرها ازاي? بشكل تاني علشان تقدر تخرج بنتيجة تساعدك في المباراة تانية. اه. لا تبقى على ملعبك. عشان كده لازم ناخد احنا المبادرة. انا شايف لازم ياخد المبادرة. لو معاك. عشان تغير. لو معاك. او معهوش. لازم ياخد المبادرة. انك تدخل اجواء بدري. صحيح. تدخل اجواء المباراة بدري. ما تبقاش انت رد الفعل. حاجة تانية لازم نستغلها برضو النهاردة. اسلحة هجومية لنا اخدناها في ماتش صندونيز كان هناك. صحيح. الكرات السابتة. شوفنا ياسر ابراهيم في كرة ركنية عملت. تفاصيل الصغرق دي خلي بالك ممكن تحسن لك الماتش. هم ضعاف جدا. هم ضعاف جدا في كل عرضية. سابتة والمتحرك. بص يا بلال بعد كل الاحداث دي ايمن. اهم حاجة الوقتي. اول عشر داعي في بداية المباراة. ايوة. بس ان شاء الله لعبت النادر اهلي اهدى. وزا ما عادل بيقول ممكن حتى لو مش وعاك كورة اعمل ضغطة حتى لو مش هلعب بيه. لكن اعمل ضغطة على الاعيب او رجع تاني لطريقة لعب العادية. لكن هي مهم ان شاء الله البداية بس. طيب كابتن بلال سريعا بقى. هل نقدر نشوف اهدف مبكرة? اتمنى يعني اتمنى الاهلي يسجل هدف مبكر. انت عندك عناصر عندهم ميزات كبيرة جدا. وعندك عيوب عند فرقة الترجي. لو قادرت انت تستغل الميزات اللي موجودة عندك. عند الترواسي الهجومي. الامامي. وقدرت تستغل الاخطاء اللي موجودة دايما وبستمر عند فرقة الترجي. تقدر تسجل اهداف. النهاردة عندهم مشكلة كبيرة جدا في البكان. على طول على طول بلعبهم قدام. عندهم مشاكل في الرقابة على فكرة. عندهم مشاكل في ضغط. هم مميزين جدا في الحتة اللاجومية. جدا جدا. وبيعملوا كرسات رائعة جدا جدا جدا. وهم وفقين فيها بشكل كبير. لكن في النواح الدفاعية معظم الهجمات اللي بتكون على التراجي فيها خطورة جدا بتكون من من وراء. وراء البكان. تاني حاجة الاتنين السنتر باكس بتوهم عندهم مشاكل في الرقابة. دايما الكرات العرضية بالنسبة لهم هو عينه على الكرة مش عينه على المال. صحيح. الرقابة بتاعته سيئة جدا جدا. فلو تعمل لو قدرنا نتعامل برضو في العضيات بتاعتنا بشكل كويس. وتمركزنا بشكل كويس في الثمنتاشر اعتقد. وعدم تفاوم كبير جدا بين معزب الشرفية وقلب الدفاع. عطا عطا. كنت سامع نشوف هدفة ان شاء الله. اتمنى. خاصة ان لما بيجيب هدف برا ملعبك بيساعدك كتير جوة. صحيح. ملعبك الكرات السابتة النهاردة مهمة جدا جدا جدا. سواء لنا او علينا. اه. سواء الدفاعية علينا. تمركز الصح هم برضو مميزين وعدهم اطوال فيها. واحنا نستغل الكرات السابتة الهجومية. صحيح. بداية المباراة زي ما كبتنا عليها قال مهمة جدا انها تدخلك الاجواء بسرعة وتبعدك برا الاجواء لحادث دي. صحيح. فدخول المباراة ده مهمة جدا. صحيح. مباراة ده مهمة يعني فيتا كلاب. اعتقد استغلنا فرص وسجلنا بدري. النهاردة هيجي لك فرص. اعتمان ان احنا تستغل لفرص اللي ممكن تجلب. بإذن الله رب العالمين. كل التوفيق لنادي الاهلي ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة اخرى بعد نهاية احداث شوط الاول. ارجوكم انتظروا. تعادوا لسلبي بدون اهداف وشوت اول هادئ بين الترجي والنادي الاهلي. واصل. فاصل. وبعدين نرجع نواصل مع حضراتكم مع انجمنا كبار عن احداث الشوط الاول. ارجوكم انتظروا. مرحبكم مرة تانية عزيزان مشاهدين من كابتن علاء. آآ بالدقية طيبة من نادي الاهلي. والحد الوقت النادي الاهلي قدر يتفاعل لعيبة بسرعة جدا ويخش في احداث المباراة. واضح ان الاحداث قبل المباراة اثرت على شكل موراق في الملعب. مباراة هادئة جدا. آآ وده احسن لنادي الاهلي. صحيح. يعني الهدوء ده احسن لكن آآ بتمنى ان نستغيل الهدوء ان تعرز هدف. مم. وسهل على فكرة ان تعرز هدف في التراجي. فعلا. التراجي حتى ما بضغطش عليك. يعني التراجي بيستغيل نص ملعبه بيقفل وخلاص على كده. لكن انت بتعمل حاجة نهاردة انت ما هتعمد على الكرة الطويلة. مم. يعني يعني اللاغي نص الملعب. لو بالعكس لو استغلت عمر الصلايا ديانج. الحمد فاتحي وطلعت بكرة اسهل بكتير جدا. ولازم استغيل الجنب اليميني فيه اكرم. اي. لان الراجل الياس قليل. لكن لازم تضغط عليها عشان يبني الياس من ناحيته اي من هو اكتر. يعني المشكلة الوحيدة ظهر الوقت في تفاعل التراجي الياس. بس ما علوهش زغط كتير. صح. لازم اما اه 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 او او طاهر مع اكرم يشتغل في الجنب. نسبة الاستحواز عند النادي الاقلي اكتر شطر الاولين. تلاتة وخمسين في المية للتراجي سبعة واربعين. التصويب على المرمة احنا تلاتة من اربعة. هما زيرو من واحد. كرة الوحيدة طلعت برة. تسلل هنا واحد هنا زيرو. او كنيات تلاتة تلاتة. ما لابد لك لكن لازم تستغل الهدوء ده. ما ما اضغطش عليك. لكن تبقى حزن شوية. انه في غراء طلعش النوي. اه كان ممكن يعني تقلب الشدة مع انه مش حسن منك. صحيح. فعشان كده بقول لك انا لازم لعبت انها ده اه تطمح شوية في مباراة. مم. يعني ممكن يبقى فيه قلق من البداية. لكن القلق لو ما فيش فرق التراجي مش مش فريق المقلق. صحيح. مش ضغط عليك او عمل عليك ضغط. صحيح. اعتقد بس شوية تعمل في مباراة. ان شاء الله ممكن تخلص مباراة دي في التراجي ان شاء الله. اذن الله رب العين. كابتن بلال. يمكن كابتن عليك قال. قال ان ان احنا محتاجين سن طمح في المباراة. عل العكس تماما انا شيف التراجي ما عنده ش طمح في المباره حتى الان. بص يا ممكن من من بداية المباراة يبقى لك التراجي مش الفرقة الكبيرة. مش الفرقة التقيلة. مش الفرقة اللي تخاف منها خوف شريد. اه. مسca الوقفة بتاعيتهما كابتنا احنا كنا بنتكلم عليها. اما واضح ان احنا بلعبوا اربعة واحدة اربعة واحدة. بالزبط. تمام. بيقابلك من نص ما لعبه. ما بتغطش عليك. لكن خد بالك. الكلام ده حصل لحد دياء تلاتين خمسة وتلاتين. بعد دياء خمسة وتلاتين. تشوف الاتنين الفراو ده او التلاتة اللي قدام بيقابلوك من من التمنتاشر. ان انت بتدي تتحضر وتحضر عرض كتير. فديته فرصة انه كمان يبتدي قبلك من من قدام. ولكن التراجي عنده عنده لعيبة عندها مهارات فردية. دي الحاجة اللي ممكن تقلي بس فرقة التراجي النهاردة. لانه سرعات او التحول السريع من من الدفاع اللجوم مش موجود عند فرقة التراجي. وعايز يستلم الكرة. عايز يخرج بالكرة كفرقة كفرقة جامعية. الحداشر كلهم يخرجوا بالكرة. بطاقة شوية في التحضير. او بطاقة كتير جدا في التحضير. فممكن تديك فرصة ان انت تتمركز بشكل جيد. ولكن المهارات الفردية اللي قدام هي دي اللي تقلق بس شوية لعيبة النادي العلي. النهاردة يعني انا يعني انا بتمنى الشوط التاني بس نغير من الاستراجيها شوية. ان احنا نضغط شوية. نصرع الاتمينة شوية في اللعبة. يعني الكرات الطويلة ممكن تبقى تصالح النادي العلي. الكرات السريعة ممكن تبقى تصالح النادي العلي. واحد على واحد ممكن تبقى تصالح النادي العلي. كابتنعال تمركزه كمان خاطئ. هم كمان من دينك فرصة انهم في نص الملعب ما بيضغطوش عليك. يعني بصقح كورة حمد الفتحي ماشي. ماشي وفكر وماشي وفكر. وفي الآخر سددوك. ممكن تيجي جون لولا بس. يعني الجزء من السنة المحرق بتاعها محمد شريف. فالنارد انت بتلاعي فرقة. مديك كل حاجة في الملعب. زي ما انت كنت بتعمل مع مثلا. او زي ما انت عملت مع سنداونز هنا. هم بيعملوا معك هناك. لاستغلال الفرص هو ده المطلوب من اللي هي بتنديلها صحيح. انك تستغل الوضع اللي فيه ترجل. فرقة يعني انا بشوفها مش مش فرقة خطر. ولكن برضو يعني تقلمينها شوية من بعض الحاجات الفردية اللي عندها. صحيح. كابنسامة الشوت التاني هل مستر مسماني حيفكر ان هو يبدأ الشوت بتغييرات مبكرة? يعني يستغل مثلا نقطة ضعف الزهير الايصر. ويبتدي مثلا يلاعب عليه حد من بار حسين الشحات مثلا. هل يقدر من بداية المباراة او تفكيره من بداية الشوت التاني. ان هو يعمل التغيير ده? على ما اعتقد مسلماني مش يغير في التشكيل. هيكتدي الشوت التاني بنفس التشكيلة اللي بدأ بيها. بالعكس انا احنا شفنا المعيني الشعباني عامل الف حساب للاهلي. صحيح. ده يلي على كده سبب الاستحواز للاهلي. وبيلعب على الكرة التانية. لما بياخدوا الكرة. بيلعب في عايز يلعب وراء ظهر علي معلول ويلعب وراء ظهر. اكرم توفيق لكن اتنين واقفين وتمركزهم جايج جدا. برضو بدر بنوه من اشرف. لكن لازم نخلي بالنا الهفوات الفعية. الرقابة. هي المباراة دي هي مباراة الفرصة الوحيدة. مش هتلاقي في فرص كتير في في الطرفين. لكن النهار ده لازم بعدك تكيز كرة الشناوي هايل فيها. تقدر الكرة بشكل كويس جدا. حاجة تانية اللي احنا لازم نشتغل عليها بين معز بنشريفية في الكرة اللي سددها حمدي فتحي. لازم نقطر حتة عملية التزديد على المرمى. لازم نزبط حمدي فتحة كافة. انا بشوف جدا بص احنا بدأنا بتحس ان فيه تلاتة وراء حمدي فتحي بيسقط في التحضير. ما ده طبيعي. النادي الاهلي هو بيحضر النادي الاهلي ما بعتمنش على الكرات الطولية محمد الشناوي لا بالعكس. بيسحب فريق التراجي عند مرمى بيبدأ بالكور اللي اللي نحضر بيها. وبعد كده ممكن يشتغل الكرة اللي عند طاهر او عند صلاح محسن. بس حمدي بينزل مع خط الدفاع. فهو مهو ده اسلوب لعب. اسلوب بعض المسلمان انه دايما في عملية التحضير لازم واحد من نص الملعب ينزل يحضر. عشان كأنك بتلعب تلاتة وراء بدر بنون وايمن اشرف. ويبقى ح فهتقول الطرفين بمفاتحين. بزا. تلاتة في نصف تلاتة في العملية التحضير. صحيح. ده اسلوب لعب. لكن الحاجة التانية لازم نستغل الفرص على قد ما نقدر. شوط التاني ان شاء الله الفرصة هي المباراة دي هي مباراة الفرصة الوحيدة. كابتن عادل ايه الاوراق اللي ممكن يستغل لها مستر موسلماني شوط تاني? لا الاوراق جواب ملعب. جواب ملعب. الاوراق جواب ملعب. مستر موسلماني من ده انا ده افضل شوط تكتيكي ليه من ساعة مداخل النادل اهلي. عمل شكل كواس جدا لعب تلاتة في قلب الملعب. ولعب وطاير علي معلول وطاير اكرم توفيق. هو محتاج بس اللعيبة محتاجة جوا المباراة تركز تشتغل على ايمن على على علي معلول وعلى اكرم. اكرم وعلي طول الوقت فاضين. ولكن تدوير اللعب عليهم صعب. واحنا بناخد الاختراط الاصعب شوية. اي. وجوا المباراة انا شايف ان التلاتة تلاتة اللي لعب بها موسيماني. اتنفس منها الشقة الدفاعي كواس جدا جدا. بس شقة الدفاعي ما تنفس. المباراة دي لو فضلت بالشكل ده. الناد اللي قالي باعد بالشكل ده. واستغل الاطراف. استغل استغلها علي معلول واستغل اكرم بشكل جيد. انه الكرة تطلع لهم كتير. لان لو لو احنا شايفين واخنا بنهاجم. طول الوقت اكرم وعلي معلول مش افاضين جدا جوا المباراة. فانا شايف ان التغييرات من انك تكسل المباراة دي من جوا المباراة مش منبارة. من جوا المباراة محتاج تلعب على اطراف اكتر من كده. بازن الله رب العالمين. لكن شوت مسالي للموسيماني بصراحة. ان شاء الله. كل التوفيق النادي الاهلي يشوت تاني ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة اخرى بعد نهاية احداث المباراة. ارجوكم انتظرونا. الاهلي يستعيد ذكريات النصر على ملعب رادس ويهزم الترجي واحد سفر بهدف لمحمد شريف من تمريرة ولا اروح من اليو ديانج. كابتن علاء. الف الف مبروك. مبروك يا ايمن. فوز مستحق. طبعا. الشوت التاني الاهلي مختلف تماما. اه. وديانج مختلف. صح. يعني في 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 كم حاجة في المباراة النهاردة. صح. يعني. تصدش نوع في الشوت الاول. مزبوك. فرق معك. مزبوك. اه. عايز اقول مش تقول الله ديانج. عايز اقول تحرر ديانج في الشوت التاني. اه. فرق معك كويس قوي. طبعا. هدف محمد شريف. وكان ممكن نجيب هدف واثنين كمان. لكن. فوز مستحق. الف الف مبروك للنادي الاهلي. عدينا شوت. ان شاء الله رب العامين. نعد شوت تاني هنا في القارة. متاهل. يا رب. ان شاء الله رب العامين. ان شاء الله. كابتن المبروك. نتيجة منطقية. للحدث اسنان المباراة. اه. طبعا. المبروك للنادي الاهلي طبعا. شوت اول. واحد سفر. نتيجة. انت المسيطر. انت افضل طول المباراة. اكثر استحوازا. اكثر ايجابية. ضيعت اكثر من فرصة. سجلت هدف. كان ممكن تسجل هدف التاني. والهدف التالت. اه. الاهلي وكأنه بلعب في استاد القاهرة. مش ما بلعبش في استاد رادس. يعني كان الاجواء اللي حصلت دي كده. وحضره الجماهير. يعني صالح فرقة النادي الاهلي. مباراة رائعة جدا للنادي الاهلي. تكتيك رائع من مستر موسماني بطريقة اللعب. تغيير طريقة اللعب. وتغيير المهام الوظيفية للعيبة. من بداية المرائدة الافضلية لعبة النادي الاهلي. الترجي النهاردة بعيد تماما عن الاداء. احنا كمان خليناها بعيد كمان بزيادة. مستوانا افضل بكتير جدا. تحركنا. تحركنا. تحركتنا في ملعب افضل بكتير جدا. المسيطرين على نص ملعب الكلمة اللي قال لكابتن علاء مهيوب من بداية الماتش قال. يعني معركة نص ملعب مين هيسيطر عليها. احنا افضل دفاعين. وافضل هجوميا صحيح. يعني انت الهرضه بتلعب مباراة انت الافضل فيها دفاعين. انت الافضل فيها هجوميا. تماسك العيبة النادي الاهلي. السقن الهرضه كمان كان فيه سقه كبيرة جدا. مضبوبة. كابانة على العيبة النادي الاهلي في العب. وتمسك الكرة. معندكش خوف. معندكش آلاء. واعندكش توطر. حتة التوتر ما كانتش موجودة اللي كانت في بعض القوات يعني بتبقى موجودة في المباراة اللي خارج ملعبك. النهاردة ما كانتش موجودة. اعتقد ان انت نقلت لهم التواط. بزبط. يعني ثقتك الكبيرة. تمام. ودخولك في الماتش بشكل جيد. خلهم كمان هما يقلقوا منك. انت كنت الافضل في كل شي. حتى الحاجات الفردية. على المستوى الفردي. انت افضل منهم بكتير جدا 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 جدا. مبروك لنادي اهلي جمهوري النادي الاهلي. مباراة. يعني شوط اول جيد بالنسبة لنا. سعيد. اه كابتنو سامة. الف مبروك لنادي الاهلي. فوز مستحق زماني كابتنو. اه الحمد لله. يعني اه. النادي الاهلي النهاردة تسياد القرام بدايتها. حتى معيني الشعباني. عمل حساب للاهلي النهاردة. اه. كان فيه تراجع من الترجي. ادى النادي الاهلي الكرة. وقلنا الشوط التاني. يعني هي دي مباراة الفرصة الوحيدة. صح. النهاردة الشوط التاني تحرر ديانج. اه. ظهرت له الفرصة. كان فيها تركيز كبير. كان فيها توفيق ان يعملوا الكرة مع القائم وترجع له. فالحمد لله. يعني شوط اول. هنقول شوط اول. احنا ليس سناد الاهلي. ما. ما. ما زبوط. الكلام اللي انت بتقوله فعلا صح. رجلي. حطينا رجلي. اه. اه. رجلي في النهاية. اه. ودائما شخصية البطل اللي بيسعى للمطولة. ازاي بتكسب برة ملعبك قبل جوة ملعبك. حتى برغم الظروف اللي احنا شفناها النهاردة. وجود جماهير كبيرة. الساعة اللي كانت قبل المباراة. تركيز اللاعبة. الاحداث اللي حصلت. لكن رهنا النهاردة. توفيه ربنا سبحانه وتعالى. ورهنا عشان الناس كانت قلقانا ما بين فريق الفين وطمانتاشر. مزبوط. ودلوقتي عشرين عشرين او عشرين واحد وعشرين. في شخصية لعبة الناد الاهلي. قلنا عندنا لعبة عندها شخصية البطل. لعبة عندها خبرات. لعبة 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 الفترة اللي فاتت في ظروف اعلى في كاس العالم الاندية وصوبر افريقا وبطلة المطولة التاسعة. فالحمد لله النهاردة ظهر تركيزهم. ظهر معدنهم. ظهر كمان موسماني. موسماني اللي دايما الناس بتتكلم عنه. واصل موسماني ما بقدمش كرة الناد الاهلي الحلوة. لا. النهاردة موسماني مدرب لعب من افضل المباريات اللي لعبها من منذ قدومه للناد الاهلي. تكتكيها النهاردة من بداية المباراة. صحيح. عملية الاستحواز. عملية فكان النهاردة الافضلية من بداية المباراة الاخرة. النهاردة اللي ندع. صحيح. كنت عادل الف مبروك. يمكن انت قلت بين الشوتين ان ده افضل شوت على المستوى التيكتيكا والفني لمستر موسماني. قلت لو فضلنا كده الشوت التاني. هنكسب الماتش. من غير تفكر. انت قلتين فعلا كده بين الشوتين. طيب الحمد لله ان احنا يعني ربنا وفقنا. المباراة النهاردة عنوانها موسماني كسب معين الشعباني. صحيح. لان المباراة النهاردة اللعيب اللي جوه الملعب مش هما اللي كانوا بيديروا المباراة. اي. المباراة النهاردة كانت مباراة الخطوط. اه موسماني غير طريقة اللعب. معين الشعباني. انا شاف ان جزء من النجاح النهاردة نادل اهلي. ان معين الشعباني ما تدخلش في اي شيء جوه المباراة. كل تدخلاته كانت مركز يعني بدل مركز. صح. ما تدخلش بتغيير طريقة اللعب. ان هو يلعب بفرودين او يلعب. تحس ان ما عندوش حلول. لا ما هو. مهو اللي ما عندوش حلول دي او ما عندوش حلول انه هو ما بدأش يغير عاطالية الاهلي. الاهلي اعتقد اكتر استحواز عملوا خلد ملعبا. اي. لانه كان بيلعب بتلاته وقدام هم كمان السلية او او سهل وديان. كان عارف يعمل استحواز كويس. استحواز الاهلي الربعين بالمائة او خمسين بالمائة منه كان استحواز للثلاسي ده. الطريقة الضغط عليهم ما تضغطش عليهم مشاكل جيد. فانا شايف ان المسلماني ادور المباراة بكافاة عالية جدا جدا جدا. ونجح انه يصبر طول المباراة. يعني احنا في الشوت الاول او او في البداية اكبر بنتكلم ان حسيني ينزل وان احنا نبقى فيه مجاسفة شوية. صح. لكن فضل متماسك فضل نفس هو هو نفس شغله. الحاجة الوحيدة اللي غيرت شكل الاهل الشوت تاني وجود افشة بدل من صلاح محسن. صح. بدل ما الرتم كله سريع الرتم بقى متغير. متغير. بقت الكرة توقف شوية. يعني احنا شفت كرة الجول. كرة الجول فيها حوالي قبلها خمساشر او ستاشر نقلة. مزبوط. فيها نقالات كتير جدا. اول ما يزل قفش. دي الحاجة الوحيدة اللي فرقت الشوت الاول الشوت التاني عن الشوت الاول. الشوت الاول كان فيها ماسك شكل جايج جدا وكان في واقفة. ونحن بنتكلم ان التلاجي ما كانش كويس. التلاجي ما كانش كويس. عشان الاهلي كانوا قف صح. الاهلي قفل كل القنوات اللي التلاجي بيشتغل بيها. مزبوط. بيشتغل قفل الاطراف من عند حمد النقاز. وقفل الحتتين اللي جوه في الاجناب. الاجناحة اللي بيتدخل لجوه. بوقوف ايمن اشرف. وبوقوف اه بدر بنون. فدي حاجة من الحاجات كان صعب جدا. انت النهار ده حتى الكور اللي جات عليك كلها اه ملاقاش علاقة بتمركزات جماعية. بص لقاطات حصرية مباشرة اه من هناك لقناة النادي الاهلي شفنا فرحة كبيرة جدا لديانج. فلا يعني فيه ثقة في الفرحة. فيه ثقة في الفرحة كمان. بس في النادي الاهلي. فموسي ماني بصراحة قفل كل مفاتيح لعب التلاجي. وكل نقاط القوة عند التلاجي اتقفلت. وبالتالي كمان لعب على الشخص التاني لعب على الشخص اللي ما كانش شغاله الشيط الاول. ان هو يقدر يستخدم الاطراف. صحيح. الشيط الاول اكرم عمل كروس لطاهر محمد طاهر. اه. وكان لو جبنا الكرة دي هنلاقي طاهر جوه الجول. وعلي معلول واقف على كوسة 18. اه. احنا بتلعب بخمسة. كنت في الكرة دي بتلعب بخمسة بتهاجم بخمسة. اي. فانا استغل كويس الاطراف في الشيط التاني. علي معلول راح كتير جدا وعمل كزا كرة مع السلية وعمل كزا كرة مع ديانج. حتى الكرة الجول اتلعبت كتير جوه. وكهي اصلا جاية من برة. صحيح. فالشيط التاني لا. موسيماني عمل جيم كبير. انا شايف دي احسن مباراة لموسيماني من ساحب متولى الاهل. صحيح. هو كسب بطولة سوبر وكسب بطولتين افريقيا وكاس مصر. او كاس سوبر مصري. فاعتقد لا المباراة دي احسن مباراة لموسيماني في الفاترة فاتت كلها. تيك تيكي. احسن مباراة تيك تيكي في الفاترة فاتت كلها. والنهاردة اللاعيبة وهي جوه الملعب. لا. فيه مدرب بيشغلهم. صحيح. يعني مش اللاعيبة بس جوه الملعب. لا. فيه مدرب بيعمل شغل جوه الملعب. صحيح. كابتن علاء شفنا الفرحة على وجوه لعبة النادي الاهلي. واحنا تعودنا دايما في النادي الاهلي ان احنا ما نبلغش في الفرحة. الماتش لسه فيه شوت تاني عندنا هنا في مصر. احنا زي ما انت قلت كده. حطينا قدم. لسه التاني. هي فرحة مش مبالغ فيها برضو ايمن. يعني يا الفرحة برضو تحس ان اللاعبة عارفة ان دي مباراة. عدوا بس حط يعني رجل كده في. بص كابتن. بص كابتن الاجواء قبل المباراة. دي اسنان المباراة كمان خلي بالي. دي الكرة دي كمان انت بعد ما جبت الهدف كمان يا ايمن. شكلها كده بعد الهدف. اه. فيه لقطة والمباراة. ده بعد الهدف يعني تخيل ده بعد ما انت جبت الهدف كمان. لكن بص ايمن بعيد عن الفنيات في الملعب. يحسب حاجة اللي عبت النادي الاهل اللي احنا كمنا عليها. بص ايمن عايز اقول لك حاجة. شايف بص احنا عاردين الملعب فيه في فريق نادي الأهلي بس. هو متحكم. هو اللي ريت مباراة بتحكي فيه كويس قوي. هو اللي غالب واحد سفر. وشايف ان فريقه ما عندوش حلول. النادي الأهلي قافت كل المنافس على التراج. ما عندوش حلول. حتى تغيرات ما اضافتش حاجة. انت متحكم في المباراة. صح. ازاي بقولك. سيك من الحالة الفانين انت حسن منها. ومباراة ممتازة وغالب. لكن يحصل بالعبة النادي الأهلي. الكلام اللي احنا قلناه هنا. قبل المباراة. كنا نتكلم في حاجة واحدة بس كلنا في السودو هنا. انك ازاي تنزل ملكز. صح. في المباراة بس. وتخرج برا الاحداث دي. وتفصل برا الاحداث. واضح ان مستر مرسماني وكافتن سيد. واللعيبة. اللعيبة كمان واضح ان هم. وهم لازلين المباراة. هم بيفكروا في المباراة بس. اللي حصل قبل المباراة دي. انا مليش جعوة بيها. ممكن انا كنا نتكلم معاك. انا بقولك. كل اللي يحصل ده. انا مليش جعوة. انا في الاخر. الملعب بيبقى فيه 11 ضد 11. صح. بس. النهاردة الملعب. فيه فريق واحد بس. والحمد اللي هو الفريق اللي كسب. مصبب. وزي ما اقول انا دايما. المكسب النهاردة. عن جدارة واستحقاق. وكان ممكن يبقى اكتر من واحد. صح. فريق الترجي. اللي ه مش حاجة خالص. ادي يعني روحنا تاني للاجواء الفرحة. حتى بص فرحة لكن هم عارفين. حتى مسلماني اكيد فرحة. واكيد مبسوط. لكن هو لسه نوصلتش النهائي. صح. لكن عارف ايمان لو انت ايه. في حاجة يعني. 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 هو لسه. هو لسه. صح. هو اه فرحة طبعا. مزبوط. فرحة اكيد وكل حاجة. لكن انت بزبط اعملت حطيت قدم في النهائي. صح. ولسه تاني. انا ان شاء الله. قدم التاني في النهائي تبقى في مبارفة في خ نتكلم. على على حاجة معينة. ان اللي حصل في تونس ده. مش عايزينه ينعكس على قرار الابتحاد الافريقي. بخصوص حضور جماهير للنادي الاهلي. في مباراة العودة. لا لا لا. ان شاء الله. يعني. يعني. لان. عشان يبقى فيه تكافؤ للفرص. لازم كمان انا لعب بجمهور. ان شاء الله. انا اتعاقب. نعم. اه. بالظبط كده. يعني انت ترمي عندك شماليخ واحنا نتعاقب. لا طبعا. خلي بالك بس. وحنا نتكلم. احنا نتكلم خالص. فيه لقطات ترجع بيها هتلاقي الشناوي. بيطلع على كاميرا الملعب. اه. بيطلع. دعيبة. دعيبة النادي الاهلي هم هيتكلم مع بعض. مزبوط. احنا نهارده كسبنا مباراة. بس لسه مساعدة عشان. رفعني. ده كابتن طبعا نحن الانين كنت خطيب. يعني ده راهم مليون في المية ده هيكون كلام الكابتن الخطيب. ودي كابتن الخطيب كمان نزل هول. اهو كابتن على التنازل اكيد هي مبروح. اه. 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 ويعني. اطرح على الفلش اللي خزب مباراة. بالضبط. والتنهارده دي مباراة في ضمن البطولة لسه. انا عارف ايما انا بتمنى. بتمنى طبعا بس ما شيحصل. كنت اشوف اللحزة دي لداخل فيها الكابتن. لان انا عارف الكلام اللي هيقوله كنت خطيب. صح. هيبارك على المباراة وهيبارك على الاداة وكل حاجة. لكن. احنا لسه وصلناش النهائي. انا متأكد. اي. هو مش الكابتن بس. هو كابتن سماعة من كابتن. احنا متعودين على كده. صحيح. احنا بنفرح انك سابت المباراة. اي. انا متفرحش الفرح اللي هيبتع البطولة. اي. انا متأكد فيه كابتن هيبارك وهيهني وهيكلم كويس او على الاداة وعالروح. صح. وعالحصل قبل المباراة وانك تلعب بالمباراة بالشكل ده. ده كابتن هيشيت بيه اكيد. لكن كابتن خطيف في الاخر. انا متأكد. هيقول مبروك النهارده. لكن لسه عندنا الشوت التاني في قاهرة. مصبوع. مصبوع. ان شاء الله نخلصه على خير بنتيجة مقنعة كمان واداة كويس. نقول مبروك للن النقطة اللي انا كنت بتكلم فيها مع الكابتن حتت وجود الجماهير. يمكن الدكتور رشتاف صبحي. اتكلم دلوقتي عن حضور الجماهير المباراة العودة ان شاء الله. هو قال بالنص كده. هو طبعا مع قرار حضور الجماهير مباراة النادي الاهلي اللي جاي. بس هو قال القرار امني بحت. قال ان القرار امني بحت. احنا طبعا ما احترامنا. ما احترامنا. كامل احترامنا. لرجال الامن في تونس. انما برضو. الامن عندنا في مصر. مختلف. يعني. المشهد اللي حصل. وشوفناه النهارده في تونس. مش عايز اقول لكم. مش عايز اقول لكم. استحالة يتشاف. في حضور الجماهير في مصر بالشكل ده. في وجود الامن. بوجود الامن المصري. فاحنا غير الامن كمان. حتى لو مفيش اجراءات امنية جامدة في الظروف اللي احنا فيها. جمهور الاهلي. ملتزم جدا 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 في البلع. ودي شوفناها في حاجات كتير جدا. حتى في الاجواء اللي هي كان فيها بعض الاستثنايات يمكن. شوفنا تنظيم مصر لبطولة افريقيا للكبار. وشوفنا تنظيم مصر لبطولة افريقيا تحت 23 سنة. ما حصلش فيهم حاجة خالص. حادثة واحدة ما فيش حادثة واحدة. فالجمهور ملتزم والامن غير. فنتمنى نتمنى دعم الجهات المسؤولة. وبالنشدهم بالنشدهم حضور الجماهير مباراة العودة السبت القادم ان شاء الله. وحتى احنا بكلم كونت عن القرار الاتحاد الافريقي بعد اللي اللي حصل النهاردة. اتمنى ما يكونش فيه قرار ضد حضور الجماهير للنادي الاهلي السبت الجاي. اتمنى. وانا متأكد الانتحاد الافريقي طبعا غير توقيع الغرامة احنا ملناش داعوا بتوقيع الغرامة. انما هيعمل حتة التكافؤ الفرص. طالما كان فيه جماهير النهاردة. انا من حقي كنادي اهل يوم السبت الجاي. ألعب بجمهور. هو القرار واخده انه ممكن لازم مش لازم تلعب بجمهور ان النادي الاهلي ليه حق ان يلعب بجمهور. ولكن زي ما قال الدخورة الشرف صبحي قرار امني بعد فاحنا احنا ان شاء الله مستنيين رد او قرار الجهات الامنة. كابتن بلال اعتقد ان عدم حضور الجماهير هيكون فيه عدم تكافؤ الفرص. اكيد طبعا يعني النهاردة الافريقي سمح للجمهور انه يكون موجود. وان الامن اخد على اعتقه ان هو يحمي لعيبة النادي الاهلي ويحمي وفد النادي الاهلي ويحمي مجلس اقدرته ويحمي. يعني كل المنتمين للنادي الاهلي. ولكن انت في النهاية الجمهور كان موجود. الجمهور كان حاضر. الجمهور كان بيساند النهاردة الترجي. فانت اكيد لازم بطبيعة الحل يكون عندك جمهور ده وضع طبيعي جدا جدا يعني. مفيش مصنة مفيش مباراة فيه بيحضر فيه تقول فيها خمس تلاف ويحضر فيها خمس تلاف. ما شفناش دي في تاريخ كل المباراة. يعني متين تلاقي الفين واحد موجودين. خمس تلاف تلاقي عشر خمس اشر الف موجودين. فبطبيعة الحال انت كجمهور النادي الاهلي. واتمنى زي ما انت قلت كابتن امن من شوية ان الامن يسمح ان الجمهور يدخل يقازر فرقة النادي الاهلي. هتبقى يعني حاجة قوية جدا وحاجة يعني مهمة جدا 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 ان جمهور النادي الاهلي لاغلي يؤازر فرقة النادي الاهلي. انت كاسمان الحمد لله هناك. في حضور الجمهير. انت متعود على فكرة ان الجمهير تكون موجودة فملعب. متعود على الكلام ده النادي الاهلي كان يمكن كل اثناء لاحداث اللي صعبة أن مرنا بيها. كان كل الناس مابفش جمهور معادا النادي الاهلي بلعب في افريقيا بجمهور. وكان جمهوره بيأزروا أخذنا بطولة أفريقيا بتكرى 2013 وكان أصلاً الأهلي ما بلعبش ما كانش فيه دور عام في مصر يعني الأهلي هنرجع برضو أرجع للحتة المهمة جداً بتاعت النهاردة الأهلي النهاردة بيؤكد للجميع أن فيه حاجة اسمها فريق بطل فيه حاجة اسمها فرقة بطل فيه حاجة اسمها فرقة بطولة فيه حاجة اسمها لعيبة وإمكانيات وقدرات لعيبة ونادي وشخصية نادي بيلعب على الطولة النهاردة الأهلي بلعب التراجي التونسي فرقة المفترضة أن هي فرقة من أفضل الفرقة الموجودة في أفريقيا في الوقت الحالي فرقة حصلت على البطولة مرتين ووصلت السمي فاينال يعني السمي فاينال القبلة اللي فات أعتقد خدت البطولة أكتر من مرة بتلعبها في ملعبها ومع ذلك شخصية النادي الأهلي قدرت تفرض سيطرتها داخل الملعب هذا أقوي جداً وهيقض من كلام عادل موسيماني النهاردة يعني بيتألق في المباراة الكبيرة يعني النهاردة موسيماني خلاص مباراة من المباراة بيفرض شخصيته وبيوري نفسه للناس بيقول يا جماعة أنا موجود لجمهور النادي الأهلي آه يعني ممكن الأداء الهجومي والفني مش أفضل حاجة ولكن فيه أداء تيكتيكي موجود صح الراجل من مباراة لمباراة بيورينا شغله بيورينا الفكر بتاعه مباراة سانداونز هنا مباراة سانداونز اللي هناك عمل مباراة رائعة جداً جداً وأشدنا بأداء والتغيرات اللي عمل النهاردة برضو المباراة أشدنا بيه لأنه لعب التراجي بالطريقة المناسبة لفرقة التراجي ممكن ما أكونش بعمل أفضل فنيات في الككورة يعني أعمل بالكعب وباصي وأعمل دابل باص ولكن النهاردة النادي الأهلي راح للجول أكتر من مرة خرج كسبان سيطرة استحواز نسبة الشوت التصويب على المرمى لصالح كل الحاجات النهاردة لصالح فرقة النادي الأهلي أبدأ النادي الأهلي في رادس إن شاء الله الشوت الثاني في مصر يكون الأهلي أفضل من كده بكتير جداً جداً ويؤكد سيطرته وده إن شاء الله لا يحصل بإذن الله الشوت الثاني هنا في مصر زي ما شوفنا اللعيبة وكابتن وثماء وثماء حسن يعني الحتة مهمة جداً قال إن اللعيبة بتمنع الكاميرات تصور لأن مش ده أسلوبنا ومش ده ترقيت إحنا مش عايزين يعني في فرق تكسب ماتشة وسامة تلاقي جاب قدام الكاميرات بيهزر ويعايز يرقص ومش طريقة واسلوب النادي الأهلي صحيح إحنا نهزر ونقص بس بعد البطولة صحيح مش بعد مباراة عادية بالنسبة لنا مزمو الأهلي سيمي فاينال كورتر فاينال بالنسبة لهم مباراة عادية الأهلي بالنسبة له هي المباراة الفاينال هي البطولة بالنسبة لهم عشان كده أنا بحيش إن هو بحيي لعيبة الكبار أيمان أشرف إنهم على طول عارفين سيستم النادي الأهلي وعارفين استائل النادي الأهلي مش أنت اللي تفرح وتهيز كده عشان انت كسبت المباراة حتى وإن كانت مباراة التراجي في التراجي التونسي كسبانا واحد صفر أنت عارف إن الكورة خدعة عارف إن الكورة محتاجة تركيز وعارف كمان شخصية الفرقة اللي أنت بتنتمي لها شخصية النادي الأهلي نفرح بعد كل بطولة مش بعد كل ماتش صحيح كنت نسمى برضو إحنا بنتكلم في وجود الجماهير وجود الجماهير سيبنا من نتيجة المباراة دلوقتي طبعا نتيجة في صراح النادي الأهلي حتى الآن لكن وجود الجماهير المباراة الجاية شيء مهم ويخلق نوع من تكافؤ الفرص طبعا ومين ما يقدرش يعني يكون الجمهور الأهلي موجود ونستمتع بجمهور الأهلي ويكون داعم ومستند لفريقه بس حتة الجمهور موجود أنا إن شاء الله متأكد النادي الأهلي هو الممثل الوحيد للكرة المصرية في بطول الدوري أبطال أفريقا كنت بتتكلموا على الاستحواز وإن النادي الأهلي كان مستحوز ومسك نص الملعب بس كبيرة بس النسبة معنا عشاشة الاهلي 57% مقابل 43% مقابل 43% لدي تخبير كل الأرقام هتكون في صالح الأهلي بس التمرات صحيحة إيه 524 من 577 ودي نسبة عالية جدا مقابل 474 للتراجي تصويب على المرمى خمسة على المرمى من 11 تصويبة يعني برضو الأفضلية للأهلي التراجي 3 من 5 الفرص بص بقى الفرص سبع فرص للنادي الأهلي مقابل فرستين بس للتراجي لا وسبع فرص فيهم فرص خمسة أهدف محققة طبعا فيه أهدف محققة صح محمد شريف فيهم النادي الأهلي نهاردة فرض سيطرته بشكل كبير على المجراءة صح لكن عايز بس أتكلم في حتة وجود الجمهور الجمهور جمهور النادي الأهليe مهم جدا 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 النادي الأهلي 101 african نادي الأهلي بمثل كرة المصرية النادي الأهلية في مطولة مطولة دوري أبطال أفريقية وانا متأكد ان الامن والماسئولين هويساعدوا ان يكون جمهور الاهلي موجود ان شاء الله خاصة لما شتركنا الامن في تونس كان حريص ان يكون الجمهور موجود بالشكل ده ان شاء الله القام بالمسر عندنا قادر انه يقام ويقام اكتر من خمس تلافة وأكثر من عشر تلاف أكثر من عشرين ألف ويقدر يأمن والمباراة كاملة كاملة العدل إن شاء الله يكون فيها استجابة كبيرة من المسؤولين وفي الأمن ويكون موجود للجمهور الأهلي ويكون داعم ومساند ومهم في المباراة دي صحيح وحياتك بتستعرض الأرقام ده يدل على شخصية البطل شخصية النادي الأهلي فريق دايما اللي بيكسب أو بيسعى لبطولة دايما بيكسب أو بدور على الفوز خارج ملعبه نادي الأهلي لما يفوز على فيتا كلوب هناك ثلاثة يبدأ فريق بطل لما النهاردة يفوز على الترجي والترجي بالنسبة لها كان بيحمل يعني زكريات وزكريات رادس و2018 وبدأ يتسلل للجمهور الأحداث الأديمة لكن النهاردة أنا قلت لك كابتن نايمان نابل ستوديو أنا مراهن على شخصية لعبة النادي الأهلي والجيل ده غير جيل 2018 عنده شخصية البطل عنده خبرات عندك لعيبة دولية عندك لعيبة لعبة في محافل أكبر زائد حكم المباراة النهاردة لو نتكلم عن مسماني نجم المباراة أدار المباراة باحترافية عالية جدا لازم نشيد النهاردة فيكتور جوميز أنه يخرج بالمباراة بالشكل ده النهاردة مفيش لعيب ولا من الأهلي ولا من الترجي ولا من الأجهزة الفنية اللي بره حد ويف طالي اعترض على فيكتور جوميز يبقى النهاردة أنت تتفرج على المباراة أنت مش حاسس بالحكم يبقى النهاردة الحاكم لما يلعب في الظروف دي وبالأجواء دي بالجمهور بالشماريخ اللي احنا شفناها بالكم الكبير ده ما بتأثرش في قراراته ولا حتى في موضوع الفار يبقى النهاردة احنا هنتكلم عنه بشكل اكبر مع كابتن ناصر ان شاء الله لكن النهاردة لعبة النادي الاهلي الخطوط كانت قريبة جدا النادي الاهلي النهاردة عمل حاجة الحاجة اللي دايما بيتماس بقى موسيماني حتة تحضير الهاجمة من تحت النهاردة كان فيها ايشادة كبيرة جدا من العبة النادي الاهلي امتصت حماس طبعا امت النهاردة اللي بيعندك ثقة تقدر تبدأ الهاجمة من تحت الشناو البدر بنون لايمن اشرف يدور الكرة على الحمد فتح بينزل ما بينهم وتتناقل الكرة من اليمين للشمال ده كان بيهمت شوية العيدة الترجح احنا شفنا في شوية التاني في وقت حوالي ما يقرب من خمس دقائق الكرة في رجل العيدة النادي الاهلي العيدة الترجح بتتفرج بس واستسلمة مزبوط مزبوط زائد الهدف طبعا تحرر ديانج لما نزل افشة وقلنا حتة الحتة اللي تحت محمد شريف دي ما كناش عايزين يبقى فيها جاب كبير ما بين لعبة النص ولعبة الامام مزبوط دي افشة لما نزل قدر يشغل المكان ده حتى لما شفنا الكرة او الهدف اللي جه افشة لما استلم الكرة وجاي ديانج يقطع في المساحة دي اللي فاضية حطاله راح باريحية ما كانش في حد بقابله وحطاها برضو بص حلو جدا محمد شريف بالدوران بتاعه فالنهار دا النادل اهلي بنقول له مبروك هو الافضل طول المباراة استحواز كرات ضيعة فرص كانت على المرمى لكن زي ما بقولنا ونأكد لسه متبقي شوت في القاهرة بيحتاج الى تركيز اكبر عشان تحط ان شاء الله القدمين بقى مش قدم واحدة للمباراة النهاية كابتن عادل نقدر نقول ان شخصية الاهلي حسمت المباراة شروط الثاني وهي اللي صنعت الفارق ده حقيق ده حقيق شخصية الاهلي بتظهر في المواقف الاهلي لعيدة الاهلي طلوع عمرهم بكل الاجيال ممكن تلعبوا في السنة عشرين نهائي بس ما تلعبوش موشرة صغيرة كل لعيدة النادي الاهلي شوفها هتلاقي ان النادي الاهلي ممكن ينعب خمس ست نهايات وارا بعض ما عندوش مشكلة ويلعب عليهم وضغوط وكل حاجة بس ما تدخلوش موشرة صغيرة اي جوه موشرة النهايات بتلاقي المعنوات بتقل شوية فشخصية البطل دايما هو متعود ايه السبب؟ السبب ده دي حاجات ترسخت من زمان ترسخت من كل الاجيال من كابتن صالح وما قبل كابتن صالح واللي بعده واللي بعده وكابتن خطيبه والجيل اللي بعده جيل واي الجمعة وبتريكا وجيل دلوقتي الحالي لا اجيال كل جيل بيجي شارب من اللي قبله وكل جيل كل جهاز موجود بتلاقي فيها عناصر من الاجيال اللي قابلها فبتلاقي حد بيديلك ده عمرك شفت جهاز كامل نادي لاني هنفوش حد نرادي النادي مشتحي انا بمناسبة الكلمة اللي بتقولها انا عايز الصورة اللي هي اللعيبها اللي بره الصورة اللي قابل دي كان فيه صورة اللعيبها اللي بره كأنهم شخص واحد وحيدك راح للصورة اللي برا ليه؟ الصورة اللي جوه متشوف الناس اللي بشغل في الاستوديو لا الناس اللي بشغل في الاستوديو دي لو كلمنا عليهم لحد بكرة مش هنديهم حقه الناس دي مش هتستفد حاجة من مكسب الاهر بص الصورة دي ودي وليد صلاح كمان رجع يهو تحت وليد صلاح موجودة منظومة هي منظومة متكاملة كل الناس كل عناصر اللي فيها عندها هدف واحد يعني مش انت بتنفس على مسجل الثانية او التالت او الرابع او عايز تاخد بطولة وترايح شوية فعندك ناس اه همهم البطولة وناس يقول لك انت ترايح شوية المنظومة كلها بتفكر نفس التفكير الجمهور الادارة اللعيبة الناس بتشغل جوه النادي الناس اللي بتديره الكورة كل الناس عندها نفس الهدف فهيفضل هو النادي الاهلي القدر وكده تيجي تقول لس انا مش عايز يعني اهم حاجة الاداء لا 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 مفيش حاجة اسم اهم حاجة الاداء اه هتعمل اداء كويس هتبع عايز تكسب طبع هتكسب وبادها وحش انا عايز اكسب انا عايز البطولة انا عايز اكسب. صح فهو ده قدر النادي الاهلي وهو ده ا دي شخصية البطل للنهاردة النادي النادي الاهلي بتأنزل بتلاعب النادي الاهلي بتبقى فقدة 20-30% من قوتها لو هي في ملعبها يعني هو بيلعب في ملعبه يعني فرقة التراجي و كل الفرقة اللي بتلعب بتفقد جزء كبير جدا من قوتها عشان النادي لأهلي بتتبقى تركز بتغير خطاتها عشان النادي لأهلي انت قلت النقطة مهمة جدا النادي لأهلي والعيبة النادي لأهلي والمنظومة في النادي لأهلي بتلعب على البطولة بتلعب على المكسب في ناس فكرها فكر تاني مختلف تماما اه انا عايز اكسب طبعا ولكن ببص الاول على ان انا عايز امتع نفسي عايز العب مش عارف ازاي لا وقب بالك انت الجمهور الجمهور الآهلي زواق خلي بالك لما بيلعب تلعب تلعب وشاطر بعض من غير من غير من غير اداة كويس لا بيزوم عليه لا انا بقولك الفكر الاساسي الفكر الاساسي انك تاخد بطولة بس كنت بس هتاخد بطولة ازاي مفيش فرقة تاخد بطولة من غير اداء جيد ممكن اداء يقل منك مباراة مبارتين تلاتة ممكن يجي لك كربك ينزل في السيزون شهرين تاخد شهرين وورا بعض فيه مسلا تمام مبارات مش احسن حاجة بس بتاعف تكسب هو ده البطل البطل اللي هو طول الوقت عارف بيكسب ازاي بيكسب وهو كويس واحسن حالاته وهو بيكسب في اوحش حالاته بس في الظروف الغير طبيعية اللي احنا فيها كابتن واحد بصوا احنا هنشوف بعد ماتش العودة ان شاء الله بس نعدي منه الضغوط اللي هتحصل علينا في جدول الدور ده وارد ده وارد كل ده وارد كل شكل يعني الفرقة الكبيرة كابتن ايمن قدرها انها تتضغط الفرقة الكبيرة قدرها انها تتضغط فرقة بتلعب في السيزون خمسين ستين مباراة وفرقة بتلعب تلاتين مباراة فطبيعي بيبقى فيه فرق طبيعي بيبقى فيه فرق واحنا في ظروف برضو دلوقتي احنا في ظروف مش يعني كان ظروف قهرية ما بعد الكورونا والدنيا تضغطت وفيه كاس امم وفيه تصفيات كاس عالم وفيه اولمبياد فطبيعي هابقى فيه ضغط بس انت في وسط الضغط ده لازم توصل للاحسن حاجة فيه عندك هدف بتوصله طالما انت بتوصل الهدف ده ما فيش مشكلة بعد كده فيه حاجات كتير تانية فيه هدف بعيد المدى اللي هو بطولة الدوري وهدف اللي هو بتقدر تشغل عليه خلال شهر او شهرين بتوصل افريقيا او اسبوع فيه بتوصلة كاس سوبر او كاس او سوبر محلي فلاقي نادل اهلي طول الوقت عنده بناشئين بلعب اكبار بلعب اقدام بلعب كل حاجة هو ده قدر نادل اهلي ونادل اهلي هو ده يبدل شخصية البطل موجودة عنده الى مالة نهاية كابت نعلاقي يمكن قلتلي قبل بداية المباراة انا براهن النهاردة على نص ملعب النادي الاهلي ونص ملعب النادي الاهلي هو سر المكسب النهاردة وواضح ان انت يعني انا وانا بتكلم معاك يمكن كمان حتى قبل الماتش كنت الان شوية من الطريقة اللي لعب بيها مستر موسماني النهاردة انت كان عندك ارتياح كبير جدا من نص ملعب الاهلي النهاردة قلتلي السيطرة هو لعب المجموعة او لعب بالشكل ده عشان يسيطر على نص الملعب بس حكم فيه بص ايما انت قلت من شوية كنت جاب كل احسابات بداية المباراة احسابات كلها صفح النادي الاهلي عايز سيطر على وراه دفاعيا هجوميا دايما خلي نص ملعبك في احسن حال مش في النادي الاهلي بس مثلا في الكرة كلها كرة في الدنيا كلها اي اي مدير فني معا نادي كبير بيدور ازاي دعم خطه ازاي يسيطر على نص الملعب هو الاساس بتاعك نص ملعبك هو اللي بيديك التفاق في كل حاجة دفاعيا وهجوميا بيديك شكلك شكل اداء بتاعك النهاردة انت ملعب تلاتة احنا كلنا مسترحين اتها دول موجودين مع بعض اه ممكن حتة الشوط الاول الشكل الهجوم مش كتير لكن لا الشوط التاني زي بقولك انا انت مش 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 كنت لقاب الشوط الاول ايما انت ترى الشوط الاول زي ما انت عايز على فكرة لكن انت اللي حصل الشوط التاني ان انت بقيت عندك عارف نازح هجومية اكتر اطمعت في المباراة طبع انا بنشطين بقولك لازم نطمع في المباراة شوي انت شوط التاني كل اللي عام له مستر المسلماني انه هو حتى بطريقة كلام انه هو لا انا بقى اطمع في المباراة وبدأ اللعبة الفريق تحس انه هو فيه زقل قدام كده بما فيهم طبعا ديانج نص ملعب كان هاي لنهاردة كان في حاجة بتحصل نهاردة في المباراة بس دي اول مرة تحصل بالشكل ده صح وعملنا مستر المسلماني بينزل حمدي فتحي لكنه مساك تاني او تالت حمدي فتحي بسترم الكرة بتلاقي علي معلول خلاص ناعة تانية على الجانب الاخر فيه اقرى والتلاتة موجودين انت ما عندكش مشكلة وانت مستحوز برضا على الكرة يعني انت متمسكش كده الكرة وانت لأ انت مستحوز وشكلك انت احسن بكتير شكرا بقولك دايما الواحد بتفنن ازاي يخوص ملعبه يكون يعني نادي كبير زي نادي الاهلي اي مدير فني بيمسك النادي الاهلي بخته طبعا صح عنده ما شاء الله احسن عيما دايما نص ملعب بيلعب بأي تلاتة حتى التغيير اللي حصلت مع محمد مجدي بعد ما خلاص التراجن تنهيت عليه تماما في كل حاجة نزول محمد مجدي في الوقت ده خدت من محمد مجدي احسن حاجة عنده لانه سن بدنيا اكيد مش فتة او بدنيا لكن محمد مجدون معاك بيعمل لك خطورة بيعمل لك شكل هجومي كويس بدأ وبقيت انت كمان هجومين اخطر صحيح زي بقال لك انا التحر او الزق اللي عملها ديانج لا فرقت معاك اوي يا ايمي اه يكون ممكن يكون شوط الاول وعلى فكرة باحترم مستور مسلمان ان هو احترم الترجي اوي فعشان كده ممكن يبقى فيه شوية التزام في نص الملعب صح اعدي بس الشوط الاول اشوف الشكل ايه لكن هو شوط التاني لا انا احسن في كل حاجة مفيش خطورة على اغر كورتش الناوكة ممكن غلطة بتحصل لكن انت شوط تاني لا شوط تاني انت احسن في كل حاجة جميعا دفاعية شكلك استحوازك تهديدك على المرمى هدف وكان ممكن اذا اتكلم كان بتكلم اسامة كان ممكن محمد شريف جيب هدف وتاني كمان لكن النهاردة انت خارج المباراة انت لا انت كسبها بتكسبها زي عادل بيقول لا عن جدارة واستحقاك وانت اللي احسن في كل حاجة مصبو انا ممكن بقول كان فيه فريق واحد في ملعب النهاردة مش بقلم في فريق التراجي لكن انا بشيت بالنادي الاهل النهاردة النادي الاهل النهاردة بيلعب في وسط اجواء قبل المباراة ممكن تربك اي حد صح الا لعبت النادي الاهلي هدوء ثقة مركزين في حاجة واحدة بس ايمن الشغل اللي اشتغلوه الفترة اللي فاتت كلام مصر المسلماني وبدأوا ينفذوه بالحرف مفيش قلق خلاص الجمهور انتهى الجمهور مش يزيل اللي يلا معايا في الملعب صح اهو حتى اللي حصل شوية الراب كدير لكن انا نازل بلعب بشخصية النادي الاهلي صح النادي الاهلي شخصيوته بتفرضها على اي حد ما احترامك كامل لكل فرق لكن انت في حاجة كده اسمها انا لعيب النادي الاهلي لعيب النادي الاهلي ده للمصفات خاصة تمخ صح وطبقى قلمة سر زي ما حضراتك قلت كابتن علاء الرغبة والتصميم والارادة لعيب النادي الاهلي النهاردة وكمان معاهم مستر بيتس موسماني اللي حنروح تونس دلوقتي ونشوف اللقاء سريع مع زمنا العزيز فاروق صلاح فضل يا فاروق اهليك كابتن ايمن وضيوفك الكرام والكل مشاهدين مشاهدة وتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان مليون مبروك شوت اول النادي الاهلي بيطاع ويفوز على فريق الترجل تونسي في ملعب رابس بهدف مقابل لشيء سعدنا ان يكون معنا في هذه الاسناء نجم المباراة ورجل المباراة الكابتن مستر بيتس موسماني مستر بيتس موسماني مستر بيتس موسماني تاكتكيا كبيرة نحن مدير الفني وشكسية المدير الفني دايماً ببين في المباراة الكبيرة في ظل ضغوط وفي ظل صعوبات وبعض المشاهبات من الجمهور لكن شخصية الاهلي كتحضر نحن نفهم مجدداً نحن حتى في ملعب حتى في المنزل. لا أعتقد أن هذا كان أكثر من عندما ذهبنا إلى هلال عندما ذهبنا إلى هلال في المنزل الأخير كان هذا أكثر من هذا لأننا كان هناك في المنزل لذلك نفهم هذه الأشياء التي تحدثنا و statنا نجد أننا يجبنا ل любية لتفتحه العموالية وانيقا أخذنا إلى سابقا سيكون هناك شيئا ما يمكننا أن نفعل ولكننا لا نريد أن نكلفهم وعلى لو لم نحن نفعل لأننا نفهم وعلى لو لم نحن نفهم حتنا أن نفهم ونحن نفهم لأننا لم نحن نحن نفهم لأننا لم يكن لدينا الكثير من المساعدة لأننا قمنا بتأكيد 4 سنوات وكانت الأمر بشكل كبير لذلك يمكننا أن نقوم بشكل كبير ولكن الحمد لله نحن 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 وكانت الأجواء أصعب من هذا لجمهور نزل المرعب ومع ذلك إلينا نعدي الموضوع لم يكن لديها مشكلة لتعامل مع المواقف الزي دية إن كانت التحدي الوحيد أو كانت الصعوبة الوحيدة في نقطة أننا كنا واكدين 3 ساعات قبل الماتش ولماتش تأخر ساعة بعد 4 ساعات قبل الماتش فكاننا فترة كبيرة من غير ما يكون فيه في قبل الآخر دائق في الماتش لم يكن لديه طاقة أو لعيبة أنها تجري لأن أكلب ألا فترة طويلة لكن بخلاف كده كحتة شخصية نايد أهلي قدين يفروض نفسهم في مواقف الزي دية مستر بيتسو دايماً اللعيب بيستمد شخصيته من شخصيته مدرب شفنا الثقة والهدوء والتركيز على مستر بيتسو موسماني لما شاف الأهدية الأحداث وده اللي انعكس على اللعبين في أرض الملعب اللعيبة هادية مركزة عندها ثقة تقدر كبير جداً لمستر بيتسو موسماني في هذا الأمر نحن نجحن نجحن لديهم التعامل إنهم نجحنهم لديهم ونحن نجحن نعيش و يبقى النشاء وبالم اللعبين البعض لهم يجب أن نعيش منع في دراستيقار فعليهم كان مهمية ويترون التعامل من يجب أن نعيش بهم لكن الأهم شيء سيكثن جميعاً نحن نجل في الأحمر والجسود على العمل على التماريز. ثم مصطقة ولا نسى لأننا لا تراه. ويستحقنا بالأسفل ولكن لدينا الكبابين وشنوي، سادزامر قبليم والشنوي وشنوي. لن تلتسار الأسطرار والشنوي على ما نتقل على البرمجان. إنه ليس كل شيء عني، إنه ليس كل شيء عني، إنه ليس كل شيء عني، ويقول لحياتك، ده 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 واجبي، ده إلتزام علي، أو أعمل ده مع اللعبة، أنا أخذت اللعبة في قطة اللبس، وما دورهم بس أنهم يلعبوا كورا في الحتة الفنية. الحتة الإدارية دي بتاعت الإداريين طوال الفريق زي كابتن سيد والجهاز الإداري اللي معاه، أنا أخذتهم وهم أعرفنا نهديهم وكذو بس في المباراة، المشكلة بس اللي حصلت إنه هتعب بني حتة الدوافع بنبنيها واحدة واحدة قبل المطش بيكونوا في البيك في أعلى نقطة، طبعاً لما هديو خالص، فهو ترجع تاني تحطهم دوافع تحطهم، ترجعهم تاني في الحتة النفسية لقبل المباراة، بس طبعاً أنا معيش الوحدي، أنا معي كابتن شناوي وكابتن ساعد سامير واللعبة كبيرة في فريق بتساعدني في الحتة دي، أنا محاط بالناس بتساعدني في حتة دي، مش هما بس، حتى كابتن ساعد الحفيز وكابتن سامير أمسان بساعدون في حتة دي. أستر بتسو، على الرغم من تغير طريق اللعب أو تغير الأفراد، ولكن شخصية النادي الأهلي حاضرة في الملعب، موجود أفشا أو على مقاعد البودلا أو في أرض الملعب أو أي لعيف الملعب، صنعت أن الفريق هو النجم؟ هل تخوضون الايذرة؟ لا، ليس نظروا على واحد الملعب. لا، ليس نظرنا على واحد الملعب. ومعلم أن الفشا هو لا يحتفظ أن الفشا وإن تحت بحثة. الفشا حتى لا يحتفظ في رجالي في مركان، بالنسبة في مركان في ماركو. وأني أخبرنا كل القائلة أن فحة طالبا هي جيدة، طالبا هي رجالية. لم أكنت أستمر بالمشاركات لدينا نفعل الحديث جميعاً ملت قادمة لا أشكر بمشاركة كذا لدينا المشاركة بأن كل شخص يفهم أن يكون ذاول دادة مهمة جد هم أبطائع أيضاً لقافة أنا في م屋ال وكانت قادرة لقد كان لدينا وقد كانت تشاهد المشاركة وقد كانوا المشاركون لقد كانت أفشا وضعت أفشا وضعت أفشا وضعت أفشا لا يوجد أحد أهم من المجتمع نحن كلنا مجتمع شكرا نحن نحن مجتمع فعندما من المجتمع فعندما من المجتمع لا يوجد أفشا وضعت أخير نحن 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 لا يجب وإلى عمل الأرقام يقوم من بخير أن نحن 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 و هذه الأول مصر تحدث لأول مرة في تاريخ النادل هنا نفوز ثلاث مبارات في دور نصف النهائي مرتين على الوداد في القاهرة و المجرب والنهاردة بتفوز على الترجي في مالعب نعم، لكن لأني ليس بشكل مباري ليس بشكل مباري ليس بشكل مباري ليس بشكل مباري يجب أن تتركي على الناس وعندما ستحصل على الناس ليس هنا لكي أقول أنني قمت بشكل مباري أقول لأني ألي أنا أجل مباري هناك أجل مباري يجب أن تفعله أفضل من أجل أجل هناك أجل مباري هناك أجل مباري مثل مانويل جوسي يجب أن تكون مباري أشعر لذا أنا أجل أستطيع أن أخذها طريقاً طريقاً أنت بحاول أبني مجد مع النادي شكراً 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 ما كانش موجود. صح؟ في فترة من الفترات اكتر من اللعيب ما كانش موجود. وفيه لعيبة شفناها عندها كورونا ومنهم كان افشل. والنادي الاهلي لعب عادي وكسب. اه ممكن نقول ايه? الشكل مش هو ولكن عدينا وكسبنا وما تأثرناش. عادي جدا. لعبنا من غير بدر بنون ما تأثرناش. لعبنا من غير ايمن اشرف ما تأثرناش. لعبنا من غير ملعب ايمن اشرف ما تأثرناش. لعبنا من غير سردباكين قلبية دفاع اساسيين ما تأثرناش. لعبنا بدون نص ملعب اساسي ما تأثرناش. هو ده نادي الاهلي. هو ده كبير. هو ده زي ما قالوا نجومنا ده البطل. دي شخصية البطل. طيب نروح مرة تانية لزميلنا فاروق صلاح. ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة بالنادي الاهلي. فضل يا فاروق. من جديد بجد التحية بك كابتن ايمن وضيفك الكرام بكل مشاهدينا مشاهدي متابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاسناء كابتن سيد عبد الحفيز. كابتن سيد مباراة صعبة في ظل ضغوط في ظل مواقع يعني امور شفل كتير من الناس لكن دايما في الموقف الصعبة بتظهر شخصية النادي الاهلي ودي كلمة اللي دايما بتقول عليها. يعني الحمد لله طبعا يعني بس في البداية لازم اكد على معنى ان انت التسعين ديال الاولى خلصت لكن التسعين ديال الحسم هي في الكاهرة لسنا متحسن مش حاجة. انا كتبنا بنتجة مقبولة ومعقولة جدا في اللقاء الاول لكن هي سم فاني المية وتمانين ديال هي مش مورا ختمية فانتهت البطولة يعني او انتهت دور يعني. فانت عندك تسعين ديال هتبقى في الكاهرة هتبقى اصعب كتير على فكرة يعني لازم تبعارفين كده ويحنا وده كمان اللي قاله الكابتل على طول بعد المباراة يعني. فيما يخص اللقاء الحمد لله ربعمية يمكن يعني اه حتى الامور اللي اللي تعرضنا اللي هي في الاول دايت. يعني انا دخلت روم ولت روم كده يعني احنا مش في مشكلة احنا في تحدي. احنا مش عندنا مشكلة ولا حاجة. احنا نقدر نلعب بس عندنا تحدي كبير جدا. الان واللي خايف يعني يقول ان مش عايز نلعب وخلاص يبقى الموضوع انتهي. لكن هننزل الملعب ما فيش اه اي كلام ولا اي تأثير ولا اي اه اه تفكير في في اللحظة قبل اللقاء. لكن خدنا اجراءاتنا وخدنا احتياطاتنا وخدنا كمان يعني 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 زي ما بيقوله يعني لان انت يعني كان اتصال كل ثانية مع كبتل محمود الخطيب. وكان الامر ان احنا لازم يبقى عندنا موافقة كتابية من الكاف يعني انا بحترم طبعا اه نادي التراجي وابحترم اه اه الامن اه كل ما انا قائم على اللقاء لكن في النهاية انا لما هيك هتحصل حاجة هتكلم عن الاتحاد الافريكي مش هتكلم عن حد تاني يعني. فكان اه تصممنا انه لازم اه يبقى فيه موافقة كتابية من الكاف اللي احنا بتعهد لسلامة اللعيبة لو حصلت اي حاجة في اللعيبة عشان اقدر ان انا ارجع عليه في اي حاجة. وخدنا التعهد ده كتابيا مكتوبة يعني مدى على المراسق ومدى على المرائب يعني. حتن سيد بعيدا عن الشق الفني. في ظل الاجواء دي كان فيه دور نفسي وشغل نفسي. اعتقد الثقة اللي كانت اللعيبة على مدار التسعين دي بتحسب لدور حضرتك ودور الجهاز الفني دي. بص يعني في الاول والاخر اه 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 التفاصيل الصغيرة. التفاصيل الصغيرة هي اللي بتدي بطولة وهي اللي بيطلع من بطولة. تفاصيل الصغيرة سواء كان في في التحضير او اه التجهيز او اه اه المباراة نفسها يعني. انا بشكر اللعيبة زي ما انت قلت وشرحت دلوقتي هي شخصية. فرضوا اسلوبهم. انا قلت كده في مصر عافية قلنا. كل المباراة اللي كسبناها في الترج هنا كنا احنا اللي راكبين اللقاء. فعني مهم جدا ان ده كان يوصل لعيبة الحمد لله. بشكرهم عليه. لكن برضو بقول لهم وبحذرهم ان اللقاء التاني هيبقى صعب بمش سهل يعني. على الرغم من تغيير طريقة اللعب من اربعة تلاتة تلاتة اربعة اتنين تلاتة واحد. لكن شخصية الناد الهلي كانت كل اللعيبة يمكن. طبعا اكرم عمل درة رائعة جدا ومباراة ممتازة جدا. لكن كل اللعيبة كان لها بصمتها ولها شخصيتها ولها اسلوبها يعني. وانا زي ما بقول يعني انت هتبقى نجم كبير امتها? من المطشطة الكبيرة. يعني امت هتبقى نجم كبير? لما يبقى عندك بطولات كبيرة الا فهمه ولا عرفه. يعني ده من الاسطورة. الاسطورة طالما بيلعب في نادي كبير يبقى بيتحقق بطولات كبيرة. يعني ممكن الكلام ده يبقى مقبول إن في ناس تعتزب نجومها وتعتزب بلاعبتها. اه لو ما بلعبوش فهنادي ايال شوية فبيبقى مهارة اللاعب بتبقى مكانية اللاعب قدرات اللاعب. لكن لما بتلعب نادي كبير اللي بيحسب الكلام ده و اللي بيأكد الكلام ده هي البطولات اللي انت بتحرز معي. في اللقاء سابق يليك يا عودة في الكهراء اللقاء ده هيبقى أصعب كتير من اللي هنا لو دخلناه بشخصياتنا وأسلوبنا وحذرنا من كرة القدم إن شاء رحمن هنعدي كابتن سيد ما بيتغيرش هو هو نفس الشخصية ونفس العدم بس يكون كويس يعني شكرا شكرا كابتن أيمن داك اللقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيز طبعا عقب ناية اللقاء وفوز للنادي الأهلي على فريق ترج به هدف مقابل لشيء شوط أول زي ما قال الكابتن سيد بناطعه هنا في الفرادس إن شاء الله شوط تاني موجود في القاهرة إن شاء الله النادي الأهلي يحقق الفوز إن شاء الله الصعود للمباراة النهائية شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح وإزاي ما شوفنا الكابتن سيد عحفيز برضو بيتكلم بثقة وبهدوء وما بيبلغش في الفرح ودي عادة لعبة النادي الأهلي والمسؤولين في النادي الأهلي لما بتكسب مباراة صعبة أو مباراة قيلة أو مباراة بيرة وعندك لسه مباراة تانية حتى لو ما عندكش مباراة تانية إنتوا عارفين حضراتكم في النادي الأهلي حتى الفرحة الفرحة بيبقى يدوبك بعد المباراة وتاني يوم بص للبعض كل الأجيال بتاعتنا كده حتى لما بتاخد بطولة يعني مثلا بتاخد بطولة أفريقيا إن شاء الله ناخد العشرة بإذن الله تاني يوم عندك ماتشات دولي خلاص اتقفلت البطولة نبص على مباراة الدولي اللي جاي نفس الحكاية هي أجيال بتسلم أجيال بنفس الفكر بنفس المفهوم بنفس النظام بنفس الالتزام بنفس إيه بقى الحتة اللي هي مفتقدة في حتة كتير انت انت أصلك أصلك بتحب الكيان بمجرد ما بتدخل النادي الأهلي وبتنتمي للنادي الأهلي بتحب الكيان زي ما قال الكابتن ولي سليمان والجملة دي هتفضل معلقة معي كويس قوي وكتير قوي كابتن ولي سليمان قال احنا قبل ما نبقى لعيبة في النادي الأهلي احنا من جوانا منتميين لكيان كبير وعظيم زي النادي الأهلي احنا جزء من جماهير النادي الأهلي هنطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم عن أحداث المباراة مع نجمنا الكبار أرجوكم انتظرو نرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين كابتن بلال قلنا قبل المباراة ميستر موسماني بيجودي اللعب مع الكبار شاية دي حية تعال نستعرض بس ماتشات ميستر موسماني مع الفرق الكبير صح الوداد 2-0 في الوداد بمناسبة الوداد شرط الأول خلص للوقت بين كايزر شيفز بدل جنوب أفريقيا والوداد بفوز أو تقدم كايزر شيفز 1-0 نتيجة المتشف المغرب نتيجة تعتبر حتى الآن فيها جزء من المفاجدة دي حقيقة دعني نكمل لكابتن الوداد 2-0 الوداد في القاهرة 3 الزمالك 2-1 في نهاية أفريقيا الزمالك 2-1 في بطولة الدوري 1-1 سانداونز 2-0 عندك هنا سانداونز هناك 1-1 نهاردة الترجي 1-0 في تولس تتكلم عن سبعة من المتشات المتشات الكبيرة الفرقة الكبيرة المتشات التي لعبتها التي فيها اختبارات للمدير الفني المدى مقياس عداء المدير الفني وتركيزه أثناء المباراة كل هذه مباراة كبيرة قدر مستر موسماني أنه يكسب تعريبا معظم المباراة تعادل تعادلين تعادل مع الزمالك وتعادل مع فرقة سانداونز هناك في الجنوب ده معنا أنه بيحضر كواسي أقول الفرق معنا أنه بيقرأ الخصم وبيذكره بشكل جيد جدا معنا مش مره هو كمان على الشاشة بيلعب الطرق المناسبة للفرقة الكبيرة نهاردة حتى كمان الجيم نهاردة هو فرد سيطرته على فرقة الترجي الترجي نهاردة عنده عناصر هجومية رائعة جدا 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 كنا نهاردة بنفكر نترى مستر موسماني هلعب بثلاثة فلاية واحد في نص مرعب فجئنا بتغيير الطريقة بتغيير الطريقة وبالعب الطريقة مختلفة بلعب بثلاثة أربعة تلاثة في حالة الدفاع خمسة ثلاثة اتنين أو خمسة أربعة واحد دي دول الترايتين اللي كان بلعب بيهم النادي الآلي في الحالة الهجومية وفي الحالة الدفاعية ومع ذلك لقينا النادي الآلي النهاردة يعني في الحالات الهجومية هو الأكثر خطور الأكثر شراب في كورآة طبعا الكرة اللي تلعبت لطهر محمد طهر كممكن يسجل يسجلها هدف اللي حطاها وجات في الكشبكة من بره دي واحدة من ضمن الكرات الخاطر للنادي الآلي تحرقات كمان المهاجمين ويعني يعني عايز أقول انك انت النهاردة وانت حتى بتلعب في الحالات الدفاعية برضو المهاجمين بتوعك بيجرهم فرص كتير صح بيجرهم فرص كتير عن طريق آآ أفشا عن طريق السلية عن طريق أليو ديانج النهاردة أليو ديانج برضو شوت ثاني من الأشواط الرائعة بالنسبة لأليو ديانج تحرر بشكل كبير جدا الشوته التاني وعمل الجل بشكل رائع جدا في كرة المعلومين كمان وبالجل والجل الو انو تفتكرون موراة لتحاد سكنداري برضو نفس الكرة لعيبها واللي جي منها بنالتي مراب محسن جاب منها بنالتي واخد على طريقة اللعبة دي. انك كنت كمدير فني تدي او تسمح للعيب الميدفلد ان هو ياخد الخط ده بنسبلك. اه طبعا. دي الكرة تلعب التحرك رائع جدا جدا من محمد شريف. ودي ميزة كبيرة عند محمد شريف. عنده التحركات دي رائعة جدا جدا جدا. بيعرف يسبق. بيعرف يسرق بلغة الكرة. بيعرف يسرق بشكل كويس. اوي 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 اوي. عملها وعملها في مرات الزمالك. لو تفتكر الهدف ان نسجله وعملها برضو في مرات الزمالك. كان كرة ضعت منه لكن التحرك وفيه كانت تحرك رائع جدا. وعمل واحدة شوط الاول اللي هو كان واسخ انه هو كانت جوح صايف. اه لو كان سنة. اه يعني سنة صغيرة دي اللي ارتدت من حمد فاتحي. صحيح. فعايز اقول لي ان الاداة الهجومي كمان مع عمو سيماني اداء جيد جدا. نهاردة حتى مع الفرقة الكبيرة. ما فيش مباراة خرج فيها من غير تسجيل اهداف. كل المباراة تسجل فيها اهداف. ده معنا ان هو برضو بيحفظ اللعيبة. زي ما قال عادل كده والكابتن عليكم. نهاردة تكلموا على ان ازاي مو سيماني النهاردة بيحفظ اللعيبة داخل الملعب. ازاي المهام بتاعته اللي ده للاعيبة. والحب بالنسبة ان احنا كناس بنتفرج على على الماتش. مهام اللي مديها لاليو ديانجل. مهام اللي مديها الحمد فاتحي. الاتنين المدافعين في حالة في حالة التحضير الهجمة. ازاي بيطلعوا على اطراف الملعب. عشان يفضم ساحة حسنية. عشان يقدروا يشتغلوا من على اطراف الملعب. فعايز اقول تحية المو سيماني في المباراة الكبيرة. اداء جيد جدا. انت في الاول في الاخر برضو كابتن ايمن. انت بتتكلم على نتائج. نتائج مع الفرق الكبيرة. مدير فن جيه. في اوقات صغيرة بياخد بطولة افريقيا. دي حاجة تحسب له. خد كاس مصر. خد بطولة الدورة العام. خد السوبر الافريقي. قدر ياخد تالت عالة مع فرق كبيرة. مش فرق صغيرة. كسب الدحيل وهي فرق تمتلك عدد كبير جدا من النجوم. وقدر يكسبها الناد في الالي. بنتيجة واحد. السوبر الافريقي. النهاردة. السوبر الافريقي طبعا. النهاردة. يعني خلاص انت رجليك تكاد تكون خبخة وسينة وقدنا في المبارنة. في المبارنة نهاية ان شاء الله بإذن الله. بالأداء. انا بتكلم على الأداء اللي انت قديته النهاردة. أداء النادي الاهل النهاردة. بيخليك ان انت قاعد متطمن من النادي الاهل ان شاء الله في النهائي. النادي الاهل لما بتحصل له. يعني مش عايز اقول للعيبته طبعا. النادي الاهل لما بيفوق. لما النادي الاهل بيعوز ان هو يكسب بطولة بيكسب بطولة. النادي الاهل لما بيسر. ويبع عنده ال هذا الصرار. اللي هيخد بطولة بيخد البطولة. ما فيش حد أن يكدر يوقف النادي الاهلي لما يكون عنده أو عند العيبة. له السرار إنها يتقضلب ابطولة. النهاردة إحنا فأنا أحيانين نقول البطولة التاسعة. م отсق. وكانا مصررين عليه أن إحنا أ Provider بطولة التاسعة. النهاردة أعتقد ليقي과�ت على العيبة النادي الاهلي. المصممين عن أنهم ميخدوا البطولة العشرية. أتمنى إن شاء الله بإذن الله العشره. نديه الاهلي بإذن الله إن شاء الله. عندك أقوال أخرى؟ عشان كابتن ساما عمالي وسيلك بياها تمنى بولا تمنى يا الله كابتن ساما عايزة أتكلم معك في نقطة مهمة جداً وهي وجود الكابتن محمود القطيب كرئيس بعثة مش عايزة أقول بقى في الأحداث الصعبة قوي يعني شفناه في كاس العالم في قطر شفناه في السوبر شفناه النهاردة ودي مش عايزة أقولك إن هي أنا مش عايزة أتكلم معنا كابتن محمود الخطيب إن شهادتي هتبقى مجروحة ففعلاً يعني السؤال ده أنت جاي لأنا ومعليش ما أنا جاي لك أنت جاي لك أنت لأنا كريب جداً من ده ده كمان بيدي دعم وثقة كبيرة جداً 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 لعيبة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في البداية يعني هارجع لمباراة السوبر الأفريقي ومباراة سانداونز الرحلة اللي كانت طويلة دي رحلة مباراة سانداونز في جنوب أفريقيا وكان سفر ما يكره من 14 ساعة وطلعت من سانداونز بعد كده على الدوحة مباراة السوبر الأفريقي بعد كده رجعت مصر في الفترة دي يعني كان الدكتور بتاع الكابتن نصحه عشان طول السفرية واللي قاعدة في الطيارة قال له بنصحك بلاش السفرية دي يعني علشان المشاقة والسفر وضهرك والكلام ده سفرية جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا في الأول هو أصر علشان يعني ليه دور مهمة مع اللعيبة مجرد إنه لما بيطلع الطيارة مع اللعيبة ليس ما تكلمش فالرسالة بتوصل للعيبة أهمية المباراة تحس إن الدنيا مجدودة وهم كمان قريبين منه ففي حب وفي دعم كبير منه ليهم دي بتديك ثقة كاللعيب كورا طبعا وشفنا كمان كهرباء وهو بيحكي موقف كان قبل مباراة السوبر الأفريقي بعد المباراة وكان ليه بعيد عن المباراة وإزاي كابتن خطيب حفزه ودعمه ودخل وبايت معنوياته في السماء عشان يرجع كهرباء تاني فالدكتور نصحه لكن كان مصر برضو في نفس الكلام في سفرية تونس دي دكتور برضو قال له علشان السفرية وضهرك والأسار الجانبية بعد كده دي لقطات حصرية كابتن أسامل طبيس النادي لالي بعد المباراة في طريقه إن شاء الله بإزناء يرجعوا بالسلام إن شاء الله للمطار مباشرة لكن طبعا وجوده مهم جدا كمان شوفنا استقبال هناك رئيس التراجي التونسي الجالية التونسية هناك والمسؤولين في التراجي للكابتن والنهاردة كمان برضو موقف زي النهاردة ما اقتوسطه مع كابتن سادة وحفيز والناس اللي دارة الفنية ازاي النهاردة في الظروف الصعبة دي يعني أنك تهدي اللعيبة بتاعتك وتكون اللعيبة نزل أرض الملعب وده اللي مسلمان يتكلم عليه واشتغلوا زي مع اللعيبة أنت كنت قريب منهم في كاس العالم الأندية هل الكابتن الخطيب بيعمل اجتماعات مع بعض اللعيبة مع الجاز الفني كان الخطيب ولا يتدخل مع اللعيبة ولا الجازة فنية ما كانش مكان فنية هو ممكن اجتماع بعد مباراة مثلا أو قبل مباراة تحفيز وتحميز وكل يحمس اللعيبة وبعد المباراة عشان لما مبلغش في الفرحة علشان عندنا مباراة تانية والمسؤوليات العلى اللعيبة كانت بعد المباراة وكان دايما دعم وكمان في كاس العالم الأندية كان ليه اجتماع مهم بعد خسارتك من باير ميونيخ كان لسه اه كان عندك لسه أمل أنك ازاي تحقى مركز والكلام ده فكان دوره مهم في النقطة دي في رفع المعنويات طبعا طبعا والنهاردة برضو يعني كان الكابتن سيد هو بيتكلم قال الكابتن أول ما دخل يعني كان أول كلام خلاص هنفرح بعد المباراة دلوقتي في قط اللبس خرجنا بنقفل الصفحة علشان عندنا مباراة أهم خلال الفترة الجاية ومباراة مهمة هي التراجع صح زيما النهاردة وإحنا بنشيد بقى بالمنظومة اللي هو بنشيد من وسلماني لازم نشيد برضو بجهاز الطبي جهاز الطبي النهاردة في تجهيز النهاردة اتنين لعيبة مهمين وقعوا منك بعد السوبر الأفريقي عندك محمد هاني وكان محمد مجد أفشا واثنين من العناصر الأساسية عندك النهاردة الجهاز الطبي في خلال الأسبوعين ده لما يشتغل مع محمد مجد أفشا ثلاث مرات في اليوم أو أربع مرات علشان اللاعب يكون موجود والنهاردة كان موجود وظهر بشكل مميز جدا ويلعب ثلاثين ديئة فلازم نشيد بالجهاز الطبي المعاون لمسيماني ولازم نشيد باللعب اللي هو كان عنده رغبة كبيرة إنه يكون موجود في مرازة النهاردة هو اشتغل من أول إصابته من أول يوم على اللحظة دي إنه يكون موجود وكان مفيد دي الفرة النهاردة صح وهو كابتان عادل قال لنا برضو حاجة قبل المورة ما تبدأ إن المورة لما بتتأخر أنت مثلا واكل قبلها بفترة كبيرة السويل بتاعتك واخدها قبلها بفترة كبيرة كل ما الماتش بيتأخر أنت كل ده بتفخده من جسمك طبعا فأكيد كان فيه دور للجهاز الفني في النحا دي للجهاز الطبي الجهاز الطبي طبعا والجهاز الفني وهو موسيماني علق قال لنا احنا وصلنا لأعلى نقطة في التركيز وفي الحماس وفي الدوافع فالنهاردة لما بتنزل تاني إزاي أرجع الشحن المعنوي للعيبة تاني علشان اللقاء وقال ده برضو حتة التأخير ممكن أسر شوية فاخر عشر دقيقة والكلام ده لكن الحمد لله النهاردة خبرات لعيبة النادي الأهلي إدارة موسيماني النهاردة العالية صح فيه ربنا سبحانه وتعالى طبعا في البداية موسيماني قدر المباراة بشكل كبير لازم نشيد برضو بأكرم توفيق أكرم توفيق النهاردة لما عندك محمد هاني عنصر أساسي ويغيب في مباراة مهمة وانت عندك التشكيل والقوام الرئيسي ويقد بالشكل ده صح في ظل الظروف دي النهاردة يلعب خمسة وتمانين دقيقة النهاردة وقف قافل الحتة لنحية اليمين حمد الهوني هو يعني أكبر نقطة خطورة بالنسبة للتراجع النهاردة ما حسناش بوجود حمد الهوني النهاردة فالنهاردة لازم نشيد بأكرم توفيق أيضا علي معلول النهاردة برضو علي معلول اللي كنا دايما بنشوفه عايزي هاجم 90 ديئة لا النهاردة عنده اتزان وعنده سبات فارمل نفسه شوية شوية تاني وقف كان بيطلع في الكرة اللي حس يعمل فيها خطورة النادي الاهلي ويرجع تاني قافل مكانه واقف عامل الاتزان النهاردة مع خط الدفاع لكن لعبة النادي الاهلي النهاردة وجود فرق معا طبعا علي معلول من أهم مفاتيح لعب النادي الاهلي سواء هجومية والنهاردة كمان أدى مباراة على المستوى الدفاعي بشكل كبير جدا كمان على حتة الاستحواز كان عامل النهاردة زي المسلسات الممنون في الكرة النهاردة مع أفشة كان شوية مع صراح محسن مع عامل أشرف تحته فالنهاردة النادي الاهلي كان خطوطه أو الأطراف النهاردة اشتغلت بشكل مميز جدا خاصة في الشوت التام صحيح كابتنا عادل إيه إيه اللده الأفضلية للنادي الاهلي من بداية المباراة يعني أنا بتكلم برضه خلي بالك إحنا ما منيجي نتكلم بنتكلم على خصم عنيد وخصم عنيد بلعب على أرضه وسيناريو متكرر إيه اللده الأفضلية انت بتكلم على مباراة من 90 دقيقة في وجود جماهير ظرف استثنائي مباراة ملعبك مباراة ملعبك وماتش صعب والحزوز متساوي وعندك 3 العائلة مش جاهزين انت عند كل حاجة عندك حمدي فتحي أول مباراة لعبها بقاله فترة طويلة جدا علي معلول أول 90 دقيقة بقاله فترة طويلة جدا أكرم توفيق أول مباراة لعبها بقاله فترة طويلة جدا وهفش رجع من إصابة أنا شايف الأول حاجة النهاردة اللي كاننا فيها اللي أشارنا بها على المسيماني طريقة اللعب طريقة اللعب عملت استحواز كبير جدا نادل آلي ودي نقطة مهمة جدا مستغرب ولا إيه لا هقول لك عليها حاجة ماشي كم طريقة اللعب أول حاجة أول حاجة من الحاجات اللي عملت استحواز نادل آلي جيد عملت انتشار جيد ماشي وجود حمدي فتحي جنب آيمن أشرف وجنب بدر بنون عمل استحواز جيد مع سووط واحد من السلية أو ديانج ان هم عمين شبه مسلسين قصاب بعض هم عمين زي كويس أربعة عمين مسلسين جنب بعض وعملوا بشكل جيد جدا كويس أنا بقعها في النقطة دي لما بصنا على التشكيل في البداية ولقينا ثلاثة في نص الملعب ثلاثة فلات في نص الملعب أنا من الوهلة الأولى تخيلت إن حيهتم بالجانب الدفاعي أكتر من الجانب الهجوم ما هو ما هو اهتم بالجانب الدفاعي لا بس أنا في الأول قلت زيادة عن اللزوم إنه هو يعني حيقفل جامد قوي وحطة الهجمات دي هتبقى اعتمادة على كورتو لبس إنه ما احنا شفنا العكس لو أربعة تلاتة اتنين واحد أيوا لا هو بس إحنا لو جينا اتكلمنا على الفيرت التراجي قبل المباراة هنشوف ايه مميزات فيرت التراجي ماشا أول حاجة الأطراف ماشا وبالأخص عند حمد النقاز تانية حاجة عند حمد الهوني ولو أنيس البدري موجود أو الرأس حربة الغني موجود ماشا تمام كده إنه اللي قفل كله قفلت تلاتة صح الخمسة قفلت التلاتة بمعنى ايه علي معلول بقى موجود مستني حمد النقاز ما بقاش عنده مشكلة فيه وحمد والعيب الجناح بقى لما يدخل جواب الملعب بقى موجود اي من اشرف ماشا ولو راح الناحة التانية بقى موجود بقدر بنون مزبور وإحنا في الوهلة خيلنا إن حمد فتحي بيرجع يستلم الكرة بس ويعمل ويعمل بناءة الهجمة ويخرج لأ ده هو كمان النادل اهلي وقف بالك لما تيجي تقيم اي فرقة وتشوف الشب الدفاعي بتاع اي فرقة بتشوفه في الشق الدفاعي مش الشق الهجومي لإن انت ممكن تكون بتلعب اربعة اتنين تلاتة واحد وبتسقط واحد ما بين الاتنين المساكين يشتغل بقى بتلعب تلاتة وما تنفعش تقول ان الفرقة بتلعب تلاتة طب ابان قوي انت بتلعب تلاتة واقع بتلعب خمسة وانت في الشق الدفاعي حمد فتحي طول الوقت بينزل يسقط ما بين ايمن وبين بدربانهم وده اللي شوفنا فيوقات كتير جدا من برا فانت كده قفلت حاجتين مهمين جدا لفرقة الترجي اول حاجة الاطراف تاني حاجة الكرات العرضية هم مميزين جدا في الكرات العرضية مميزين وبيدخلوا بتلاتة وباربعة في الكرات العرضية لما بالكرة بتروح على طرفهم من الاطراف بتلاقي اكرم طوفيه موجود وبتلاقي رباعي جوا التمنتاشر الرباعي ده مستني بقى اتنين تلاتة لو ده خلت باربعة كمان مفيش مشكلة لان انت عندك بدر بنون وفي ظهره حمدي فتحي وفي ظهره ايمان اشرف وفي ظهره علي معلول فبالتالي انت النقطة اللي احنا قد نتكلم فيها انا وقبت على بقى احنا شغالين هل بصراح محسن هيقدر يشتغل مع حمدي النقاص للاخر مئة متر صح اه فإذا الموسماني عمل ده بشكل مختلف تاني واقف له علي معلول مصبو واقف له ايمان اشرف مع وجود حمدي فتحي معاهم بقى فيه ثلاثة في الناحية دي لو عندك رأس حربة وجناح وبك مفيش مشكلة يطلع عليك كويس وعندك فيه رابع مغطي كمان اللي هو بقدر بنون كويس ولما بتبقى الخورة بقى مع حمدي فتحي وبينزل في القلب كمان كنا بنشوف علي معلول واقرم اه طيرين وكمان الجناح الايمن في الاتراجي بينزل مع علي معلول دي اول حاجة في طريق ثلاثة خمسة اتنين دي طريقة هجومية بحتة وانت وكرة معاك طريقة هجومية بحتة لان هي صعبة جدا وانت بتدافع صعبة في التنفيذ وانت بتدافع صعبة في التنفيذ لان انت بتلعب بتلاتة بتحضر بتلاتة اي اكي انك بتلعب اربعة وجناح طاير طاير وعندك باكين طايرين والباكين دول مش طعب تدافع فيهم احنا اتفقنا ان معيني الشعباني ما عرفش يشتغل على موسماني فضل بلعب بنفس الطريقة والاجناحة بتاعته بترجع فالاجناحة بتاعته بقى تضرب اللي اربعين خمسين متر اللي احنا كنا خايفين صلاح محص يضربهم وفي نفس الوقت بقى فيه لعيد زيادة في خط الظهر بيسلم الكرة وبيستلم مع السلاسي والسلية اذا فانت اول حاجة قفلت مفاتيح لعب الترجي وتاني حاجة عملت الانتشار جيد ولو نيجي نشوف كل احسن فترات مصر في تاريخها احسن فترات النادي الاهلي مع مانور وجوزي من 2005 ل2008 او 2009 النادي الاهلي بلعب 3-5-2 2006-2008-2010 مع كابتا حاسم شحاتا الاهلي بلعب 3-5-2 فالطريقة دي مش هقول انها باية جديدة لا هي الطريقة دي احنا مغينا 4-4-2 قريب احنا اصلا طبيعتنا طول الوقت عماد النحاس موجود بيعمل استحواز جيد مع المنتخب كان فيه هاني سعيد موجود وكان فيه إبراهيم سعيد وكان فيه عماد النحاس وكان فيه لعبة الكورة فاحنا طريقة محببة لنا بنعرف نعمل بيها استحواز جيد فانا شايف النهاردة كان فيه توفيق كبير جدا من موسماني انه يوصل لطريقة اللعبة دي قفل بيها كل مفتاح لعبة الترجي وفي نفس الوقت عمل انتشار جيد انتشار التاني جيت في وقت ملاقوات اكرم بيعمل كروس وعلي معلول جوة 18 صح لو حيطك لو احنا جبنا كرة طاهر اللي هو اتعمل بالعرض وحطها علي معلول جوة القوس علي معلول وطاهر ومحمد شريف وكان صلاح محسن كمان فانت عندك زيادة عادية فيها وفي نفس الوقت مؤمن بمين مؤمن بتلاتة ومؤمن قدامهم بديانجو والسولاية النهاردة ديانجو والسولاية كم مرة راحوا 18 داخلوا 18 الخصم أولا جدا كم مرة خرجوا على اطراف أولا جدا فانا شايف النهاردة لقى فيه شكل خطتي جيد مناسب لنا كمصريين كمان وكل لعيب تنادي لأهلي انا شايفنا هو مش حاجة غريبة اي وانا شايف ان دي شجعة من مسماني لان اصعب حاجة على المدرب الفرق الكبيرة مدربين الفرق الكبيرة انه يتنازل عن طريقته صح طول الوقت ممكن تقول انا ما اغيرش انا النادي لأهلي ما اغيرش طريقتي عشان خصم حتى لو بلعب مين اي دي ما فهاش ما لهاش مش مشكلة عشان كده قلنا ان احنا في قابل الموارا مسلماني ده كل مبارا متغير اه يعني في تاكلوب هناك لعب اربعة اربعة اتنين اي قفل اطراف وكان اه افش افش في مباراة بلعب تلاتة في نصف الملعب في مباراة بلعب اربعة الطريقة العادية اربعة اتنين تاتة واحد فحسب معطيات المنافسه قدامك وازاي يستغلوا ممكن تلاقي مسلماني دي شجاع اه دي حاجة صعبة جدا يا كابتن كلام ده بيحصل برا ملعبك يعني مش جوع او كمان برا ملعبك ولو جوا ملعبك بلال ولو جوا ملعبك بلال دي حاجة مش 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 وحشة دي شجاعة فاكل يا بلال مباراة كايزر شيفز تكسبنا اربعة واحد اربعة واحد اربعة واحد فاكل احنا عادنا نتمرن الاسبوع كله فين عادينا بنلعب زوم ونصف ملعب هنعف سطرق قاهرة احنا بطل دولي بطل افريقيا وهنلاعب كاس سوبر كايزر شيفز وبنلعب زوم من نصف ملعبنا احنا عادنا اسبوع واحنا ازاي نلعب نزوم من نصف ملعب بندفع في نصف ملعبنا لعبنا تلاتة اربعة تلاتة ولعبنا وروحنا شوتر اول تلاتة اتنين واحد ومضيعين كم فرص مفردات بقى خالب بيب وورده شحاتة فاكل ابلال المشهر فمشعب فدي شجاعة من موسماني انه يغير طريقته عشان حاجة مناسبة لفرقته دي ايه حاجة تحسابله ودي حاجة مهمة جدا ليه النهاردة كابتن علاء عايز اتكلم في نقطة النادي الاهلي النهاردة نهى والجانب البدني عنده وزي ما شفنا اعلى من فرقة التراج ناس كتير جدا شككت في مصر موسماني لما قال حدي ست يام اجازة قبل المبارة دي كويس والناس بعض جمهور كمان قلق شوي قال لك ان الست ايام فترة كبيرة جدا اللي احنا شفنا النهاردة بالعكس احنا شفنا ان النادي الاهلي كان ليه افضلية كمان غير النحاة الفانية من النحاة البدنية ولو شفت معدل جاري لعبت النادي الف مبارات ليه اعلى من النادي هتبقى اعلى قاير جدا كمان اي اما بقى ادي اجازة ايمن او بقى اعمل بعد فترة ضغط مبارات هو مش مستمس من الواحدة على فكرة بقى هو الجاس كلنا وقاب مع الدكتور مع المؤد البدني ويبدأ يعمل خطة للفترة القادمة صح الفترة انا كنت فيها اللي فيها ضغط مبارات دي شكل لعبتي ايه كم واحد كان لعب مبارات كتير كم واحد كان عنده اصابة كم واحد محتاجة واخد ايه يرجع كل الكلام ده هو بيعمله لو انت فاكر ان قبل ما يدي الاجازة كان عام مبارات دية صح انت فاهمني مصبوك شاب بعض اللعيبة وقدام مبارات دية وهو الست ايام دي هو مش محددة كده هتبط اه لو تجيب ديهم ستة تم تخليها خمسة عليها باربعة لا 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 خالص هو بالزبط بيقعد مع الجهاز كله وبيحدد انا هدي ست ايام هو هم حاسبينها حاسب هو ان الست ايام دي فترة هتبقى مريحة جدا 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 لكم اللعيبة اللي ضغط المبارات اللي باتت دي كويس ومش هتأثر عليهم لان هو المشوار طويل قوي وضغط مبارات كتفضل وفي ناس مكادش الوقت ده راح اسأل بيها تماما بالزبط وفي ناس كاببت على فترة المنتوع خطعة كده شوي لكن هو ادى ست ايام هو عارب بيعمل ايه بالزبط نفيش حد يا ايام هيبقى ادخل عمورة مهمة زي دي ويعمل حاجة كده مش متروسة مصبور وهو عارف وهيلاعب مين وعارف هو فين وعارف الدور قبل النهائي لا وعارف هيقابل مين كمان ومباراة في تونس ومباراة مش سهلة هو عارف بيعمل ايه كويسة وقبل ما يدى الاجازة كمان هو قبل ما يدى الاجازة هو في الضبط عارف فترة الرجوع دول يا كابتن علاء ربطة مسجعي الاهلي في غزة معانا بقلوبهم ومعانا بتشجيعهم الجميل على فكرة دول كل ماتس كده كل ماتس للنادي الاهلي كده على طول كده ويمكن بعتولنا صورة بلي كده احنا برضو عايزين ندعمهم وانا عايزين نقلوب انتوا معانا واحنا معاكم بكل قلوب لا ده 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 احلى ناس في الدنيا على فكرة وكل مهراء فكرة هم انا اعرف رئيس النابطة على طول على طول معايا وعلى طول في كل مهراء بي بعتليها تهنية والناس ما بيستدناش لحظة على فكرة وناس جميلة جدا وبجد بي احلى عارف بي احلى حاجة فرحة لقطة جميلة اه طبعا فرحة الكماهير وربنا طبعا يكون معاهم وفعولهم لكن كمان ايه ده اعلام مصر اعلام مصر فرحة نادي الاهل فدي حاجة حلوة جدا وحاجة انا بفرح امشوف الناس دي والناس دي عطول على فكرة احنا اعتصال دائم بينهم فبقالهم يا رب ان شاء الله تبقائمكم افرح كلها يا رب ان شاء الله واحنا بندعمهم طبعا طبعا كل الدعم اليوم كل الدعم اليوم اكيد طبعا فبقالك ايمن هو يعني هو قبل ما بيدي الراحة هو عارف لما يرجع هيعمل ايه يعني هو ست ايام راحة انا عارف لما ارجع هعمل ايه مع العيبة دي عشان كده ما فيش تأثير النهاردة النهاردة العيبة كلها حتى اللي كان بالها فترة واللي كان لسه راجع من الاصابة زي علي معلول واللي جات له اصابة زي اكرم وكان في حد مصابة محمد مجدي كمان بس محمد مجدي كمان اول ما جات له الاصابة دي على طول يومها كان بيشتغل على طول على انهو عايز بقال لكن لازم لازم نقوله ان كل التحالي هو لان هو فعلا خطت صح ست ايام اجازة ما فيش مشكلة خالص فيها راجعت الايام النهاردة كلها ما فيش اجهاد ما فيش حاجة خالص كمية جاري ممتازة النهاردة استحوازك النهاردة استحوازك كمية جاري في الملعبة كبيرة جدا 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 فلا حتى اللي كان بيشكل بص اياما اي قرار مش هيعجب الناس كلها يعني لما مسلا بلال خد قرار هتلاقي يعجب اسامة واياما ممكن ما اجبنيش انا وانا عادل لكن انت دايما بتحسب القرار ده امتى لما تشوف نتيجته نتيجة النهاردة ان الراجل ده على حق اتكلمش هتكلم هتقول ايه يعني ما شاء الله النهاردة كله طالع سليم الحمد لله كمية جاري اكتر من الترج استحوازك عالي جدا كمية جاري كتير جدا فرصة لا كل حاجة النهاردة النهاردة المرائما الحمد لله مكسب ديك مؤشر بدني ان انت في حالة بدنية مريحة جدا 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 رجوع لعبتك بعد فتة الراحة زي عالم علول الحمد لله تمام محمد مجدي تطمينت عليه نهاردة حتى في النص ساعة اللعبها انت النهاردة طالع كسبان في المباراة في كل حاجة الحمد لله راجع ان شاء الله قاهرة مفيش اصابة ودي اهم حاجة صحيح بدنيا اللعبها ويخارجها يا امن وخارجين مبسوطين ما تحسش ان فيه اجهاد على وش اللعب بسبب اه المكسب بيضيع كل حاجة لكن كمان اللعبها طالع مفيش مفيش مشكلة صح وكده بيقول لك النهاردة اي قرار بيتاخد انت بتستنى فيه اللي عايز ينخدك من غير حاجة ودول كتار ايه انت فاهمني وفيه اللي عارف ان الراجل ده بيحسب حزبه صح بس مستني النتائج النتائج النهاردة بتقول ان الراجل ده كانت حزبته صحة في كل حاجة ووضح ان هو عنده سخطة كبيرة جدا في اللعيب عنده صخطة في اللعيبة عنده صخطة في الجهاز اللي معاه عنده صخطة في ادارة عارف ان ادارة بتدعمه كويس جدا كابت محمود دائم بتكلم عليه كويس جدا ودائم بتدعمه كويس جدا يعني بس هضيف حاجة على اسامة عشان كابتن محمود بص ايما المدير الفن بقى ساكم اللعيبة اللعيبة طبعا كابتن محمود بيطلع معاه حاجة كبيرة جدا مدير الفن املايا رئيس النادي دائما معاه في مورات اللي هي صعبة ومورات اللي بيبقى على المحاك دي هو اساسا بيتطمن دا دعم ليك انت انا بدعمك انت انا يعني انا بدعمك انت هو عارف هو مين رئيس النادي والرئيس النادي دا مش يعني مش اسمه خلاص لا دا اسم كبير فما بيطلع معاه في كل السفريات دي لا دي تدعيم جامد جدا وانا معاك من غير ما يتكلم في الكورة دا ما بيحصلش على تكلم دي اهم حاجة بالضبط يا عادل دي اهم حاجة دي حقيقة طبعا دي مدرسة الوحدة طبعا حيط الدنانة بدعمك دي ما بدعم مدير فني مع رئيس النادي في المفاريات دي ايمن دي لوحدها قصة كبيرة جدا من غير ما اتكلموا من غير ما اتكلموا يعني اللي اهم سأكد منه كابتن خاطئين ما بيكونش فكورة خالص مصبور زي ما سيحنا على ايامنا كابتن صالح عمر ما اتكلم فكور وده كابتن صالح كابتن حاصل حمدي النادي الاهلي مدرسة في كل حاجة كل حاجة من رؤساء الاندية لعيبة لنظام لإدارة النادي الاهلي مدرسة كده الناس كلها تعلم منها تتعلم منهم تتعلم اللي عايز يتعلم مصبور ازاي تدير حاجة صح مؤسس صح يالي حرمتم من التعليم اه النادي الاهود والله يا ايمن وبعدها كابتن انا اسفنا على وطع كلم الناس اصل على حاجة بتتكلم عليها دي هم اولى الناس يتكلموا في الكورة اه والله يعني هيا دي المشكلة اصل انت مسلا دول اولى ناس تتكلموا في الكورة ما تتكلم على كابتن صالح سليم اه يعني حاسة عمدي كابتن خطيب ايوا بالزرعة بيجي مدير فاني في ديول الصناحات كاملة انا واصدي لعب مين بصة او كلمت كبت اولى خب بتاع اتفضل ان انت لو كلمت في الكورة كلامك هيبقى سليم اصل بص يا بلالي عشان انت فاهم وبتلعب في النادي الاهلي وخط بطراتك فانت كلامك مصدق بالنسبة لكل الناس من غير ما تتكلم انت عارف هذا النجاح في النادي الاهلي ايه انه كل واحد هو عارف مكانه ايه وبيعمل ايه بالزبط عشان كده هي احنا بقول ايه منظومة كبيرة ماشي بنجاح من سنة لسنة من جيل لجيل يعني كم جيل قاعد هنا بس المنظومة ماشي عشان كده بيقول لك ايما المدير فني اكتر حاجة بتدينه صخة ان رئيس النادي يبقى اراه هو بيتطمن هو بيتطمن وهو عارف ان معها لعبة كويسة وعارف ان علاقة بيننا وباللعبته ممتازة لعبة حبا هو حاب اللعبة وانا بقولها وهفضل اقولها الاخر نفس في حياتي اي مدير كرة في العالم يتمنى يشتغل هنا في النادي ده انت عايز اكتر من كده كل حاجة موجودة مش كل حاجة موجودة احسن حاجة موجودة احسن حاجة في كل حاجة فانت بتبقى موجود انت جاي في مكان مهيئ انك تنجح فيه مشكلة مستر المسلماني ما بيجي تتكلم لوقتي عن نادي الاهلي بص بي بداية كلام وما تجيه خالص بص النهاردة هو بتتكلم بص تعبير لوش بص السخة اللي بتتكلم فيها بص الهدوء اللي هو فيه هو عارف هو فين هو لما جيه هو ما عاشش بالنادي الاهلي يا ايمن لكن لما جيه مكسب لقى جماهير مش طبيعية ادارة بتدعمه جامد جدا لعيبة عاية تكسب كل يوم لو فيه بطولة عايز اقول لك حاجة كابتن علي شوفوا يا هو مستر المسلماني جاي من جنوب افريقيا كان يعرف كل صغيرة وكبيرة عن النادي الاهلي هو مي في افريقيا هو كان حلم خلبي اكتر فاضل يا سيد ما احنا بنشيد برضو لازم نشيد المسلماني انه هو محب لنادي الاهلي طب ما بيقال ان فيه عروض وجاته حاجات لمسلمان لكن هو دايما يقول لك النادي الاهلي رقم واحد انا لي حلم من زمان اه عايز احققه مع النادي الاهلي اه فعلشان كده بقول لك يا يا سامة جات له عروض ما جاتلهش عروض اللي عايز حقق حلمه وعايز يوصل في النادي الاهلي طبعا هنا هنا يعني تاخد ختم النجاح ختم النجاح ختم النجاح عايز حقق النجاح بتلاقي في النادي الاهلي يا سامة مين مدير فن جي النادي الاهلي ومكانش معروفين بعد مما جي النادي الاهلي بصوا هعمل ازاي فحتى لو جي مؤقت لكن يقول لك خلاص هو اتعرف ان هو بقى مدير فن الناس بتكلمك على فكرة لا سارتي مدير فني المنتخب شير يدلو كوينت ما انا شوفته امبارح فهمني كان مرة عالنادي الاهلي فالمؤسسة دي بلال ما ايش اي ما اطولت معاك في الحتة دي لا خد واحد بس المؤسسة دي بجد والله المؤسسة دي اي حد يتمنى اشتغل فيها اي حد يتمنى يبقى موجود فيها لان هو في مكان في ميزة مش موجودة في اي حتة ان كل اللي حقول لك عايزينها تنجح صح مفيش نفسيات صح والله اي امن مزبوطة كتا يعني احنا مفيش حد صاحب المكان مفيش لا خالص يعادي يعني احنا مسلا اقرب مثال احنا في الستوديو كلنا بنتكلم ومش عارف ايوه عايزين نطلع شكل الستوديو حلو صح نوصل لمشاهد النادي الاهلي احسن صورة انا عايز ايما ينجع وبلال عايز علاقي ينجع صح اللي احنا بيقوله هنا هو انا حي بيقوله في النادي الاهلي هو ده اللي بيحصل في منظومة النادي الاهلي وده اللي قال المسلماني مع فاروق قال لك النجم ما عنديش نجم في الفرقة النجم هو الفريق حقيقة هو الفريق ده ده الموجود جوه النادي الاهلي صح كابتان بلال نزول افشا ومبسع كامل هم الاهلي ما عندوش صاحب الكورة يعني نادي الاهلي من اسبابه وسر النجاحاته انه ما عندوش حد صاحب الكورة بتدي انت شوية حاجات يا كابتان لا ما فيش حاجة يعني انت كلامك برضو ماشي حيلا كلام جال حكا صح صح طبعا ودي مشكلة انديكت كبيرة جدا انا كابت تاني او الله با كلامك جدا لا والله با كلامك كبيرة مصبوط مشكلة انديك يعني تانية كتير انه عندو هو لعيب واحد صاحب كل حاجة بدل لعب وطبطب عليه وهشك وعمله كل اللي هو عايزه تمام عشان كده الانديكت ما بتنجحش انما انت هنا زي ما قال وساما من شوية تمام ان انت انت النادي اللي هو النجم هو النجم وجمهور النادي اللي هو ده رقم واحد ويجي بعده رقم اتنين اللعيبة ومجلس الإدارة وكل وكل المنظومة فانت النهاردة انت بتتكلم في منظومة تبنت على كده فطبالك الافضل من كل ده يعني مثلا في كرة القدم وضع طبيعي جدا انك يبقى عندك رئيس نادي يعني اداري ناجح لكن ما يبقى عندك رئيس نادي اداري ناجح ولعيب كرة كبيرة هي دي دي اللي بتفرق معاك ودي اللي فرقت كتير جدا مع جيه كبيرة جدا كتيرة جدا في النادي لان كابتن صلح السريم كابتن عبد صلح الوحش كابتن حسن الحمدي النهاردة كابتن الخطيب يعني اسماء كبيرة ادارية ولعبة كرة كبار جدا 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 فلهم تقولهم عشان كده انت بتنجح يعني عشان كده لما بتقعد في اجتماع مع مثلا مع كابتن خطيب او كنا نقعد مع كابتن حسن او كابتن صلح يقول في اجتماع الكلام اللي بيقوله انت يعني حاسس بي وفاهمه كويس وبتستوعبه بشكل كويس جدا 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 لان ده كان في يوم من الايام كان كابتن وكان بلع مكانك فانت خلاص انت الكلام بتاخده تمام على انه مصدق بالنسبة لان انت تجارب هم عشوعة ودينوا لها لك انا بكلم اداري ودينوا لها اه طبعا طبعا اه طبعا لما كلم اداري ولعب كورة اتكلم بقى عن نزول افشة بص افشة احنا اتفقنا قبل الماتش لو كان موجود كان هيلعب ده وضع طبيعي العيبة عنده امكانيات وعنده خضرات نزل يعني نسب الاستحواز قريب جدا من اللعيب هو ده اللي انا بتكلم فيه دايما بقى عندك لعيب بص في الكورة اللي ديها كابتن بلال ده الهدف ده الهدف دي ديها امكان اربعة وستسين ارايب من علم علوم اه هو نزل في ديها اتين وستين في ديها اربعة وستين عملنا استحواز هاية طبعا طبعا تبتكلف حالي ستة وعشرين او سبعة وعشرين تقريبا تمريرا تمريرا وبعدين وصلت بعدها بدقتين قدرنا ان احنا نجيب جول ما هو اللي عمل هو اللي عمل الوان ثري الكورة بتاعت بتاعت ديانج اللي رح بي هو اللي حطها له حوالي تلاتين اربعين متر فاضي اه انت لقى هاية من ديانج فعلا لا لعيب امكاناته عالية جدا لعيب بيعرف فيه قفح كرة بشكل كويس كنا دايما بنقول فيه وقت من الاوات بتطبع كبتل محتاج لعيب بتاسق فيه تبصيله الكرة وانت مستراح وانت متطمد عارف انه يصنع الفرخ بالنسبة لك يعني واجيال كتير مرة في النادي اللي يبقى فيها لعيب بلاي ميكر لعيب قدراته وامكاناته كده لعيب كتيرة جدا جدا مش هنعدل اسمع عشان من انساش حد فمجدي افشا لعيب عنده قدراته وامكانات جدا وتطور كتير جدا مستقومة على النادي الال للفترة اللي فاتت يعني حتى كمان مع مستر مسماني تطور اداه بشكل جيد جدا 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 يعني كان افشا في اوقات سابقة كنا بنشوف اللعيب اللي بيلعب بعرض الملعب ويباصي ويتحرك في عرض الملعب النهاردة كل الصور دي احنا بنتكلم ولسه الكرة في رجل النادي الاهلي يعني دي تاسعة دي العاشر وليسه مكملين حداشر خلي بالك ده تدوير في كل حتة في الملعب ومن اول ما نزل افشا وابتدنا نحس ان النادي الاهلي احنا قولنا النادي الاهلي كفته ارجح ولكن تحس ان النادي الاهلي هو اللي حكسب الملشي ده اه طبعا بس احنا اخد بالك احنا انتفقنا ان من بداية الماتش بس احنا اصرنا الحد 21-22 تمريرة تمام ودي 23 و4 احنا اعتقد كان من 26 تمرير اعتقد يعني اعتقد انت حسبتها ساعتها 26 تمرير اعتقد ممكن انت كنت لا ده عدد كمان 28 كمان ما هو يواجه ده كنت انت مستحز على كرة وعملت دوارها 34 تمريرة يمين وشمال بتدوار ده تدوير الملعب كل لا وخلي بالك ايه بتلعب في تونس وفرادس صحيح وامام التراجي ده بقى ملعبنا ده لا وفوسط جمهوره وفوسط جمهور وفوسط جمهور اربعة وثلاثين تمريرة كبير احنا طبعا لا شيء جيد جدا طبعا بص وده اخد بالك ده ده مش بس عشان ماك ده اقافشة نزل ده كان ستايل الالي من بداية الماتش انك ترى تحط حمد بس كتناصة دي اه يعني الكمالة بتاعته كتناصة الو الكمالة بتاعته هو اللعب كان شوية كان عرضي شوية طولي وسريع طولي وسريع شوية بقى فيه نقلة هي دي اللي فلاف شوية اللعيب اللي بتعتمد اخد بالك رتم متغير خد بالك ما هو انت انت طول الماتشاب بتلعب بماك ده افشة هو ده ستايل لعبك هو ده الاسطوب اللي انت تشتغل به لما يغيب اللعيب اكيد ه حتى وان كان نفس طريقة اللعب بس اكيد هتأثر لده هو ده طبيعي خد بالك اللعيب ورده مش زي بعضهم اسامة عدو مهرات انا بقى في الثمانتاشر عادل النهاردة بلعب عادل ميتفيندر بس عنده كرة حلوة بيتقدم لأ ممكن حمدي فتح غيره بلعب عرضي اكتر كل واحد عنده امكانات مختلفة عن التاني حتى لو كان في نفس الوزيشن فالنهاردة افشة لأ عنده الحتة دي عنده الامكانيات دي بيعرفين الملعب بشكل كويس عنده رؤية جيدة كمان بيعرفين الملعب بشكل جيد جدا يعني النهاردة اكتر من كرة بيبصوا بيشوف مين قدام ودايما عينوا على قدام يعني انت في الشرط الاول كنت بتستحوز كتير بس برضو ايه نقصات دي عرضي شوي لكن ان واحد يبقى بيستحو بيفكر انه يلعب لقدام كان دي نقص النادي لقل شوي عملها مجد افشة الشرط التاني وتجميعا اه طبعا وتجميعا هو الكور دي كلها سببها ان الكورة بتروح وترجع تاني بتروح وترجع تاني الاول كانت تروح ورجعتها كانت صعبة شوي كان على حساب صلاح محسن اه كويس طيب بعد ايهزنا كابتن ممكن نروح نبص بصة كده على السريع فرقة النادي لقيت ده تلعت ده تلعت على طول على المطار مباشرة من الملعب على المطار مباشرة طيرة خاصة اه طيرة خاصة طبعا بريح نادي الاهل طبعا بس اتحضر للمباراة كمان كويس النادي الاهل لما سافر يوم الثلاث بادر عن مباراة اربع ايام فده كان شيء كويس سناك المعسكر كان مقفول مصبول لعيبة كان فيه تركيز كبير فده كلها عوامل ساعدت برضو لعيبة النادي الاهل انها تحط في الاجواء والتركيز الكبير ده واعتقدها كابتن موساما ان ده كمان هيحصل في ماتش العود اتمنى برضو ده ان شاء الله وانا متأكد ان الكابتن السيد هيعمل كم ده شفتنا الكابتن محمود الخطيب مع محمد شريف ومحمد دي افشت دلوقتي دي اللقطة اللي احنا اعتدناها دايما من الكابتن خطيب واللعيبة راحل مباراة مساندة ودعم كبير جدا بسلم على كل لعيب دلوقتي برضو في المطار واللعيبة نزلة داخل المطار برضو بيسلم على اللعيبة وبحييها يعني دي دايما دي اللقطة اللي احنا بنقول لكابتن خطيب وضع المهم مع الفريق ان شاء الله كابتن سيد عدد حفيز برضو نفس الكلام المباراة اللي هتكون في الكاهرة يعني المباراة مهمة جدا كابتن اسامة المباراة اللي جاية اصعب من ماتش النهار طبعا طبعا تتمثل ايه الصعوبتها في ايه خلبك انت انت دي كورة ما فيهاش مكسب مضمون انت من عمرك ما روحت المباراة وانت ضامن المكسب 100% طبعا النهار دا لها لكسب لما اكتهد مسلمان يركز حط تشكيلة كويسة درس الفرد التراجي تغييراته كانت مفيدة للفرقة حتى في ظل الاجوال كانت موجودة نفس الكلام المباراة هتكون هنا برضو ان شاء الله جمهور النادلها هيكون داعم لك اتمنى لكن ان شاء الله برضو نفس الافلة اللي انت عملتها في تونس لازم تعسكر على الاقل قبل المباراة بيومين اللاعب يكون عندها تركيز كبير عشان المسئولية توصل انك انت يعني اتعدد دور ده التراجي برضو مازال واحنا بنقول الاهل الكسبين واحد صف لسه مازال برضو التراجي عنده حظوظ انه يدخل مباراة لسه المباراة ما انتهيت سنتعرف انا اصعب حاجة في الماتش اللي جاي طريقة اللعب تفكير في طريقة اللعب هتلعب اني شكل مرافو عليكم اه طبعا سفر عادل هتلعب هتدافع وهتديهم فرصة انهم يهاجم ولا انت هتهاجم فتبتح مسيحاتك ولا هتلعب جيم يعني فيه ولا هتبدأ بنفس اللعبة اللي انت بدأت بيها النهاردة ولا اللي نهيت بيها النهاردة اه صعب اه ويخدها من بداية المباراة ولا تخدها لك النتيجة برضو ايه عارف حلوة وصعبة شوي مسلمان ان شاء الله يدرس الفرقة وازاي الشكل زمن النهاردة فجئنا بالشكل اللعبي اكيد برضو هيدرس تراجي كويس هيتفرج له على شكله خارج تونس بيلعب ازاي اكيده يحط التشكيل ويحط الطريقة اللي ممكن نعز بيها برضو النهاردة احنا بنشيد من ضمن اللعيبة سوى كابتن ايمان عشان تروح لكابتن عادل محمد شريف محمد شريف النهاردة عمل مجهود كبير جدا من اول ديه النهاردة للديه حوالي 85 لما نزل بواليا كان بكافح في كل كورة كل كورة طويلة او كل كورة عالية النهاردة لو ما بنشوف محمد شريف ظهر في كام لقطة للنادي الاهلي النهاردة كانت فرص خطيرة ومؤسرة كورة اللي عملها عالي معلول عرضية كان متواجد فيها لو حط دماغه بس كانت هدف حتى الهدف اللي تحسب تسلل على النادي الاهلي كابتن ده ثانية بثانية حصلي القناة الاهلي كابتن محمود الخطيب مع مجد أفشا في المطار وده سيادة السفير برضو مطار قرطاج وسيادة السفير موجود اه بالحقيقة برضو هو كل طاقم السفارة عمله مجهود سيادة سفير يهب فهمي اه مجهود كبير جدا صراحة مع باس النادي الاهلي يعني منذ اللحظات الاولى لما باس النادي الاهلي بتغادر دلوقتي مطار تونس عمل مجهود كبير جدا يعني بنشكره عليه سهيا كابتن عادل انت بتقول الماتش الجاي مستر مسماني ممكن يبقى في حيرة هل هيبدأ يلعب بنفس الاسلوب دو بنفس التشكيل دو ولا وجود محمد مجد أفشا ممكن يغير من طريقة اللعب وخلي بالك احنا النهاردة لما بنتكلم على محمد مجد أفشا احنا عارفين محمد مجد أفشا نزل مكان ميه لازل ما كان صلاح محسن اللي كان بيلعب على الطرف فهل مستر مسماني هيحط كل الكلام ده في دماغه انه هو يغير طريقة يغير لعيبة يبدأ بقافشا ما يبدأش بقافشا طبعا لا موضوع محير وبلال يعني اصر نقطة مهمة جدا ونقطة صعبة نقطة صعبة والتفكير فيها برضو هيبقى فيه يعني أمور مختلفة شوية كويس الأمور مختلفة عشان انت بتلعب على أرضك ولا عشان النتيجة في صالحك ولا ايه بالزاق لا عشان تلعب على أرضك دي اول حاجة كويس تاني حاجة انا شايف النهاردة ان المباراة انت كنت مسايدة متسايدة بشكل جاي جدا واللي بين ده هي طريقة اللعبة كويس اللي بين النقاط الضعف اللي عند فرقة التراجي ان هم مش قادرين يوصلوا لك هي طريقة لعبك هل انت لما ترجع القاهرة هتلعب بنفس الطريقة اعتقد الاشخاص هي هي هتبقى موجودة وممكن جوه المباراة تقدر تحدي انت عايز تعمل ايه كويس الاشخاص اللي هم بدأوا المباراة لا ايب هالي الاشخاص اللي بدأوا المباراة لا ما ممكن عندك موجود قفشة كمان معاك كويس ده 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 جزء يبقى يغرسوا باللعب لا خالص ممكن ما تغيروش ما انت خبالك لما قفشة نزل لعب مكان صلاح محسن وما غيرش حاجة بس هو كان وخبالك برضو روحيتك بصيت هتلاقي ان صلاح محسن وطاهر كانوا بيلعبوهم اصلا من جوه الملعب فاكر فيه لقطة كده احنا اتكلمنا فيها انا وكابتال انا اتكلم فيها لك انا مش حاسس فيه ناس مش حاسس ان هي موجودة في الملعب عارف مين اللي خباهم في الملعب لعبة المدفعين اللي كان بيلعبه كرة طويلة معين اللعيبة كان بتدخل جوه الملعب فاكر بنشوطين لما قولنا ان احنا محتاجين شوية اللعيبة تتلعب على اطراف لعند علي معلول واكرم توفير ما انا محمد شريف الصحابة ده في الفوز لما قولنا ان اهلي بحتاج يلعب على اطراف لان اللعب في القلب كتير بس مش مسمر وانت مش متقدر استغير الاطراف فانت قولنا صلاح محسن وطاهر كان بيلعبو من جوه الملعب وكرة كان بيلعبوهم كتير لما داخل افشأ برضو نفس الشيء طالما انت بتلعب باتنين وينجباك يعني باتنين في الخامسة عادي جدا ممكن نلعب بالاربع دول ممكن نلعب بيهم من جوه ممكن نلعب اتنين وقدامهم اتنين وواحد بالتالي هنقفوه عن نص الملعب وانا قوليدي الباك مستني الباك ولعب والجناح موجودة عنده في باك تالت موجود معا فانا شايف النهار ده حتى قول جوه المباراة بالتشكيل اللي كان موجود ده كنت ممكن تقليبه في اي وقت كنت ممكن تقليبه ازاي يعني انت لو المباراة ما كانتش باشي بأحسن حاجة بأحسن شكل كنت ممكن تلعب الاربع عبطائق عادي وقدامهم حمدي او قدامهم ديانجو وحمدي والسليه فانت ما في عندكش مشكلة عندك مرونة جوه الملعب انك تقدر تلعب بده انا واجهة نظري نلعب بنفس الشكل نلعب بنفس الشكل انا انا شايف ان احنا نجحنا بشكل كبير جدا ان احنا نقف خطورة التراجي وفي نفس الوقت قدرت تعمل استحواز جيد جدا اه في المباراة اخدت نسبة الاستحواز بشكل كويس وعملت كم فرص كويس جدا وقفلت كل ما في تحلق بالتراجي فانا شايف منوجة نظري ممكن هطبعا الجهازها بقى في حالة جدا للمطش اللي جاي ولكن انا شايف انه ممكن نلعب بنفس الطريقة انت وصلت للجوم بشكل كويس هتقوم بمحتاج تعمل استحواز وانت عملت الاستحواز بتلاتة بشكل كويس جدا بل بالعكس كمان انت هنا في مصر ممكن تعمل حاجة مختلفة شوية في الخماس اللي موجود هيبقى عندك كارت ممكن تغيره لو انت تزنقت هيبقى عندك في الوينج باكر لراحة اليمين ممكن يبقى في الحالة دي ممكن يبقى عندك حسين واكرم معك بر لو انت عايز تهاجم بس هتلعب بنفس الشكل لان انت النهاردة اكرم كان عنده وقت كتير جدا عالكورة وفرقة التراجي ما كانواش عايفين نشتغلوا عليه بس احنا اللي كان عندنا مشكلة مش عايفين نوصل الكورة لأكرم الشوطة التانية لما قفشة نزل الكورة وصلت لأكرم ووصلت لعليم على الول ووصلت للناس في القلب لازم نتكلم ونشت به حمدي فاتح وتنفيذ اللايبة في الملعب معلش بس اه فيه اساسيات ايمن تفرق معاك في الطريقة من اساسياتك النهاردة لخالة شكلك كده النهاردة حمدي فاتح حمدي فاتح موجود النهاردة في مصر الملعب زي ما اتفقنا لما كان بيرجع ببقى بين المساكين الاتنين ويمسك كورة بيضا تحرك بيها لأ النهاردة عامل مجهود ممتاز حتى لما كان بيتقدم ديونج وعمر السلية دايما في واحد مستني حمدي يعني حمدي كان مدي الامان كمان لعلي معلول كان مدي الامان الاكرم لما بيتقدم في قاعد كنا بنشوف كمان بيبدأ الهجم ايمن اشرف لكن حمدي فاتح النهاردة توظيفه النهاردة والشغل اللي كان عامله لا فرق في الطريقة الطريقة كلها تنفذ الصح بس ده اي طريقة فيها اساسيات هي اللي تفرق معاك يعني مهمة رسامة زي علامة زي ايمن النهاردة حمدي فاتح وجود حمدي فاتح وتنفيذه طريقة بس المستمعاني بالشكل ده يعني بنسبة كبيرة قوي قدت السحواز كويس قوي قدت النهاردة طمأنينة حتة دفاعية ما فيش اي مشكلة فيها نص ملعبك انت مستحوز عليه تماما حتى لما تحبيت تغير شكلك في شطة تاني ما كانش عندك مشكلة خالص فالنهاردة الحمدي فاتح لا لو من الكامعة نجوم مبارا نهاردة عم براه ممتازن وبرضو كابتن علاء برضو المعين الشعباني ممكن يغير في الفكرة وطريقة اللعبة في مباراة العودة هو ده بقى لمضطر غير طبعا لأنه ما عندهش ما عندهش اختراف كتير هو اتغلب واحد سفر على أرضه اتضحك عليه النهاردة اه اتضحك عليه بستر مستمعاني فعلا بعدين اقول لك حاجة عامل هات اي لقطة عليه النهاردة هو ما عندهش حلول هو مش عارف يتصرف ازاي مع شكل نادي الأهل حتى تغيراته كلها لعب بلعب حتى لو حب يغير هو مش قادر يستحوز حتى على على كرة في الملعب بس يا كتب علي هنا هنا ما يدرش يفتح المرامل الاول ان النادي الأهل الاول وسجل ما انا بقول لك هو بالنسبة له الصعابة هو في حيرة طول ما هو خاصة واحد صفر ومؤمن والمباراة مش كده لسه هو رأي ممكن يخطف واحد بصدق اسامة هو في حيرة لو انت في مكانه انت هتحسيبها ازاي ده النادي الأهل في التراجي وكان الشكل كده واللعابة كلها ما شاء الله ممتازة فتخي النادي الأهل في القاهرة ومعه جمهوره كمان ان شاء الله وان شاء الله رب العمين يعني وخلاص يعني عنده خطوة واحدة بس ويوصل للنهائي هو عارف يعني النادي الأهل اللي ما بعينه على حاجة الموضوع ببقى عنده بالنسبة له تبقى مستحيل اللي في حيرة هو مستر المسلماني كان عادي بيتكلم هو عنده اختيارات كتير قوي يمكن نعب بأي طريقة وهتتنافذ صح إنما التاني مضطر يا وسام ملعب زي ما انت بتقول كده لازم ما يفتحش الملعب أول إن لو فتح الملعب أول دينادي الأهل هنا سهل جدا ليجي في جون ولو جي جون إن شاء الله ليجي كمان جون وتدين هنا أتخذ أمور طبعا صعبة جدا صحي كابتن بلال لو اتكلمنا عن رجل مبارات اليوم فيه أكتر من رجل ده عايزين رجل واحد هو رجل كتير طبعا بس إحنا أنا يعني محمد شريف طبعا يعني محمد شريف هو اللي سجل الهدف هدف النادي الأهلي وسام اتكلم على دوره وإنت بره ملعبك خد بالك في المبارات الإفريقية دي المهاجم عليه دور صعبة جدا 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 محطوط تحت ضغط بيلعب على 2 سنتر باكس والأمور بالنسبة له صعبة شوي يعني كون النهاردة محمد شريف بيؤكد إمكانيات وقدرات ويسجل النهاردة هدف وكان ممكن النهاردة يخرج بتسجيل هدفين يعني لولا يعني نصف خطوة فأنا بشوف أن التسجيل هدف النهاردة محمد شريف يعطي يدي الأفضلية أنه يبقى رجل مبرام من جتنظر كابتن أسامة سريعا رجل المباراة كل فرية الأهل النهاردة اللي شاركوا مع موسيماني مع حكم نزيها دار المباراة النهاردة بنزيها بكتور جوميس ولو اخترنا واحد اخترنا واحد طبعا صاحب الهدف محمد شريف طيب كابتن عادل رجل مباراة رجل مباراة في الأول موسيماني موسيماني احنا تفاني على كده رجل مباراة طبعا أنا شايف ان المهاردة احنا تكلمنا عن الطريقة واحسن حاجة اللي عمل اللي خرج المباراة بالشكل ده حمدي فاتي أنا متفق جدا معكات اللي خرج اللي خرج الشكل ده هو اجاوب الحمدي فاتي اللي خرج الشكل ده كل ناس على حسب انتماء احنا نرس فراودها مظبوط شايفين ان ننفرود الرقم واحد طبعا حمدي فاتي اول مباراة العامة من انت اول مباراة الفترة بتعمل ما شاء الله يعني الله عامل كم جاري رهيب مع تنفيذ تعليمات بحزفرها خبالك في حت برضا تحيز ترجم بس خلي بالله الترجمة بالنسبة لأ هدافة حمدي فاتحي رجل مباراة كيفا كده تلاتة اتنين تلاتة اتنين حمدي فاتحي من وجهة نظرنا هو رجل مباراة اليوم لأ من وجهة نظرك من وجهة نظرنا هنروح لتونس مرة اخرى ولقاء زمننا فاروق صلاح مع الفنان احمد فهمي اللي كان متواجد مع جماهير النادي الاهلي في تونس ومنه هنرجع نستقبل كابتن ناصر عباس بعد الفاصل بازن الله خليكم معنا كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدينا وتابع شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان الفنان الاهلاوي الجميل احمد فهمي لينا فرادس حكايات وليك مع الاهلي حكايات وسفريات وحاجات كتير كبير سيد احمد الحمد لله النهاردة المكسب مش عايزين نزودها في الفرحة قوي لان لسه فيه ماتش عودة ان شاء الله احنا مش متعودين احنا بنفرح بماتش زهب لكن اداء النهاردة من موسيماني بصراحة هيل يعني برما لعبنا واللعيبة كلها كتر الجال النهاردة وبصراحة الحمد لله انا دايما ببرايح من نهاية وفقية اللي فات او الماتش النهاردة الواحد بيبقى خايف عشان دايما بيبقى حابب ان يوقشو حلو الحمد لله بيبقى وش حلو دايما ذكرياتك مع المباراة الخارجية ونا سمع الجميع بيتكلم بيقول احمد فهمي وش حلو دايما عن نادي الاهلي الحمد لله تروح كل الماتشاط لكن دا زماني يعني مكان لو في موسم مثلا في ستة عشرين ماتش اقال لحاجة ربعة عشرين برحم بره وجوه يعني النادي الاهلي موتع تاني اخلص بالنسبالي وعولوية كبيرة في حياتي يعني وحتى نمرضيتش اسجل معاك قبل الانطلع كلام قالوا ان انا كنت في معسكر وانو كنت في معسكر ولا حاجة انا قعد في قتل تاني انت عارف انا قعد في قتل تاني حتى لما جيت تدريب اتفرج قعدت في المدرج ومستمعني هو اللي يعني احنا اصحاب من علاقة فطلبنا ان انزل اسلم عليه فالناس عادتول ازاي انزل بكنانا ماليش علاقة بمعسكر ماليش داع انا جاي الواحدي اصلا وعاد في قتل تاني شايف ان النظام والالتزام ده هو عدى عنوان النادي الاهلي وانت بتتكلم في نقطة مهمة جدا كلنا بننتزم به يعني مفيش في النادي الاهلي فكرة ان راجل مشجع او ممثل او هي حاجة هيختارك معسكر او هيعد في وسط الناس خالص هنقعد في قتل تاني خالص اصلا بره الموضوع عندي علاقة قوية بمسماني فهذا اللي خلاني يعني انزل اسلم عليه والنادي الاهلي انت عارف هي في قوانين انت حتى لو انت مين مش هت مش هت تختارقها اتكلمت في فنيات واتكلمت في امور فنية وطريقة اللعبة من وجهة ناظرك من نجم المباراة نهاردة لا كتير اللعيبة كلها ككويسة من نهاردة يعني حتى تك تيك انا بالنسبة لي مسماني بصراحة يعني تك تيكيا هو الموضوع لعبه صح جدا انا بحب ديان جاوي افشل ما نزل برضو حمدي طبعا حمدي لعب كبير كلهم مسانا قلت حاجة فهم كله فعلا انت بتلعب بره اردك كسبان التراجي فرقة كبيرة بره اردك 1-0 بإذن الله بس عايزين ننسى الموتش ده عشان اللي جاي اهم في القاهرة بإذن الله وخصوصا ان موضوع الكورونا ده ان الجمهور ما بيقاش مالي الملعب فالموضوع مش حيبق فيه ضغط زي قبل كده فجوة زي بره بس ان شاء الله بإذن الله نعدي ونوصل في المغرب ان شاء الله نكسب البطولة بإذن الله سيد احمد ومبرك لبعض ان شاء الله بعد الوصول المبرارة النهائية وبعد البطولة بإذن الله الف الف مبروك لجمهير النادي الاهلي وبحبكو جدا جدا حبيبي مشكل عزيزة مشاهدة ومتابعة شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان ده كان لقانا مع الفنان الهلاوي الجميل احمد فامي اللي كان النهاردة مساند ومؤادر لفريق النادي الاهلي فيه ملعب راضي صفوز النادي الاهلي مبروك للكورة المصرية مبروك لنادي الاهلي والجماهير مبروك لجهاز الفني والإداري ومبروك للمجلس الإدارة برئاسة الكابت المحمد الخطي حيطب عن النهاردة المباراة كابتنا ايمن الأحداث اللي سبقت المباراة نحن قلنا كلنا أن هذه الأحداث تؤثر في أي فريق ولكن النهاردة شوفنا قدي النادي الاهلي والنادي الاهلي لما تكون المباراة كبيرة قدي الناردة كان فيه سبات قدي الناردة كان فيه هدوء كان فيه تركيز كان فيه وصول الهدف كل هذا الكلام خلي بالك مش بيجي من الفراغ ولكن عشان تقيس مقدار فريق في هذه الظروف كانت الأيمن لابد أنك أنت تقف عند النقطة دي نقطة مهمة جدا جدا النهاردة أنا بشيت بالعامل لنادي الاهلي النهاردة بجهاز الفن والإدارة أن هم ما خرجوش عن التركيز الرغم من الأحداث اللي هي المؤسفة اللي حدثت قبل آآ داء المباراة دي نقطة مهمة جدا يمكن الكل يمكن ينساها بعد نتيجة الفوز اللي جابنا لنادي الاهلي ولكن نازمة نقف عندها دي ما بيجيش كل مرة ولكن أنا بشيت تاني بيه اللعبين جهاز الفن والإدارة والهدوء خلي بالك كانت النهاردة أيما أن تعامل اللعبين داخل مداني اللعب بهدوء والتركيز كمان الهدوء كمان مع حكم المباراة يعني مشوفناش حد اعترض مش حد أبدا كان تأثر بالضغوط اللي ما قابلا براه ولكن بشيت بإداء اللعبين أحياء طبعا والجهاز الفني والإداري تمنى إن شاء الله بإذن الله شرط الأولاني خلص تمنى يعني يكون نفس الأداء بإذن الله في المباراة القادمة على السن النادي الأهلي النهاردة يعني يقدر يحقق الهدف ووصول المباراة النائية نروح لي طاقم التحكيم قلت أن الظروف اللي ما قابل المباراة يجب أن لا تؤثر على حكم المباراة قرارات مش معنى النادي الأهلي كسب هناك أخطاء حرصت بالفعل في المباراة كانت الأيمن ويمكن أنا رأسات ثلاث حالات أو ثلاث اختبارات النهاردة مروا بالحكم جميز وتكلمت كمان في نقطة مهمة جدا أن جانيسي كازوي اللي هو على الفار لابد النهاردة يكون تدخله إيجابي طبقا للبرتوكول صحيح طيب هل النهاردة لا يوجد أخطاء كانت العلاق في أهو أنا أنا أتكلم كانت العلاق قال لي أنا رأسات حالة في دياسة وعشرين كنتنا علي إحنا بنتكلم في دياسة وعشرين لحظة الكرة لمحمد شريف بتتعامل هوفر داخل السنوك البعض ممكن مش مقتنع بنفيرك الجزاء نتيجة أني لابد يكون في مخالفة العرقلة يعني الرجل تروح لا تبقى أن القانون أحيانا اللعب بيرتكب مخالفة بإهمال يعني إيه بإهمال هو النهاردة اللعب محمد علي ياكوبي اللي هو المدارف رقم ست هنشوف كده شريف كنا تحطت لاعب ونجح الياكوب الجاي هو مش قصده أنا معاك ولكن هنا الخطأ بإهمال هو بيجري في رحزة جاري محمد شريف الرجل تحطت هذه الحالة بنقول عليها خطأ بإهمال كان يجب فالخطأ حدث حدث بالفعل بسكب نايم هنا هنشوف هنا هنا القدم اللي هي لعب محمد علي ياكوب بتاع الترجي وشوف هي راحت فين أنا بحرك كمهاجم بحرك عشان أنقل شوف سكوت محمد شريف السكوت غير مصطنع السكوت لنتيجة الحدث لأنه سقط مرة واحدة سمعي كابتر أيمان إذن هنا سكوت مش مصطنع أنا يمكن بعض الحكم فيكتور جوميز تدخل الغار تفاصيل مش موجودة صحيح لأن الحالة صعبة إذا ما قلت أن الرجل مش عرقلة واضحة ولكن هنا في مخالفة نادي التراجي محمد العقوب مع محمد شريف راكل الجزاء كابتر أيمان مية في المية لم تحتسب طيب الفار موجود كان عندنا قلت تفاصيل الحالة مش مع الحكم ولكن هي مع حكم الفار يبقى كان لازم الفار يتدخل بالظبط كده شوف اعتراض محمد شريف بينما أنه فعلا لي مخالفة خلي بالك محمد شريف من اللعبة اللي هي ما بتعترضش كتير ولكن هذه الحالة في هذا التوقيت فعلا هو له راكل الجزاء صحيحة مئة فيها كان يجب تدخل جانس الكازوي في هذه الحالة أيمان نتيجة المباراة النادي الأهلي بيساعد حكام وبيكسب بس خلي بالك لو النهاردة النادي الأهلي ما كانش فاز في المباراة هذا خطأ تحكيم ومؤثر في نتيجة المباراة وبنسبة ان النادي الأهلي فاز انتهت مباراة كايزر تشيفز بالوقت والوداد المغربي بفوز كايزر تشيفز في الملعب الوداد واحد سفر تمام طبعا نتمنى طبعا التوفيق ولكن نادل أهلي نداما بنبص لنادي الأهلي نلعب أي حد نبصش لأي حد كايزر هو ما عندوش أي مشكلة ان الاهلي طبعا قادر ان هو ان شاء الله بإذن الله يحصل على البطولة بإذن الله بإذن الله رب العالمين تاني بقول ان النادي الكزاء محدش حس بيها انما هنا طبقا لكون خطأ بإهمال كان يجب احتساب وكان يجب تدخل الفوار في هذه الحالة كابتن أيمان هروح لحالتين تانية وده يمكن أنا مش عادة أقول ان هو تأثر لا هو تأثر الحكم تأثر بما حدث قبل المبورة شوف لعبة كابتن علاء لو انت معايا كابتن عادل علي معلول ويه النقاز ويه النقاز والنجازة واضحة جدا النقاز النهاردة رايح داهي الرجل يعني دي في القانون أولا مخالفة تحتسب ثم بطاقة صفراء شوف هنا نهاردة حكم لم يحتسب المخالفة عشان انت تهرب من الانذار ما تحسبش المخالفة لا كان يجب كان يجب على حكم احتسب مخالفة المخالفة واضحة والقدم دهس كابتن علاء رجل علي معلول وهو لم يصنع الإصابة ولكن كان يجب الحكم هنا اشهر بطاقة الصفراء في هذه الحالة الحالة تانية الغريبة جدا كابتن العادل اللي ممكن انا استغرقت كورية محمد شريف مع كلبالي كلبالي يطلع اخطاقة فوق شوف اولا استخدم الزراعة ونزل بكل جسمه على محمد شريف يعني دي الف بفي القانون دي خطأ بتهور صح احتسب المخالفة بدون اشهار البطاقة لأ عندنا النهاردة اخطاء تحكمية زي ما قلت نادي الاهلي بيكسب التحكم محدش بيشعر بيه كابتن العادل ابن ولكن بنشعر به لما بتكون الاخطاء مؤسرة اه هي راكة الجزاء لم تحتسب ما اثرتش بنيتك برار الانتكين تنعيد الاهلي كسب ولكن عايبولي الكلام دوت ليه لازم يكون الفور لي دور لاجب ان يكون في تعاومة بين حكم الميدان وحكم الفور حتى على الاقل بقول لك انك انت النهاردة من فضلك تعال حتى شوف الحالة كابتن العلاء تعال شوف الحالة اجيب الحكم يشوف هو ياخده القرار ما تدخدش عليه دي يعني الحالة الاولى بتاعت ضربة الجزاء هو يا صعب عليه ما تدخدش عليه هو عالفار عالفار وكلم على سيكازي عالفار عالفار انا انا كلمت التفاصيلها صعب ان هو شوفها بالزبط عشان كده عشان كده عشان كان ما قلت في البداية في الداية الحالة قلت جاني سيكازوي تدخل تبقى البروتوكول مش بقول لك انك انت يعني لا هات الحكم هو شوف هو ياخده القرار هذه الحالة كان يجب على جاني سيكازوي يستدع الحكم وهو كان الحكم ياخد فيه قرار سواء كان بي احتساب مخالفة او عدم احتسابة بقى انت عملت لك حكم فار نتيجة بارة الناد الاهلي لعيب الناد الاهلي نهاردة سهلوا مهمة الحكم كابتن ايمن اكيد بيطلع شكله حلو لاني الخطأ الوحيد اللي هو مؤثر هو ما تحقاش بنتيجة فوز الناد الاهلي انا بتمنى ان شاء الله باذن الله نفس الاداء بقى منا بشيت تاني من الناد الاهلي مش مجاملة لعيبة تركزت سواء مخرجش عن الهدف احداث كبيرة جدا ومؤسفة حصلت قبل المباراة هدوء الجهاز الفني ومطالبة بحق الجهاز الفني فيه ان المباراة يتم تأمينها وإحماية اللاعبين دي كمان حناحة فنية لازم نشيب بيها كانت نسعب حفيز ايضا اللاعبين داخل ميدان لعب كلهم النهاردة كان فيه تعاون كان فيه جدية كان فيه تركيز كان فيه اهتمام وكان فيه الوصول الهدف وبالفعل النهاردة هما نجحوا فيه الوصول الهدف نتمنى فيه المباراة القادمة ان شاء الله بذل الله بذل الله نشكرك شكرا جزيلا كابتننا الكبير كابتن ناصر عباس شكرا جزيلا وبانتهاء الفقرة التحكمية عزيزي المشاهدين بنصل لنهاية للستوديو التحليلي لمباراة الزهاب اليوم والتي كانت بين نادي الاهلي ونادي التراجي في نصف نهاية بطولة افريقيا والتي انتهت بفوز النادي الاهلي واحد سفر في تونس وبإذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي لسبوع القادم يوم السبت القادم في القاهرة ان شاء الله للوصول للنهاية وتحقيق حلم العاشرة بإذن الله حبيب أشكر كل نجومي كبار اللي اشترافوني النهاردة كبتن علاء مهيوب ألف شكرا كبتن نورتنا وأمتعتنا كالعادة أشكرك أيمن ومبروك إن شاء الله يوم السبت بقى مبارك على وصولنا النهاية بإذن الله رب العالمين كبتن أحمد بلال تألقتك العادة وأمتعتنا ألف شكرا كبتن بنا خليك كبتن أيمن وعبال إن شاء الله يوم السبت بإذن الله ونخرج المنصور يا رب إن شاء الله كبتن سمح حسني ألف شكرا كبتن أمتعتنا. شكرا على كابتن أيمن وبالتوفيق إن شاء الله يوم الساب بيزني. يا رب إن شاء الله كابتن عادل مصطفى شكرا كابتن تألقت قاعدتك أمتعتنا ربنا خليه كابتن بشكرك وبشكر للنجوم الكبار وعرف مبروك لما لا كل شكرا لحضراتكم أعزائي المشاهدين على حص المتابعة وعلى أمل أن نرتق بكم مرة أخرى والسوديو تحليلي آخر لكم مني أطيب المنى وأراك تحياتي